أهلاً حباً أهلاً شوقاً وأماناً يقصي الأحزان أهلاً يا رمضان يومك جئت برنامج فاعات ياخذنا في ترحات ندفع علم في الحال يا محل الطلاب نفعل لبظلات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه علي مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله هينما كنتم ومع هذه الحلقة الاستثنائية والحلقة اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تؤتي ثمارها وأكلها هذه اللقاء وهذا الجمال اللي راح تشوفون إن شاء الله من ضيوفنا اللي اليوم جمعناهم لرضا الله أولاً ثم لرضاكم أنتم مشاهدين الكرام حياكم الله في هالجلسة اللي إن شاء الله حنا سميناها لقاء استثنائي جلسة استثنائية لأنها حقيقة استثنائية وحنا في هالجلسة الاستثنائية نبيكم أنتم يلي تشاهدوننا وتطلعون الآن على شاشة قناة بداية تكونوا معنا من أول دقيقة من هاللقاء إلى آخر دقيقة معنا أول بأول لأننا متفائلين من رب العالمين سبحانه وتعالى بأن يحقق المنا والهدف والمبتغى من هذا اللقاء المبارك اللقاءنا اليوم هو عن فضل الصدقة عن وقف صناع المعروف عن الخير دائماً حنا سائرين على الخير دائماً حنا متواجدين للخير دائماً حنا مقبلين فأقبلوا معنا لعل الله سبحانه وتعالى لنتقبلوا مننا ومنكم صالح الأعمال بين أيدينا اليوم وقف صناع المعروف وحنا اليوم خلناها لقاء استثنائي جمعنا المشايخ الحبايب وجمعنا الشباب الإعلاميين لأننا نريد أن يكتمل هذا الوقف المبارك لهذه الجمعية المباركة وبإذن الله أن الله سبحانه وتعالى يعطينا ما في أنفسنا ويحقق مبتغانا من خلال هذه الشاشة المباركة حتى يكتمل هذا الوقف المبارك قلنا ولازل تعيد وقول أن والله وبالله وتالله أن الأمور سهلة وميسرة وحنا مع الأوقاف ليش لأن الأوقاف هذه فضلها كبير جدا وأن الأوقاف هذه ثابتة ليست كأي صدقة بعض الصدقات تعطيها يكتب الله أجرها ولكنها خلاص ولكن الوقف ثابت والحسنات تمشي معاك حتى وانت في قبرك علشان كذا حنا قلنا اليوم هنا في قناة بداية نجلس مو ساعة ولا ساعتين نجلس حتى إلى إن شاء الله نبشر خير من شباب الجمعية جمعية البر بالقنفذة بأن هذا الوقف اللي هو قائم على أعمال الأيتام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة على أعمال الفقراء المحتاجين المساكين على أعمال كثيرة يقومون بها هذه الجمعية المباركة خلوكم معنا أول بأول نتمنى منكم أنتم مشاهدين أنكم تبدو معنا من الآن حملة لقاء استثنائي حبي جميل نكمل فيه وقفنا هذا لو كل واحد فيكم الآن بادر واستعام بالله وقدامنا ساعات طويلة لو تحركنا وبادرنا وقبلنا على الله سبحانه وتعالى بنافقاتنا وصدقاتنا صدقونا ووقفنا يكتمل خلال الدقائق الغادمة رجل أعمال سيدة أعمال كل واحد يعطي اللي عنده أنت يا أخوي واختي عندك مئة مئتين ريال ثلاثمائة ريال والله إن الخير لك أنت ولكي أنت فبادروا ثلاثمائة ألف وواحد قلناها مرارا ونتكرارا حتى يسهل الموضوع ثلاثمائة ألف وواحد الآن باعتقادي أنه قناة بداية شهد الملايين كل واحد منكم يتوكل على الله ويقوم ويروح الصراف إذا ما يعرف تطبيق الراجحي ويحول صدقوني التحويل ما يأخذ منك عشر دقائق ربع ساعة ترجع وإذا رجعت وعدت بإذن الله أنك تسمع منا خبر اكتمال الوقف على الهواء مباشرة هنا في قناة بداية حتى نسعد من يتابعونا الآن من الجمعية ومن الفقراء والمحتاجين والأيتام همتكم ونشركم وتواصلكم معنا سيكون في تويتر عبر هاشتاك وقف صنايع المعروف بمكة بدون نقط وقف صنايع بلياء المعروف بمكة بدون نقط واضح الفكرة أنا غررت في حسابي وأيضا حساب قناة بداية وجمعية البرب القنفذة غردوا والشباب كلهم غردوا حتى إن شاء الله نشترك سويا في النشر والدلالة لعل الله سبحانه وتعالى نكتب الأجر لنا كلنا ونسعد الجمعية والفقراء والمحتاجين والأيتام أسأل الله أن يرفع قدركم وأن يبيضوا وجهكم وأن يحرم وجهكم عن النار يلي تشاركوننا وتتحمسوا معنا وتتفعلوا معنا ومثل ما حال النجاسين نبغاكم تجلسوا قدامنا وتشيلوا الهم لعل الأمر إن شاء الله والوقت يكتمل على بركة الله نرحب في البداية بضيوفي أبدأ بأخوي سعدي اللي راح يكون معي في اللقاء وياه نقود دفة الحوار يا مرحبا مليون يا ساعتي يا أهلا وسهلا ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله لا عطرة وبعد عروس ما شاء الله تبارك الله كلام مسرسل كلام جميل أيضا نرحب بالمشاهدين نرحب بالضيوف حلقتنا اليوم زي ما ذكر أخوي ناص الغامدي حلقة استثنائية حلقة بإذن الله بابها وعنوانها وتعاون على البر والتقوى عنوانها السطقة تطفي غضب الرب عنوانها هناك ثلاثمائة ستمائة يتيم هناك ثلاث ألاف أسرة هناك أعمال خيرية تقوم بها الجمعية هي عنوين لحلقتنا هذا اليوم بإذن الله وبإذن الله حنوا إياكم ومتفائلين كما هو معروف وديدن المؤمن والمسلم التفاعل الخير كما ذكر نبي صلى الله عليه وسلم متفائلين من أهل الخير أيضا أتينا بالمتخصصين من أهل الدين الذين سوف يتكلمون ونشحث حنوا إياكم ملهمة حتى نخرج بحلقة جميلة وبحلقة تسرنا وتسر أهل الخير والله يعطيك العافية الله أزاك خير يسعدك السعاد وإن شاء الله بإذن الله نسجد شكر لله سبحانه وتعالى بإذن الله بإكتمال الوقف وأعتقد أن ذلك ليس صعب على الله ثم على كل من يشاهدنا الحمد لله وأنا جاي في الطريق ستة أهل يرسلوا لي حتى الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم أنا ما أدريهم يتابعوني الحين أو لا أرسلوا لي طريقة تبرعهم عن طريق المباشر وكانوا متصدقين ودافعين يقولون هذه طريقة تبرعنا اليوم يا سعد والحمد لله في تفاعل أكثر لكن أيضا نشحث الهمم وهي تجارة مع رب العالمي ليست مع سعد ولمع الجمعية هي باب رب العالمين حتى زي ما قلت إذا وقف عملك ستبقى الأعمال خيري مستمرة في هذا الوقف بإذن الله بإذن الله نرحب بضيوفنا يا سعد نبدأ بالشيخ محمد مصالح الزبيدي وهو نائب رئيس مجلس الإدارة وجمعين تلبير بالقومة حياك الله يا شيخ محمد الله يبارك فيكم وحييكم جميعا سعيدا فيك الله يحييكم نرحب كذلك ضفة الأخرى غضية الشيخ محمد سليم الصبي حياك الله شيخنا بكم الأخوة المشاهدين والمشاهدات وصل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء نافعا ماتعا بإذن الله آمين رب العالمين الله يحييكم ونرحب كذلك بالشيخ وليد الدهوان حياك الله شيخ وليد بقاك الله أخوة أبو عبدالله وسعيد بتواجدي معكم مع الأخوة في هذه الأمسية التي نسأل الله عز وجل إن كان لنا دعوة مستجابة أن يحقق المراد الذي اجتمعنا من أجله آمين بإذن الله سبحانه وتعالى والشاعر زيادة الصاعد مرحبا مليون الله يبقيك أبو عبدالله أنت والأستاذ سعد وما قصرت على هذه المقدمة الجميلة وبإذن الله ستكون فعلا ليلة استثنائية بإذن الله وسحقق الله المراد منها بحول الله وقدرته سبحانه وتعالى بإذن الله الله يزايك خير نرحب كذلك بأحد المستفيدين من إحدى برامة جمعية البرب القنف إذا أخونا طلال جزبيدي حيك الله الله يبقيك أخوي عبدالله وأخوي ساعد الله يبقيكم طول في أماركم يا مرحب أيضا نرحب بصدام الريمي حبيبنا اللي بكرمنا بالقهوة والشاي وسعاد الصدق صبقها وتكن الضيوف علشان تبتل ريقهم وكذا ثم من بعدها إن شاء الله نحلق وعلى بركة الله مع هذا الوقف وقف صناع المعروف اللي هو تابع لجمعية البرب القنف وذا خلوني يسمحون يبدأ مع الشيخ محمد سليم الصبحي شيخنا هدفنا اليوم مع أهل الخير مع اللي يشوفونا وشاهدونا بأن نكمل هذا الوقف والله ليس بصعب حين الآن وصلنا إلى عشرة في المئة يعني ثلاثة مليون باقي سبعة وعشرين مليون تقريبا سبعة وعشرين مليون ذي ميهب صعبة أبدا راح يكون موضوع سهل جدا لأنه ميتين وسبعين ألف واحد الآن يشوفونا لو اشترك الواحد مئة ريال بسهم واحد صدقني أن الوقف يكتمل خلال ساعة والأمور سهلة ترى يا شيخ الآن عن طريق تطويق الراجحي ونطلع بعد شوي مع المشاهدين في تقرية حتى يعرفون طريقة التحويل وعرف أنه يعرفون يعني بسهولة وسلاسة ويسر يحول مباشرة ونبشر في آخر حلقة باكتمال الوقف وأسأل الله العلي العظيم أن يحقق ذلك عاجلا أسأل الله أن يحقق ذلك ما اجتمعنا لهذا الأمر حتى يصعدون الفقراء المحتاجين المساكين هناك فكلمتك شيخ الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يبلغ رضاخ إلهنا وليس لنا معبودا سواء والصلاة والسلام على محمد وصاحبه من ولاه وسلم تسليما كثيرا لا يدرك منتهى إن من أعظم ثمرات هذا الشهر ثمرات هذا الشهر ألا وهو شهر رمضان أنه شهر الجود أنه شهر الجود والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة فما أجمل أن الإنسان يعلم يقينا أنه في هذا الشهر النفق ليس كغيره من النفقات في غيره من الشهور من لذلك العاقل والذي يغتنم هذه اللحظات وهذه الأوقات وهذا الباب الذي فتح هذا الباب الذي فتح على وهو باب هذه الجمعية التي تعتني بالأيتام والأرامل والمساكين يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده لن أدخل في قضية الآيات والحاديث كلنا يعلم أن الله تعالى يقول يقول سبحانه وتعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم مفلحون والله سبحانه وتعالى يقول كذلك سبحانه وتعالى يقول وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وأعظم أجر أريد أن أبدأ بقصة وننطلق من خلال هذه القصة لعلا تكون بإذن الله عظة وعبرة للمشاهدين والمشاهدات استعنى بالله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه خبر مقتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة ذهب إلى بيت جعفر وكان عنده أيتام أيتام فدخل فإذا بهم يبكون فقال اعتوني بابني بأبناء أخي فجاءوا بهم فأخذ النبي شمهم ويقبلهم ويبكي ثم دخلت عليه زوجة جعفر فإذا بها تبكي قال ما الذي يبكيكي قالت إني إنهم أيتام قال تخافين عليهم العيلة قالت نعم قال لا تخافي عليهم العيلة والله إني وليهم في الدنيا والآخرة الله أكبر إني وليهم في الدنيا والآخرة فما أجمل أن تكون أيها المسلم يا صاحب المال أن تكون ولي لهؤلاء الأيتام أوحى الله إلى داود أوحى الله إلى داود يا داود يا داود كل اليتم أبا وكل الأرملة والمسكينة زوجا شفيقا الله أكبر هذا قول الله تعالى لداود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي كذلك الصائم الذي لا يفتر فالعاقل هو الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى فتح له باب نعباب الخير ألا وهو باب النفق في سبيل الله خاص أن هذه النفق ليس كغيرها من نفقات صحيح لها علاقة بلأيتام واليتيم هو وصية الله في أرضه وصية الله في أرضه للنبي صلى الله عليه وسلم أما اليتيم فلا تقهر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بشأن الأيتام والفقراء والمساكن أيما اعتناء فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتني بهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد يقدم عليه قوم من مضر ظهر عليهم الحاجة والعوز فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وتلون ثم قام ودخل وخرج ثم قال يا بلال أذن فأذن بلال قال يا بلال أقم فأقام الصلاة صلاة الظهر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب ثم قال يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبة ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من ثوبه تصدق رجل صاع من بره تصدق رجل صاعم من تمره اتقوا النار ولو بشق دمره فقام أحد الصحابة من الأنصار ثم جاء بملء كفيه صدقة ثم وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقام الصحابة يتصدقون من كل باب حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم كومين كوم من الثياب وكوم من الطعام فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الساعي الذي يسعى في حاجة إخوان المسلمين أعظم عند الله من أن يعتكد في المسجد شهرا هنا مسألة لابد أن نراجع أنفسنا فيها نحن شهر رمضان أكرمنا الله تعالى بهذا الشهر العظيم المبارك ماذا قدمنا في الشهر نحن بيننا وبين الله عهد تعلم ما هو العهد الصيام والقيام وقراءة كلام الواحد العلم ويطعام الطعام والنفق في سبيل الله من أراد الوعد فرحة عند لقاء ربه فليقم بهذا العهد فليقم بهذا العهد الذي بيننا وبين الله والله تعالى هذا المال الذي بين أيدينا ليس مالا لنا بل هو مما رزقكم هو رزق الله جعله الله تعالى عندنا مستخلفين فيه ينظر ماذا نفعل ماذا قدمنا واليتيم هذا الذي تعتني به الجمعية أي ما اعتناء هو بحاجة إلى إخوانه أن يكون الغني له أبا والأم كذلك والمرأة الغنية له أما من خلال النفقة ومن خلال الاعتناء بهذا اليتيم وهذا المسكين الذي هو والله أمانة أمانة بين أيدينا المتيم والمسكين أمانة بين أيدينا فليؤدي كل واحد مننا الأمانة الذي يؤتمنا إليها واعلموا يقينا أن العبد المهموم الحزين المريض المغموم من أصابه بلاء يستطيع من خلال هذه الجمعية ومن خلال هذا النفقة أن يدفع ذلك كله دأوا مرضاكم بالصادقة دأوا مرضاكم بالصادقة بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل لأبو الدرداء قال يا أبو الدرداء اوصني وصية قال ما أجد وصية إلا وصية محمد صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال يا رسول الله إني أشكو قسوة قلبي قال أطعم مسكين وامس على رأس يتيم أطعم مسكين وامس على رأس يتيم إذن الصدقة هي دواء للأبدان ودواء حتى كذلك دواء للنفوس كما أن المسلم العاقل هو الذي يعلم أنه وهو في الدنيا يبني له بيوتا عند الله وهو في الدنيا يجعل له عملا يستقبله بين يدي الله عندما يلقاه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه تنبه قبل الموت إن كنت تعقله فأما قليل للمقابر تنقله وحيدا فريدا في التراب وإنما قرين المرء في القبر ما كان يعمله فالعاقل هو الذي يعلم يقينا أن المال الذي بين يديه الذي بين يديه ليس له بل هو لله وما تقدمه بين يدي الله سوف يجده مثاقين مضاعفة ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم والله تعالى دعانا إلى النفقة دعانا إلى النفقة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه نحن مستخلفون في هذا المال الله تعالى يدعونا إلى النفقة كذلك يعلموا يقينا أن هذا المال الذي يخرج سوف يكون تطهير تطهير لبيوتنا تطهير لنفوسنا تطهير لأولادنا تطهير لحياتنا خذ من أموالهم صدقة تطهر ومتزقهم بها بل أننا لو علمنا يقينا لو علمنا يقينا أن هذا المال يقع في يد الله قبل أن يقع في يد المسكين والمسكين يقع في يد الله قبل أن يقع في يد المسكين واليتيم إذن سوف تجد لذة ومتعة ليس من بعدها لذة أبدا لماذا؟ لأن الذي يتعامل مع الله لن يخسر الذي يتاجر مع الله لن يخسر التجارة الرابحة التجارة الرابحة اسمحوا لي بقصة نعم شيخ ناصر هذه القصة صحى الإمام الألباني اختلف أبو أمامة مع يتيم على إذق إذق قيل نخلة وقيل أيضاً أنه شماريخ فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالإذق لأبو أمامة فبكى اليتيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو أمامة دعه له قال لا قال دعه له ولك مثله في الجنة قال لا فيسمع أبو الدح دعه لهذا الموقف فيذهب إلى أبو أمامة ويأخذه منه بحديقة ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تجعل لي ما جعلته له مثلها في الجنة قال نعم قال هي في سبيل الله لهذا اليتيم فبعد أن بكى اليتيم ضحك فما أجمل أن نجعلهم بعد البكاء يضحكون سرور تدخل على مسلم أدخلوا السرور على إخوانكم في هذه الجمعية والله نقول وإحنا في كامل في كامل صدقنا بإذن الله تعالى وإيماننا يقينا بأن الله تعالى لن يضيع عمالنا أبدا لن يضيع عمالنا من أجل ذلك أدخلوا السرور في نفوس هؤلاء الأيتاب اجعلهم بعد البكاء يضحكون وبعد الحاجة يغتنون فمن أدخل في نفوس هؤلاء الأيتاب وهؤلاء القراء وأغناهم سوف يغنيه الله تعالى من فضله الذي لا يعد ولا يحصن ألا تعلمون يا من يسمعني الآن أن الصدقة تزيد في العمر تزيد في العمر لا إله إلا الله بركة في العمر وليس فقط بركة في المال هي والله بركة في العمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تزيد العمر وتدفع ميتة السوء وتدفع ميتة السوء إذا من أراد الزيادة في العمر والبركة في العمر فعلي أن يبادل بالصدقة والصدقة هي صيدق بينك وبين الله والله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فما أجمل الأبد يصدق مع الله في هذا الشهر خاصة في شهر رمضان والله يثمه والله ما انفتته هذه الليالي دون أن يقرب مثل هذه الأعمال قد يندم يوم لا ينفع الندم يزيد الرقاشي اسمعه ماذا يقول وإن أطلت عليك تسمحني بس هذه القصة وأختم يزيد الرقاشي ماذا يقول عندما حضره الموت وهو من العباد الزهاد جلسه يبكي قالوا ما الذي يبكي قال أبكي على صيام النهار وقيام الليل ثم جلس يصيح ويقول آه يا يزيد آه يا يزيد من يصلي لك بعد موتك يا يزيد من يصوم لك بعد موتك يا يزيد من يتصدق لك بعد موتك يا يزيد من يتوب لك بعد موتك يا يزيد من يرضي لك ربك بعد موتك يا يزيد وجلسه يبكي فلن تجد أحد يتصدق بعد موتك فاجعل عملك الآن بين يديك تراه تراه أباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا ندري من أقرب لنا نفعا انفع نفسك الآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بهؤلاء تصور أن هؤلاء الأيتام أن هؤلاء الأيتام قد يشفعون لك يوم القيامة والله يشفعون لك يوم القيامة أقول أنا صادق هؤلاء الأيتام قد يأخذوا بيدك إلى الجلة يأخذوا بيدك إلى الجلة روية مما روية أن رجلا عاصيا مؤولا بشرب الخمر وجد يتيما غسله نظفه مشطه أطعمه ثم رأى في المنام هذا الرجل العاصي أنه يأخذ إلى النار فإذا باليتيم فإذا باليتيم يكون حجابا بينه وبين النار لا إله يا الله يا الله أقول إجعل اليتيم والمسكين والفقير يأخذ بيدك إلى الجنة وقد تكون هذه الصدقة هذه الصدقة هذه الليلة هذه الليلة سببا من أسباب زوال الأبرار والهموم والأحزان وخروج البلاية والرزايا من البيوت تصدقوا فوالله ثم والله الصدقة الصدقة باب من أبواب الله يقول عمر بن عبد العزيز الصلاة تبلغك نصف الطريق والصيام يوقفك على باب الملك الصدقة تدخلك عليه والصدقة تدخلك عليه الله وأعلم أن من كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة الله فتصوروا أن هذا الباب يدخلك منه اليتيم والفقير والمسكين وصاحب الحاجة نحن بحاجة حقيقة هذه الليلة هذه الليلة أن لا تمر إلا ولنا أثر ولنا أثر فأترك لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان أمر ثاني أمر ثاني تموت وتترك هذا الأموال لكن ما لك ما قدمت لا ما أخرت ما لك ما قدمت يقول النبي والله لو كان لي مثل أحد ذهبا مثل جبل أحد ذهبا لما بقي عندي ليلة ينفقه في ماذا في سبيل الله نحن بحاجة حقيقة هذه الليلة أن نراعي إخواننا في هذه الجمعية المباركة هؤلاء الأيتام أقول وانا صادق لعل الليلة هذا يتيم يدعو لك ودعاه قد يكون مستجاب لأن الفقراء والمساكين والأيتام هم دعائهم أقرب إلى الله من غيرهم الله أكبر ولأن أول من يدخل الجنة هؤلاء المساكين والفقراء أول من يدخل الجنة فكن معهم يأخذك بيدهم يأخذك بيدهم هذا الذي أغنانا بعد السؤال هذا الذي أطعمنا بعد الجوع هذا الذي كسانا بعد العري هذا الذي آوانا هذا الذي قام علينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السائع على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله نحن بحاجة حقيقة أن نقف مع نفسنا هذه الليلة وقفة متأمل مضى من رمضان الثلث الثلث لكن ماذا قدمنا والنفق في رمضان ليس كغيرها من نفقات أبدا ليس كغيرها من نفقات البدار البدار بانتهاز الأعمار والشكر لله نحن في نعمة نعمة عظيمة شكر النعمة يكون بالنفق في سبيل الله وأعلم أن ما أنفقت لن يذهب أبدا سيبقى لماذا يبقى؟ لأن البركة في الصدقة في السيادة يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يقول ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعان إلى النفق لا يجد أحدنا شيء فنخرج إلى السوق فيحمل على ظهورنا فنأتي بمطعام ونضعه بين يدي الرسول ثم وجدت الرجال الذين لا يجدون درهما الذين يخرجون إلى السوق بعد زمن الواحد عنده مئة ألف دينار بركة الصدقة الله أكبر يقول كان النبي يدعونا إلى الصدقة فلا يجد الواحد مننا درهما واحد سبحان الله فنخرج ونحمل في الأسواق ثم نأتي بالمدة الطعام بين يدي الرسول استجابا للرسول ثم وجدت الرجل بعد ذلك يحمل ومعه مئة ألف دينار الله أكبر بركة الخلق بركة الخلق الصدقة وأيضا من عنده ابن عاق مريض مبتلى العجيب أني كنت في مسجد اليوم كنت في مسجد في الرياض وقبل أن تقام الصلاة قال لي أحدهم ترى الذي بيمينك ما أعرفه أنا ما أعرف على الرياض قلت نعم قال كان في العناية في العناية إلى الموت أقرب حتى قالوا أنه شبه مات دماغيا شبه شبه وحتى أوصاهم الطبيب أن يتبرع بهش بأعضائه ثم أحياه الله بعد زمن سبحان الله قلت لعله طبعا ما سألنا قلت لعله عنده باب من أبواب الخيل خاصة الصدقة الصدقة تحيي العظام وهي رب نعم الصدقة حياء حياء للفقير حياء للمسكين والجزاء عند الله من جنس العمل الجزاء عند الله من جنس العمل جاء رجل ابن المبارك قال أي ابن المبارك عندي قيحا وصديدا في ركبتي ما ترك طبيبا شرقا شمالا جنوبا إلا وأتيته قال اذهب وحفر بئر فإذا خرج الماء دخل الألم اختفى قال فذهبت فحفرت بئرا على وصية ابن المبارك فخرج الماء فذهب الألم الجزاء من جنس العمل تخرج خير يذهب الشام نسأ الله الكريم تخرج خير يخرج الشام أنا برجع لك يا شيخ إن شاء الله أجزاك الله خير على هالكلام الجميل الرائع والمحفز اللي يحثنا كلنا إلى نتجه إلى هذا الوقف المبارك اللي حنا إن شاء الله بإذن الله متفائلين بعد كلامك الجميل ما أتيت بآيات واستدلالات من سنة الحديد محمد صلى الله عليه وسلم وقصص وروايات في واقعنا كذلك هذا شيء يعني يشجعنا بأننا نبادر مشاهدين الكرام أنتم أهل الخير وأهل العطاء وأهل الإنفاق اليوم حنا عملنا هاللقاء والحملة الاستثنائية لأجل أن نغطي هذا الوقف والله ليس بصعب علينا كلنا حنا نتمنى الآن أنه بعضكم يشجع بعض بعضكم ينشر يلي تشاهدون الآن ونشروا على بركة الله سعادة خلي بس لك سؤال الآن 270 ألف واحد أو واحدة من أخواتنا هل نقدر أن نوصل 270 ألف واحد هل ممكن يا سعاد أنه 270 ألف واحد يروح كل واحد منهم يدفع مئة ريال الآن ويكتمل وقفنا هل أمر صعب على أهل الخير اللي يشاهدوننا والله أنا ما أقول صعب خاصا يعني قبل شوي من الشيخ الفضائل والأجور التي ذكرها أيضا النفس بحاجة إلى أنها تعاني تطهير تبغى تطهير النفس وأيضا كل بيت موجود فيه هم وكل بيت موجود فيه دين وكل بيت موجود فيه مريض وكل بيت موجود فيه من مشاكل الدنيا لن يزيل هذه الأشياء إلا الصدق وأشياء بسيطة إن تعاوننا وتكاتفنا فبإذن الله نفرحنا وإياكم باكتمال هذا الوقف الذي يعول أسر كثيرة وأيتها من كثر أيضا فيه من صدقة الماء ومن حفر الأبار أنا وقفت عليها خزانات مياه تقوم بجمعية البر بالقنفذة قسما بالله العظيم ما تقوم بها يعني أكبر الشركات على ترتيب وتزيينها ما شاء الله تبارك الله كلها حتى يتم إيصال الماء النظيف إلى الأسر فبإذن الله عندنا ثقة يا أخي ناصر إن أهل الخير اللي يشوفونا بإذن الله يكونون يد واحدة ويتعاونون في الأمر هذا وبإذن الله ما تنته حلقتنا بإذن الله إلا على ما قال نحب خشم بعض ومن تباشر بخير شكرا لله سبحانه وتعالى على اكتمال أهل الوقف مشاهدين اللي بيشارك في الوقف عن طريق تطبيق الراجح أو يروح يحول عن طريق استطلاب حيننا اليوم متكين ما نبطل عين إن شاء الله لم يكتبين الوقف بإذن الله فأنتم هذا تم التحويل زاهر الله خير الله ينخذب علينا حتى نكون حنا خير معلم وهذا هو يعني الآن بدأ نابع أن تبدو صدقات فنعم ما هي وأن تبدأ تعاون على البر في كل ليلة من رمضان يا شيخ وليد يعني الله سبحانه وتعالى يعتق كثير من الناس حنا اليوم نبغى نعتق رقابنا على الله لتقبل هالعمل البسيط ولنغتري من الفرصة ونتصدق بما نستطيع مئة بريال بعشرة بألف بألفين وأهل الخير يشوفونا الآن ودنا ليحول حتى يشجع غير عن طريق الهاشتاغ وقف صناعي على المعروف في مكة أرسل الإيصال خلونا نقرأ أنا أخي سعد إيصالاتكم وتبرعاتكم ومشاركاتكم اللي يروح للصرافات كذلك يصور ويدخل في الهاشتاغ هذا وحنا نقرأ على الهواء ليس ريا ولا سمعة إن تبدو الصدقات فرع ما هي زي ما ذكر أخوي سعد زالة خير بادر وأنفق وتصدق لله سبحانه وتعالى وأيضا حتى يشجع بعضنا بعض أنت الآن أخوي أختي أبوي أمي بادروا على بركة الله وانشروا صفحات تواصل اجتماعي هنا حملة اليوم مطولة يعني جالسين جالسين بإذن الله حتى يكتم الوقف بإذن الحي القيوم فانشروا وبادروا وروحوا الصرافات وخلوها اليوم تهرغوا لهذا الوقف خلونا كلنا تعاون حلنا على الهواء مباشرة وأنتم في بيوتكم عبر جوالاتكم عن طريق أهمتكم وبدلكم وعطائكم وتشجيعكم لغيركم ونشركم في الواتساب في التويتر في الإستغرام في السناب شات في الفيسبوك كلنا يشجع بعض ونشر التصميم الخاص بالوقف وكذلك غردوا في الهاشتاغ وقف صنائع المعروف بمكة ورسلوا على الإيصالات حتى إن شاء الله يكتم الوقف 270 ألف واحدة يا رب 100 ريال كل واحد منكم ما نقدر نكمل وقف بسيط مثل هذا والله إنا سهلة لكن اليوم تكفون تولي نرمي الشمغ والعقل رميناها والله العظيم إننا ما نبي إلا الخير من الله سبحانه وتعالى المشايخ تزاهم الله خير جاينا من جدة جاينا الشيخ من مكة من مكة المشايخ من القنفذة يعني ليش ما يريدون إلا الله سبحانه وتعالى نبي الله خلوكم معنا حلنا على الهواء وأنتم خلف الشاشات مبادرين عن طريق الجوالات وعن طريق تروحوا للصرفات وتحولون وبإذن الله للجمعية يرسلوا لي يقول ناصر أبا الشرك وقف نكتمل والله لو أهل الخير الآن التجار سيدات العمال مليون مليون مليونين واللي ما عنده مليون ومليونين مئة ريال عشرين ريال ثلاثين ريال بس مجرد مشاركة واغتنام فضل الصدقة اللي ذكر الشيخ قبل شوي يعني اليتيم والفقير يجرونك ويدخلونك محمل جنة إيش بعد تبغى أكثر من كذا هذا فضل من رب العالمين الفضاء الكثيرة والخيرات كثيرة نحن لا نتردد أبد نبادر من الآن ونستعين بالله ونتوكل على الله بإذن الحي القيوم أننا نسجد شكر لله باكتمال وقف ممكن هالأمر ما حصل في بداية إلا نادرا أنه في حملة يعني نكمل سبعة وعشرين مليون لكن اليوم أعتقد أنه مو صعبة بإذن الله في هذا الشهر الكريم بإذن الله وبالأغلب الآن الوقت هذا يعني ربما الآن الناس تطلع تتقضى للسوق تذكر أنك إذا رح تشتري شيء لأمور الدنيا أنك تشتري شيء للآخرة فالأغلب الناس الآن تشتري ورائحة تتقضى من السوق والعيد ستعدون له أيضا ترى ما هي وعلى ما قال ما أخذها منك دقائق بسيطة وزي ما قلت والله بإذن الله بإذن الله بإذن الله والله سبحانه وتعالى كريم أنها بتحول بينك وبين عذاب رب العالمين يوم القيام وتكون لك نور في قبرك وقف عند الصراف ادفع المكسوم ولا وانت في سيارتك جالس بالتطبيق وانت جالس بمرتاح وأيضا أي طريقة تستطيع أن تدفعها أقول أقدم بها بإذن الله نسى الله الكريم فضل شيخ وليد حملتنا ووقفنا نبيه يكتمل بإذن حي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على شرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من وعلى رمضان كله رحمة كله مغفرة وكله عدق من النيران رمضان أرسله الله تبارك وتعالى مطهر لنا من الذنوب من الخطايا من الآثام وجعل الله تبارك وتعالى هذا الشهر العظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم محفزا للصحابة جاءكم شهر رمضان شهر خير وبركة تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب أبواب الجنة الآن الثمانية كلها مفتوحة وتغلق فيه أبواب النار أبواب النار سبعة كل أبواب النار أغلقها الله وتصفد فيه مردة الشياطين وينادي منادم من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فأروا الله من أنفسكم خيرا إذن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لنا في هذا الشهر العظيم أن نري الله من أنفسنا خيرا وأعظم ما تري الله في هذا الشهر صدقة النفقة البذل العطاء حتى ينالك المغذرة من الله تبارك وتعالى جاء في الحديث عند الحاكم والترمذي ويبن ماجة وغيرهم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني بخبر يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم يا معاذ وإنه ليسير لمن يسره الله له تعبد الله لا تشرك بي شيئا تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج بيت الله الحرام ثم قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير قال قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة ركز الصوم جنة ما الذي جاء مع الصوم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل وتلع عليه قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ثم قال الله ومما رزقناهم ينفقون ركز بهذه الآية يقول الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى أنهم ينفقون ويقومون يقومون الليل ويتصدقون وينفقون طبعا الصدقة يعملها الإنسان ما بينه وبين الله مر على صرافة تصدق دخل إلى التطبيق مثل ما ذكر أخوه أبو عبد الله و أخوه سعد تصدق يعني رأى هذه الآية وتأث رأى هذه الحلقة وتأثر اعلم أن هذه الصدقة التي تصدقت بها بينك و بين الله أخفيتها لا يعلم بها أحد لا زوجة لا أولاد لا أحباب لا أقراب لا أصحاب لا يعلم بها إلا الله تصدقت بمئة ريال تصدقت بألف ريال تصدقت بعشرين ألف بمليون يعلم بها الله تبارك وتعالى المهم أنك أخفيت هذه الصدقة و أنت كذلك إذا جن عليك الليل أخفيت الليل فلا يسمع ربما بك أحد و أنت تصلي بين يدي الله الواحد إلى أحد سبحانه وتعالى فأخفيت ليلك وصلاتك وتلك السجدات والركعات ما بينك وبين الله يا أخواني الذي أخفى ليله وأخفى صدقته أخفى الله له جزاءه يا الله قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والشيء الذي يخفيه تبارك وتعالى ولا يعلم الناس به على سبيل المثال الآن أحد يدري وش بيصير يوم القيامة هل يدري أنه سوف يكون في ممن يأخذ كتابه بيمينها بشماله يا أخواني إذا قامت يوم القيامة وقد سمى الله عز وجل يوم القيامة بأسماء تقرع القلوب الغاشية لأنها تغشى الناس الواقعة يوم تظهر فيه الحقائق وتقع والناس ينظرون إلى تلك الأهوال العظيمة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت سماها الله عز وجل بيوم التغاب يوم يتحسر الإنسان ويصيبه شيء من الغبن يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني تصدقت يا ليتني أنفقت يا ليتني صليت يا ليتني تولي يا ليتني ويا ليتني لكن ما ينفع الندم بهذا اليوم سماها الله عز وجل بهذه الأسماء وعرفها العلماء فقالوا هو التصديق الجازم بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون من الموت وبعد الموت وعذاب القبر ونعيم القبر والصراط ويوم الحشر والنشور والوقوف بين يدي الله والجنة والنار فيقف الناس بين يدي الله هذا الوقوف كم مقداره هذا الوقوف ذكره الله في كتابه قال سأل سألهم بعذاب مواقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا إذن هذا اليوم وقع على ووقف الناس بين يدي الله تبارك وتعالى تدن الشمس من الخلائق مقدار ميل فيبدأ العرق ينزل من الناس من الناس من يصل عرقه ركبتيه منهم من يصل إلى كتفيه ومنهم من يصل إلى شحمة أذنيه ومنهم من يلجمه العرق والجامة هناك يا أخوان في هذا اليوم الشمس دنت من الخلائق تأتيك الآيات في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها أضرب سبعين ألف في سبعين ألف بقرابة أربع مليار وتسعمائة مليون ملك الذين يجرون النار في عرصات يوم القيامة الله عز وجل يقول عن مطلع هذا اليوم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه لماذا كلا إنها لضاء هذه النار طيب ما هو حال المنفق والمتصدق والذي قدم لصناع المعروف أو مثل ما ذكر الشيخ محمد زال الله خير الذي كثل اليتيم والذي أخذته هذه الصدقة وقادته وساقته إلى هذا الخير كيف حاله في يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خمسين ألف سنة والشمس دنت من الخلاق مقدار ميل ويفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه تأتي الصدقة كظل كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام منهم رجل أنفق نفقة بيمينه فأخفاها لكي لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر صحاه الألباني رحمه الله المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الخلاق هذا حال الصدقة ترفع صاحبها وتحميه وتدافع عنه أسأل الله عز وجل وهي رسالة نقول لمن يتابعنا ومن يرانا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن إخواننا ومن أخواتنا لا تطوى هذه الليلة عليك وتشرق شمس الغد إلا قد قدمت شيئا لهذا الوقف فإن الله عز وجل قد أعد لك ملكا هذا الملك يدعو لك اللهم أعطي مونفقا خلفا هذا الملك الملائكة خلقهم الله من نور لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون لا ينجبون يسبحون الله الليلة والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يدعو الله تبارك وتعالى لك في هذا الموسم العظيم بأن يخلف الله تبارك وتعالى عليك خيرا وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك فأبشر بالنفقة من الله تبارك وتعالى والخير الله أزاك خير بقدرك يا شيخ وليد وبارك الله فيكم بإذن الله أنا مؤملين خير من أهل الخير اللي شاهدونا الآن واللي مشاركين معنا جزاهم الخير متفاعلين في تويتر وفي وقف صناع المعروف بمكة مشكورين لتغريدكم بالتصميم ومشكورين لتفاعلكم وأيضا نحن قلنا حولوا وارسلوا الإصالات حتى تقرأ على الهوى مباشرة وأيضا الجمعية يتواصلون معنا في الواتساب حتى يخبروننا بالتبرعات لعل وعسى إن شاء الله أن يكتمل هذا الوقف في هذه الحملة المباركة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن تؤتي ثمارها وأكلها ونفرح في الأخير باكتمال هذا الوقف اللي هو قائم على الأعمال الفقراء والمحتاجين والمساكين والأيتام والأرامل فهبوا على بركة الله لهذا الوقف لعله أن يكتمل خلونا وإياك وله أن نطلع لتقرير هذا التقرير يعلمنا طريقة التحويل عن طريق بنك الراجح وتطبيق بنك الراجحي ونجالس في مكانك تحول وتشارك معنا جمعية البر القنفذة وتشارك بإذن الله في إكمال الوقف في هذه الجلسة المباركة نطلع ونتعرف على طريقة التحويل نرجع إن شاء الله مع ضيوفنا الكرام نطلع لفظلة يا لتي بقالت رمضاننا أحيت فينا العزم وقويت من يوم ما طلعت من نور يومك جيت برنامج فاعا ياخذنا في ترحا متفعلم في الحال يا مرحبا شربت اصنع المعروف بالتحويل من حسابك فجمعية البر الخيرية بالقنفذة تتيح لكم المساهمة في وقف صنائع المعروف بمكة المكرمة وذلك عبر التطبيق أو الموقع المباشر لمصرف الراجحي بعد الدخول للموقع أو التطبيق اختر الحوالات ثم اختر التحويل إلى الحسابات الخيرية ثم اختر من فئة جمعيات البر والخدمات الاجتماعية ثم اختر جمعيتكم جمعية البر الخيرية بالقنفذة ثم اختر الوقف حدد مبلغ التحويل ثم اضغط على استمرار أو التالي ثم اكد الطلب تصلك رسالة إلى جوالك هي الباقي لك في آخرتك يا محلط الله نتظلل بظلة هيالتي بقالت رمضاننا أحيت فينا العزم وقويت من يوم ما طلت بالنور يومك جيت برنامج فاعات ياخذنا في ترحاب متفعلم في الحال يا مرحبا يا مرحبا شربين نسرب بكم والله يا محلط الله نبضل لبضلة حياكم الله مشاهدينا من جديد عدنا لكم مع هذا اللقاء الاستثنائي لوقف صناع المعروف في مكة المكرمة وهو التابع لجمعية البر بالقنفذة التي تقومها الأعمال الفقراء والمحتاجين والأيتام سعد الهاشتاغ لسه ما بعد وصل ترنت أفا هي لسه هل يوصل ترنت ولا لا نحن ننتظر أهل الخير يقاني شونه يوصل لنا بإذن الله بإذن الله نحن وأهل الخير يشوفونا نحن نوصل الهاشتاغ ترنت عشان نطيحنا في واحد نهامور ها ويفرحنا إن شاء الله بمبلغ حلو يسرنا ويسركم ها وتجارتها مع رب العالمين بس عشان نقول لحنا وياكم تعاوننا فأبيد لله نحنا وياكم نشد من الأمر تكفون ننطل العقل نبغى ترنت عشان لأهل الخير ونتواصح نحن إياكم في العمل الطيب هذا ونفرح إن شاء الله باكتمال هذا الوقف بس حنا بحكم منك أنت اليوم الكنقينج عندنا هنا بحكول الارميز بس عشان نبغى نقرأ من تغريدات المتابعين حطنا من تغريدات ونقرأ أنا أوقفت عفوا دخلت على الهاشتاغ نون على طول أول واحدة المالها 21 ثانية يوم نزلت التغريدة هذه كتبة صناع المعروف تقليل مصارع السوى صدقة تصير تطبيق أضب الرب تصدقوا في شهر الخير جزاة صلى الله خير أيضا يا رب ارزقه من واسع فضلك هذا من التغريدات اللي موجودة عندنا هنا الاعتابية النخبة تقول طلع الترند ونزل مرة ثانية لا أهل بداية معروفية أهل بداية دائما ما نتكلم عن شيء محلي عنا احنا دائما نتكلم عن شيء عالمي فبإذن الله احنا وياكم للخير يعني عالميا بإذن الله بإذن الله بإذن الله بالتبرع في وقف صلاة المعروف طيب شيخ نحن بروح الشيخ صالح الشيخ محمد مصالح الزبيدي هنا في رئيس مجلسي دارة في جمعية البرب القنفذة ودينا تتكلم عن مشروع المشاريع الجمعية حتى يعونوا الناس يعرفون أيش العمل اللي جاء ستقدم الجمعية غير موضوع الأيتام والفقراء المحتاجين اللي احنا دائما نكرر الكلام عليه أيش الشي النوع اللي ممكن تقدم الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بداية في بداية نحييكم نحيي الجمهور الكريم من المشاهدين ومشاهدات ونسأل الله عز وجل الذي بلغنا هذه العشر الأول من هذا الشهر أن يبلغنا به كاملا وأن يرزقنا وإياكم فيه فعل الخيرات والقبول حقيقة جمعية البر في القنفذة عندها مصارات تسير في عدة اتجاهات تكاملية في بناء حقيقة البناء التنموي للإنسان ومراعاة أيضا احتياجات القصر حقيقة أن برنامج عندنا مشروع احتضنته الجمعية بالشراكة مع دارة تعليم القنفذة وهذا البرامج هو برامج طموح يعنى بالطلاب المتميزين في المرحلة الثانوية نعلم أن أهم طروة عندنا هم الشباب ولكن أغلى ما في هؤلاء هم المتميزين ولهذا رأينا أن يكون هذا المشروع بشراكة مع التعليم والذي احتضنته هذه الجمعية المباركة إيمانا منها بأهمية هذا الطالب المتميز المتفوق ورعايته وتقديم له البرامج النوعية التخصصية الذي بإذن الله تعالى سوف يكون عضوا فاعلا باني لهذا الوطن وأيضا مفيد المجتمع وأسرته الحقيقة يعني برامج طموح برنامج نوعي وهو يعتبر من البرامج النوعية على مستوى المملكة ولله الحمد الآن يعني هذا الآن بلا عندنا عدد أكثر من ألف ومئتين طالب الذين يستفادوا من هذا المشروع والتحقوا بالتخصصات لأن هذا المشروع أهم شيء يعني يقدم للطال في المرحلة الثانوية البرامج التدريبية التخصية في القدرات وأيضا في مهارات التفوق وفي الأمور الحياتية بالإضافة إلى تحديد الميول واختيار التخصص ثم زيارات الجامعات هؤلاء الذين حاصلين على التسعة وتسعين فأعلى في نسبة تحصيلية في نهاية العام بالإضافة إلى القدرات فأبدع هذا البرنامج وحصلنا على نتائج فائقة جدا بالنمو المتزايد للطلاب حيث بالغ عدد للطلاب كل سنة يزيد في اقتبار القدرات التحق بكليات الطب بكليات الهندسة بأيضا الكليات العسكرية قبل ثلاثة شهور واحد من هؤلاء الطلاب تخرج طيار يعني وعندنا مثال الليلة حي هو الأخ طلال السبيدي هو يدرس الآن في كليات الطب من مخرجات هذا المشروع ما شاء الله من مخرجات هذا المشروع هل نجل نسمع طلال يعلمنا أيوه هذا الموجود نعم طلال شيخ تكلم عن مشروع طموح وش هو المشروع اللي تستفت من الجمعين من خلاله بسم الله الرحمن الرحيم أولا وصلي وسلم على نبينا محمد وتعطونا سبيكر يا شباب عندنا وعلى آله وصحبه أجمعين أنا أحد الطلاب المستفيدين من برنامج طموح برنامج طموح برنامج جميل جدا ونادر وبما فيه من برامج تدريبية برامج تريك المستقبل وتريك الأماكن الجميلة جدا وأنا أحد المستفيدين من هذا البرنامج والحمد لله من الجمعية من الجمعية ما شاء الله الحمد لله نتخرجت أنا من الثانوية 99 الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله وتحطت بذلك البرنامج تخصص علمي طبعا إيه علمي ما شاء الله وكنت أحد المشاركين في هذا البرنامج بفضل الله يوم تخرجت بس عشان ود المشاهدي يدخل معنا في الصورة كاملة أنت يوم تخرجت وش كان العائق اللي بيحول بينك وبين دراستك فيش كان بشي بعيقك مثلا لا وما في عائق أصلا هو أصلا البرنامج هو هدفه أنه يأخذ الطالب المتميز ممتاز ويساعدك ويساعدك ويوريك كليات جامعات زي جامعة ملك سعود زرناها ممتاز وتفتح لك آفاق وتحدد لك ميولك وتخصصك والمكان اللي تبع تروح على بعد ما تتخرج جميل جدا والحمد لله أنا كنت أحد المستفيدين من هذا البرنامج ودخلت كلية الطب واليوم أنا في السنة الرابعة ما شاء الله ما شاء الله مش تقول الجمعية اللي ساعد في مثل هالأمر والله باسمي وباسم جميع المشاركين في هذا البرنامج أشكر الجمعية وأتمنى الاستمرار في البرامج الجميلة جدا والنوعية ما شاء الله برامج جميلة صراحة ما شاء الله وعنا هذا لموذج طالآن لموذج وقبل أسبوع أتقد كان معنا من التأهيل الصحي من التأهيل الصحي نعم درويش درويش الحبي وكذلك في واحد معه يقول أنه الآن يملك صيدليات ما نعم ما شاء الله وأنتم من أهله ويجعله يدخل سوق العمل ويشتغل نعم الله يبارك فيكم ويجزائكم خير يعني على هالجهود اللي يجالسين تقدمونها وامثالكم الله يعني اللي يعملون في الميدان يستحقون ويوقف معهم وأنكم تدعمون من أهل الخير وأنا أعرف جيدا أنه أعظام مجلس الإدارة بعضهم ما يستلمون إلى مرواتب ولا مكافآت يردون ما عند الله سبحانه وتعالى يحرصون ويتابعون ويسافرون ويجلسون عند العوائل يعني يشوفون حوالهم يعني لأجل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أني يبارك فيهم وأن يربع قدرهم وأن ينزام خير وأن يجزيهم الله سبحانه وتعالى من واسع فضل وكرمها ليس البشر ولا أموال البشر فأمثال هؤلاء والله أنا من خلال معرفتي بالجماعة وزرتهم أعرف أن هناك ناس محتسبين لا يريدون إلا الله والدار لآخرة فلنعين أمثال هؤلاء على عملهم وجهدهم وبدلهم في الميدان لا نخليهم يعني يحتاجون يعني يروحون بأوراقهم وخطاباتهم لراجل العمال وسيد العمال يقول الله مر يقول عندنا ومرة مبكت زكاتنا ومرة يعني يتعبون كذا لكن الوقت خلاص يريحهم يا جماعة فكونوا معهم يسأل الله أن يريحكم يسعودكم يربع قدركم يبارك فيكم عندك شيئا حقيقة الدكتور طلال ما شاء الله تبارك الله لفت نظري إلى أمر أعطيت الدكتوران بدري خلاص دكتور أربع سنوات في الطقبة لكن الله يبارك له أن يحفظه طلال ما أخذ الأول في دفع الآن مجموعة تميزة ما شاء الله اتفعتك الآن ما شاء الله اللي يتكلم عنه التوجيه هذا الكريم من مثل هذه الجمعيات كما كان يفعل سلف الأمة الإمام الذهبي رحمه الله كان يكتب القرآن وكان خط الإمام جميل فمر به شيخه ووجهه بكلمة قال خطك يشبه خط أهل الحديث يقول فوقع في نفسي حب الحديث فطلبت حديث رسول الله وأصبح الإمام الذهبي رحمه الله الإمام محمد الفاتح الذي فتح الله عز وجل على يديه القسطنطينية كان مع شيخه على ضفة نهر فقال له يا شيخ ماذا خلف هذا النهر انظر يا أخواني إلى التوجيه وإلى الكلمة الطيبة التي تغرس في قلوب أبنائنا يعني الغرس المثمر اليانع قال خلف هذه النهر خلف هذا النهر أرض يقال لها القسطنطينية قال عنها صلى الله عليه وسلم يفتحها خير قائد بخير جند قال فوقع في نفسي ففتح الله على يديه بلاد القسطنطينية وكان معه خير جند ثم أن الإمام البخاري رحمه الله لما كان جالس مع الإمام إسحاق بن رهويه كان شيخه فقال الشيخ لطلابه ألا ينبري أحد منكم للصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فوقع في نفسي ذلك فكتب صحيح البخاري الذي هو اليوم أصدق الكتب بعد كتاب الله عز وجل هنيئا لهم يعني في هذه الجمعية جمعية البر الخيرية بالقنف والجمعيات الأخرى التي قامت أيضا صناع المعروف على هذا التوجيه لهؤلاء الأبناء يخرجون لنا هذا النش الذي يكون وقفا جاريا بإذن الله عز وجل أبو يوسف يقول كلما سجد دعوت لأبو حنيفة قالوا لماذا قال أبو حنيفة رآني فرآ حفظه وملكته قال لو كان هذا في طلب العلم يقول فطلبت العلم وكان أبو والده أو والد أبو يوسف كان يجعله يجعله يحمل معه بالسوق فوجده عند أبو حنيفة فأراد أن يخرجه قال لما قال من يحمل في السوق من يأتينا بالدراهم قال ذأ جعله عندي ولك كل يوم درهمه فأصبح أبو يوسف قاضي القضاء يقول كل ما جلست وسجدت دعوت لأبو حنيفة هذه الجمعية هذه الجمعية ليس النوعية فقط في قضية الأيتام والمساكين لا هي قضية التكامل في المجتمع في تلك المنطقة والعناية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جميل تعلمون أين السعادة أين السعادة في النفقة أين السعادة في النفقة تسمحوا لي بهذا السعادة في النفقة أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين والفقير عائشة كانت تغمس الدرهم والدينار في المسك قبل أن تعطيه الفقير فقالوا لما يا عائشة قالت لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين الله أكبر وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها اذا تصدقت ودعا لها المتصدق تدعو له قالوا لما يا عائشة قالت دعوة بدعوة والدرهم لله دعوة بدعوة والدرهم لله عائشة كانت صائمة صائمة ارسل لها الزبير مئة وثمانين الف درهم يا جماعة الخير مئة وثمانين الف درهم يا شيخ ناصر ثروة في يوم واحد فجلست عائشة في ذاك اليوم وهي صائمة تنفق يمين ويسار حتى عند غهوب الشمس فقالت لمولاتها أتنا بطعام قالت ما عندنا طعام نفطر عليه ما أبقيت لنا درهما واحدا نفطر عليه من لذتها وسعادتها بالنفق في سبيل الله نست نفسها الله أكبر لذلك ترى يوجد سعادة ما يعرفه إلا المنفقين لا يعرفه إلا المتصدقين لا يعرفه إلا الذين يبذلون في سبيل الله لأنه بحاجة أن نتلذذ ونستمتع بالعبادات لا تدري أيها المسلم أيها المسلمة من أي باب تدخل الجنة لا تدري لا قاله باب الصدقة فدخلوا منه خاصة في ذي الليالي التي لا من باب جنة إلا هو مفتوح هو باب جنة باب الصدقة إن ستمنى الله وبيذن الله أن كنا مقبليين على الدار لآخر مقبليين على الجنة من أوسع عوابها خصوصا هذا الباب هو باب الصدقة он بين أيدينا هناك بعض التبرعات أقلع عليكم بشكل سريع صالحة محمد موسى تبرع ب1000 ريال الغرس الزهراني 1000 ريال تركي 3300 تركي فواز 3000 ريال تبرع بمبلغ 25000 ريال تبرعات مجموعة 30000 ريال وتبرع بمبلغ 25000 ريال و20000 ريال و10000 ريال و5000 ريال أعجب شيف الصدقة الشغل جاء بديحما الشيخ ناصر كن في مسجد من المساجد هذا قبل رمضان الآن ترى ما اسمعنا صوت زياد الآن هذا حضرت والله ما كان فيه ترتيب ولا إعداد لها كن في مسجد فجاني شخص رجل حقيقة يظهر عليه سمات الصلاح والتقوى أخذ بيدي في مكان خفي لا يسمع عنه أحد إلا الله والله قال شيخ محمد قلت نعم قال عن سبع بنات سبع بنات ما تزوجت إحداهن عندي في البيت وتعرف الأب يريد بناته أن يتزوجن قل شوف تأكد أن رزقهن سوف يأتيهن لكن تصدق عنهن لعل الله يرزقهن ثم تدور الأيام وأتي لنفس المسجد في رمضان بعد صلاة الفجر وجدت الرجل نسيت الرجل نسيت الرجل تماما فلقيني قالوا تذكرني يا شيخ محمد قلت لا والله لكن نسيانك هذا ضعف مني قال أنا أبو البنات السبع تزوجوا أربع بقيها ثلاثة قلت تصدق تصدق أرزاك الله خير ربع الله قدرك هنا تبرع بمبلغ 2000 ريال من عوض عبد الله القرني والتبرع من جمعان قناش عتقد سالم الزهراني بمبلغ 120 ريال والتبرع من فدوى ناصر عبد المحسن الفيعي بمبلغ 1000 ريال ومن عبد الله المطيري بمبلغ 30 ألف ريال الحمد لله ما شاء الله تبارك الله الله وكم كم طلبنا؟ 270 ألف واحد كله 400 ريال قفل الوقت طاح من 70 ألف طاح من 70 ألف ناصر أبو عبدالله اللي يجعل والدي في الجنة قال نريد 100 ريال فأظهروا الآن قناة بداية حبهم للخير المشاهدين جزاهم الله خير اللي يتبرع ب25 ألف واللي يتبرع بألفين واللي أبعاف أبعاف ما طلب ناصر رزا الله خير القادم إن شاء الله أكثر أبناء سعيد علي هنيدي تبرعون بمبلغ 20 ألف ريال الله إن شاء الله هذا ربنا الله اللهم يا الله كل من أنفق هذه الليلة اللهم أخلف عليه اللهم أخلف عليه واجعل هذه النفقة يا الله سبب من أسباب سعادتهم سبب من أسباب طهرهم سبب من أسباب شفاء مريضهم اللهم أذهب عنهم والهم والحزن يا رب العالم ساكن الله خير ورفع الله قدر كنت مرعات أنا بجمعها لأنه يرسلوا لي شباب معي أول بول بجمع 10-20 تبرع ثم بعلن أول بأول زياد الصاعدة حملتنا اليوم ووقفنا ولك كلما ودار على الخير كفاء علي الله يسعدك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سبيل المرسلين نبينا وعلى آله وصحبه يا جمعين يا رب صل على الحبيب محمد ما لا حبركم في السماء وعرعد الحمد لله حمدا طاب وانتشر على تراد في جود بالوجود سرى حمدا عظيما به أرقى لحضرته يعم آلا وصحبا سادة غرارا ثم الصلاة على ختم النبوة من إذا تقدم كان الأولون وراء اللهم صل وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله اللهم صل على الله حقيقة ما شاء الله تبارك الله كل ما تكلم واحد من المشايخ فتح لي أفوقا جديدا لكن أنا تبادر إلى ذهني شيء يقول أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات أنا أقول حقيقة إذا كان هذا الوعد من الكريم سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يمحق الربا ويربي الصدقات كما يربي أحدكم فلوة كما جاء في الحديث إذن التعامل مع عظيم والشهر عظيم والعمل عظيم تجمعت حقيقة هذه كلها في فضل هذا الأمر حقيقة أخونا أخونا يا سعد أول قال كلمة حقيقة كنت أود أني أشارك فيه هو يتكلم لما قال بعضكم الآن يشتري ويقضي كنت تمنى أنه يذكر كمان أيضا فيه ناس قد لا يستطيع أنه يشتري ولا يستطيع أنه يتقضى أو يتبضى من السوق بسبب أنه لا يجد فأنا أقول قال بالدرائم والريال وأعطاك الإله كثير مال فأنت بنعمة وصلاح حال فلا تحوج أخا فقر لسؤل وجد فالعمر محدود الليالي وأعطاك وأعطاك الإله كثير مال وأعطاك الإله كثير مال فأنت بنعمة وصلاح حال فلا تحوج فلا تحوج أخا فقر لسؤل وجد في العمر وجد فالعمر محدود الليالي تصدق بالذي تصطاع وحتى تلاقي الأجر في يوم المآل فأنا أقول التعامل مع الله مع الله عز وجل عظيم والله سبحانه وتعالى لنتذكر أنه يربع الصدقات والله هذه لو استشعرناها بحقيقتها لكفتنا فأنا أقول حقيقة ندعو نفسي أولا وأدعو إخوان الذين ينشاهدوني من الإخوان والأخوات أنهم حقيقة يبذلون لأنفسهم وما تقدموا من خير لأنفسكم تجدوه عند الله لذلك الإنسان ما تقدمه أنت في هذه الحياة الدنيا ستجده عند الله عز وجل حسنات أمثال الجبال أسأل الله عز وجل بمن يوجود كرمه أن يعطي منفقا خلق وأن يجعل بإذن الله عز وجل يا أبو عبدالله وأنت يا شيخ سعد والمشايخ أن تكون هذه الليلة بإذن الله عز وجل ليلة مباركة نتفائل بأن الله عز وجل سيفتع على قلوب المشاهدين ويفتع على قلوب من يتابعنا بأن نكمل هذا الوقف المبارك بإذن الله بإذن الله متفائلين خير لازلنا مع كل من يشاهدنا أهبوا على بركة الله لهذا الوقف حتى نغطيه بإذن الله خلال الدقائق القادمة حنا لازلنا نتكلم مع الأوقاف لأننا نعرف ونعي جمال الأوقاف وحضورها في الدين الإسلامي ما أجمل هذه الأوقاف لأنها هي حسنات مستمرة الحسنات والسيئات ماشي معك في دنياك ما تدري وش اللي يسبك لكن إذا دخلت قبرك هتوقف السيئات ثم تستمر معك الحسنات وإن الحسنات يذهبنا السيئات فهنيئا لمن أعطى وبذل في هذه الأوقاف المباركة هنيئا لمن أعطى لله فإن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه وسيبارك له من واسع فضله وكرمه في بعض التبرعات ثم نروح لك يا سعد ونقرأ بعض من رسائل وتغريدات وتصاميم الجمهور اللي حطوها في هاشتاغ وقف صناع المعروف في مكة ترى البعض يغرد في شور بيت عشرة لا وقف صناع المعروف في مكة هو الهاشتاغ اللي بنقرأ منه الآن الهاشتاغ اللي الآن نقرأ منه وقف صناع المعروف في مكة هو اللي رح نقرأ منه الآن طيب ما شاء الله نهالة التبرعات بسم الله على بركة الله نبدأ حصة سعد إبراهيم أبو معطي تبرع ب2000 ريال عز علي العوفي 5000 ريال سعد سالم ناصر 10100 ريال والتبرعات هنا 100 ريال و 500 ريال و 1000 ريال و 3000 ريال و 1000 ريال و 200 و 500 و 3000 ريال و 10000 ريال و 100000 ريال ما شاء الله تبارك الله و 5000 ريال و 3000 ريال و 1000 و 120000 ريال و 30000 ريال أسأل الله أن يخلف عليهم ما شاء الله تبارك الله يعني هذا انطلق الناس للشيخ محمد سبحان الله مع الوقف إن شاء الله أنه يتغطى بعد دقائي بإذن الله تذكرت الآية والذين ينفقون أولهم سرا و ألانيا فلهم أجرهم عند ربه ولا خوفون عليهم ولا هم يحسن لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في القبر ولا يحسنون على ما خلفوا من أولادهم لماذا؟ لأنهم يتناعمون بصدقة والدهم وصدقة هذه المرأة لماذا؟ وكان أبوهما صالحا أخشى ما أخشاه أخشى ما أخشاه إن الأيتام والفقراء والمساكين يتعلقون في رقاب وفي أعناق بعض الأغنياء فيقولون يا رب سأل هؤلاء لماذا منعوا عنا فضلهم لماذا منعوا عنا فضلهم وهذا فضل الله فضل الله ورزق الله فقدموه بين أيدي الله هذه الليلة أنا متفائل لأن يحسن الظن بمن؟ بإخواني بإخواني لأن هؤلاء عرفوا عنهم البذل والعطاء تصور شيخ ناصر والشيخ سعد والله هذه القصة يا إخواني ما فيها مبلغات كن في مسجد من المساجد ثم قالوا يا شيخ عندنا أرض كبيرة جدا مساحتها أربعة آلاف متر صاحبة عندكم في مكة هذه قرية بعيدة عن مكة شوي قل طيب قالوا ريدها وقف وقف مسجد تحفيظ إلى آخرين لكن طالب فيها مبلغ عظيم جدا قلت أعطوني اسمه أعطوني الاسم عرفت في أي مكان يسكن فطلبت نوعد معه قالوا الشيخ محمد يعرفني الرجل أنا قادم عنده استقبلني فيه بيت كبير ما شاء الله تبقى نص الله أن يبارك له الآن يسمعوني آمين اللهم بارك له واخلف عليه آمين أنا حقيقة كيف أبدأ معه أقول أعطينا أرضك قلت يا أبو فلان قال نعم قلت لك أرض في منطقة كذا قال نعم قلت أنا كنت هناك قريب وأخبروني الأخوانهم بحاجة إليها وقف كذا قال هي في سبيل الله الله أكبر لكن شرط قلت ما هو قال غدا تنقلون ملكيتها قلت ليش قال أنا أظم أن أعيش يا الله أظم أن أعيش غدا وإذا ما نقلتم ملكيتها ما لكم شيء عندي من باب الحث قلت طيب أنا نسك لك مع الأخوان قال غدا والله ما أدري وأبناء أصبون القهوة ألا أبناء ما ينفعوني أو لا يا الله هي في سبيل الله تصور الآن فيها المصلين والحفاء والحافظات والتاليات والذاكرات والذاكرين الله والقارئين أليس هؤلاء ينفعوه يوم لا ينفع مال ولا بنون لا نريد هؤلاء الأيتام والمساكين في تلك المنطقة أن يتعلقون في رقاب الأغنية ويقولون يا رب ساله هؤلاء لماذا بنعونا فضله الواحد من بعض أصحاب الأموال عنده استعداد أن ينفق في أمور الدنيا ألا تنفق في أمر الآخرة أذكر بحديث الصدقة الصدقة تطفي على صاحبها حر القبور حر القبور أي تنفعك عنه وأنت في قبرك تنزل الصدقة عليك بردا وسلامة بردا وسلامة نورا وسرورا وحبورا هذه الصدقة وتصور أنك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت قد قدمت يوم القيام ما يبيض وجهك الله أكبر ما يبيض وجهك يوم تبيضه وجوه وجوه فكونوا من من يبيض وجهه ومين يدي الله سبحانه وتعالى الله أكبر أسأل الله تعالى أن يجعلنا الله ينزيك خير فعقدرك الشيخ وبرك الله فيما طرحت أسأل الله أن يخلف على كل من أعطى ولا زال يعطيه الهاشتاق الآن في الترنت لكننا طرحنا هاشتاق هم وضعوا هاشتاق آخر وصلت إلى الترنت رقم عشرة عشرة نخليها عشرة جل عشرة وبدون عشرة لكن نحن نبغى ندخل إن شاء الله بالترنت بدون الله حتى تكون تقليدات كثيرة ويكون أهل الخير يشتابعونها في المكان نحن تسكر نحن نخال نتبرع مليون أشياء طيب يرسلي رسالة أي واحد يتبرع مليون يرسلي رسالة بعدين نعلنها إن شاء الله طيب شيخ زياد نبغى آيات عن الإنفاق والصدقة لكي نعرف مدى وجودها وفضلها في كتاب الله سبحانه وتعالى طيب طبعا نتلو أما نتكلم عنها طيب تتلو آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خفير بما تعملون بزاك الله خير بارك الله فيك شيخ السياد ومشاهدين تواصلكم لتبرعاتكم الذي يريد تبرع وذكر اسمه يرسله لرقم جوال الجمعية سواء رسالة نصية أو واتساب وسيقرأ على الهواء وذلك بإذن الله ليس سريا ولكن هو بإذن الله كما قال الله إن تبدو الصدقات فنعمه لكي يحفز بعضنا بعض ويشجع بعضنا بعض حتى نكمل ونغطي وقفنا المبارك هذا بإذن الله تبرعات أقل بعضها عمشة عامر عبد المحسن عجمي 2000 ريال سارة عبد الله محمد الجمان أعتقد 2500 ريال وهنا الإصالات أتت كثير يعني هنا 100 ريال وهنا 100 ريال وهذا إصال كذلك ب400 ريال وهنا 100 ريال وهنا 300 ريال هذه إصالات كلها من الجمعية 500 ريال 10 ألاف ريال هذه كلها الآن الشغل الطازج فرش زاهم الله خير الله يبارك فيهم وهنا الغد المشرق في تويتر تبرى ب400 ريال وعدد التبرعات في تويتر 63 ألف ريال ما شاء الله تبارك الله ومشرب الخير يا سعد ومشرب الخير والله يعطيكم العائفة صراحة أنا شخصية ما بين الهاشتاغين ولكن سوف أقرأ من هاشتاغ وقف صناعي المعروف في مكة يا طبعا وليست همزة وبدون رقم فصراحة أن التغريدات كلها يعني كانت بالهاشتاغ حتى يكون في دخول للترند أرخي يدك بصدقة ترخي حبال المصائب من على عاتق وعلم أن حادتك لصدقة أشهد من حادتك على من تتصدق عليه هذه أختنا صي تجزال الله خير أيضا من التغريدات طبعا هم كم يرسلون على حسابي لكن أنا أدخل على الهاشتاغ وما نقصها من مصدقة ساهم بالتبرع فالأجر مضاعف برمضان انشروا ساهم بالقليل حرف أم طبعا رحوش الحملة تقول الله يكتب أجركم على هالحملة والله يا رب تأتي ثمارها أيضا سوس تقول لا شقالي من استغفر ولا فقر لي من تصدق أسأل الله يجعلنا من المتصدقين الصالحين آمين أقرأ أيضا إذا في مجال أخوي ناصر في تغريدة صراحة أنا راحت من الهاشتاغ قام ما شاء الله يطلع عاشقة الجنة تقول أنا تبرعت بخمسمية ما عندي اللهي أنا بعد المشاكل شوية عشان يعرجون عليها تقول أنا تبرعت بخمسمية ريال ما عندي اللهي وبيكم تدعو الأبوي إن الله يشفي رجوله ويرجوكم يا ناصر قل المشايخ يدعو الأبوي بإذن الله سمعوا المشايخ وسمعوها أيضا المشاهدين إن الله يدعون تفضل الشيخ قلوا أمين يا أخواني آمين اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاس العظام الأحمد بعد الموت يا مشافي يا معافي شافي والد عائشة اللهم شافه وعافه أنزل عليه الشفاء العاجل يا رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك أن تجعله من السعداء يا رب العالمين آمين قضية تصدقت بكل ابن المبارك أعد مال للحج أعد مال للحج مال له يحج واستعدوا للخروج وهو خارج فإذا فقير قال أعطيني من مال الله الذي عندك فتصدق بمال الحج وجلس في بيته وجلس في بيته لماذا؟ لأنه يعلم أثر الصدقة فيما هو قادم للأيام امرأة ابنها غاب عنها غاب عنها لا تعلم حيا كان أو ميتا هذا من قصص السلام تقول فطرق بأبي فقير مسكين وما كان عندي إلا فأغرغيف خبز رغيف خبز تقول فأعطيته إياه وبت تلك الليلة طاوية جائعة فإذا طلع الفجر فإذا ابني قد قدم من غيابه عند الباب الصدقة ترد الغائب تدفع البلاء سبب من أسباب السعادة لو تعلمون والله أثر الصدقة علينا وعلى بيوتنا وعلى أجسادنا وعلى قلوبنا وعلى حياتنا وعلى أمتنا وبلادنا لما تأخرنا قيد أمنا أيو الله أيو ربي الصدقة حتى سبب من أسباب صلاح المجتمع صحيح إذا اكتفى الفقير وسدت حاجة اليتيب أصبح صالحا نافعا أصبح المجتمع مجتمع متماسك يسأل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله سواء كان اجتماعيا أمنيا أخلاقيا كل ذلك بأثر ماذا الصدقة صدقت الله يا شيخ ثم لها أثر أيضا عجيب عجيب عند المسلم ما هو أنه يعلم يقينا أن المؤمن بإخوانه أنه لا يعيش لوحده صحيح الذي يعيش لوحده أناني أنت تعيش مع إخوانك الله تعالى الله سبحانه وتعالى ابتلى الفقير بالغني ابتلى الفقير بالغني وابتلى طالب العلم بالعالم وهكذا فالفقير له حق عند الغني فأدي كل ذي حق حقه لا يأتيك يوم القيام ويسألك عن حقه الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة تقرمه في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء لهم حقوق ولا يخلوا الفقير والأرمل والمسكين واليتيم من هؤلاء إلى صناف الثباب جميل زاك الله خير الشيخ طبعا فيه تغريتين أنا شفت فيها لذة حلو صراحة واحد يقول هنا أتوقع شارل لنفسه باستغفر الله يقول ليني لازلت أحبك وليني أريدك معي في الجنة بإذن الله مساهمة مني ستكون بهذا الوقت عني وعنك تبرع عن واحد وحط اليوزر حقه في الإستقرام والله يختبجر هذه المحبة الصادقة أيضا في وحدة أختنا هنا مونة بنتها المغرب تقول يا رب أنت تدري ما في داخلي أريد أن أشارك في الوقت لكن ليس باليد حيلة إلا الدعاء والمشاركة في التاج فاللهم ارزقها يا رب وارزق الأخوات من همها بحسنة لما فعلها كتبت له حسنة أيضا كثيرا ربما يسأل عن ما هي الطريقة كيف الطريقة كيف نتواصل ما نتواصل جزاهم الله خير جمعية البرب القنفذة وحساب قناة بداية وحساب المقدمين في شوربيت ومقدم فوانيس وناصر الغامدي وجميع المشايخ موجودين نزلوا باسترات وإعلانات كاملة عن الجمعية موجودة فيها رقم واتس أب أو رقم التواصل وهي أيضا على الشاشة أيضا قدامكم أي سؤال يخطر في بالكم عن الجمعية تبغى تسأل تبغى تستبصر تبغى تتصدق بأي طريقة تراها بأي يمكن يرسلوك من دوب يجيك لحد بيتك يقدم عندما يمشكلة تواصلوا معهم على اللذاء احنا ورطنا للأخوان في الجمعية لكن من باب الانتحاذ والتواصل الخدم لأن الكثير أنا أجي أنا الواتساب عندي والسناب عندي والاستقرام والتويتر والله العظم من يجمع الأسئلة برحيان ورسلها للأخوان في الجمعية وأقول تكفون ردوا عليهم جاوبوا عليهم لكن الأخوان بلغوني قبل ما تخلح حلقة أنهم فاتحين الأرقام حقتهم من الواتساب والتواصل معهم فأي سؤال يخطر في بالكم تواصلوا معهم شخصاعد بإذن الله نتعاون حون إياكم على هذا سوف يكون إذا وجدتم بس هما ما يستنوا أموال نقدية فقط عن طريق الصرافات هم أكثر شيء يستبسرون عن الطرق السهلة وأيضا عن طريق الصرافات والتطريق الراتش السهلة يسألون يسألون إذا قدرنا نحصل على إجابة صراحة وخلصوا لنا عن الهواء أيضا إذا في طريقة التصدق عن طريق الرسائل النصية ما أدريوا شطريقتها لأن صراحة من يوم جيدكم والناس تسعنى في رسائل الشيء عندكم عن طريق الرسائل النصية في عندكم عن طريق الرسائل النصية طيب موجودون عند الشباب في الشاشة لو تطلعوني يا محمد إذا كنتم تتعلمون عن طريقة الين كثير يقولنا نبغى أن تصدق عن طريق الرسائل النصية طيب في تمرعات وصلت كثيرة أقولها بعدين نرجع لك شلايك طيب بس هذا عشان سفيان الثوري إذا وجد فقيرا فيه في نائب بيته تعرف ماذا يقول ماذا يقول تصور ماذا يقول والله عبارة حقيقة لها أثر يقول مرحبا مرحبا بمن يمحو الله به ذنوبي يا الله بمن يمحو الله به ذنوبي يا الله يا الله مرحبا بمن يمحو الله به ذنوبي يا الله كلنا ذنوبي وكان وكان سفيان إذا أصبح ولا يجد فقير في نائب بيته يغضب يدخل عبد الله علي بن الحسين بن علي يغضب من الفقير إذا طلب يغضب أنه لم يجد فقيرا في بيته يا الله أقول كل فقير يقف على بابك لا تخيب رجائه فيك أنت تقف على باب الله تريد الله يخيب رجائه فيك أنت تقف على باب الله هل تريد الله يخيب رجائه فيك أسير الخطايا عند بابك واقفه على وجل وأنت بما به عارفه يخاف ذنوبا لا يغيب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راجل وخائفه يا سيدي لا تخزني في صحيفتي أنا أقول هنا مسألة مهمة جدا النفقة في سبيل الله تحتاج إلى إرادة وقوة ومبادرة يدخل علي بن الحسين بن علي الذي يسمى زين العابدين يا إخواني في قضية مهمة جدا بعض الناس يعتقد العبادة صلاة وقيام وقراءة قرآن لا العبادة أن يكون هذه العبادة لها أثر في النفقة في سبيل الله يدخل علي بن الحسين الذي سمي بالسجاد تعرف كم سجدة يسجد في اليوم ألف سجدة لا إله ألف سجدة يسجد السجاد علي بن الحسين كان هينتبهوا لهذا القادم اللهم يا رب جعلنا منهم علي بن الحسين كان مئة بيت في المدينة يعيشون لا يدرون من أين يعيشون الله أكبر يأتي بطعامهم عند الباب ما علموا أنه علي بن الحسين إلا بعد موته وجدوا أثر في ظهره ثم يدخل على محمد بن أسامة بن زيد محمد بن أسامة بن زيد يدخل من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم المسجد تعلموا لماذا كانت تقوم المسجد تبادر تبادر الله أكبر كانت تقوم المسجد لكن بعد أن اتقدها النبي صلى الله عليه تعلموا لماذا لأنه كانت تبادر إلى الخير الله أكبر رجل أعمى أعمى يسير بالليل بالمصباح فقالوا أعمى وتسير بالمصباح قال أضيء الطريق لغيري الله أكبر أضيء الطريق لغيري الله أكبر ألا تضيء الطريق لهذا المسكين والفقير الله يرفع قدرك يا شيخ ودزاك خير شعث الهمم بإذن الله الآن وصلتني تبرعات ولازلنا مع التبرعات وبيذن الله أنه شوف الرقام من هنا الرقام شوف كيف كثير يا سعد وانش الله تبارك الله طيب أبدأوا على بركة الله علي عبد الرحمن سلمان المشني 1500 ريال لالي اليمني 7000 ريال علي عبد الرحمن سلمان المشني 1500 ريال ناصر مرزوق عبدون المرزوق 3000 ريال ابتهال عبد الرحمن الفويرس 2000 ريال 20 ريال فقط وربي ما عندي بحسابي 24 ريال حطيت 20 ريال وباقي 24 ريال وربا ديرهم سبق 100000 ديرهم قال كيف يا رسول الله قال رجل عنده ديرهمان فتصدق بأحدهم ورجل عنده مال كثير تصدق بمئة ألف أرض مما أرض من المال الله يخلف على الخير قال يا بلال أمفق بل سئل أي أفضل الصدقة قال جهد المقيد جهد المقيد سلانيك تبجرى تودع ما تسمع حديث شيخم عمد تتصدق بلا باريان والله العظيم الله يزال الله يزال أكرم لك رميز تذهب هنا تقول تم تبرعي بألف ريال طلبتكم بالشفاء العاجل مريضة سلطان لها سنتين شيخ وليد يا الله رب بل أمين عندك ولي شيخ ولي الله أزاك يا رجل أحنا أبنائك شيخ وحاول مستمتعين نسألكم واحد نسألكم اليوم لكن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ونحن على سفر إن كان لنا دعوة مستجابة عند الله ما أنزل الله في هذه الليلة العظيمة الكريمة وقد مضى وانقضى الثلثة الأول من رمضان أسأل الله أن ينزل على مرضانا عافية من السماء اللهم أنزل عليهم عافية من السماء تداوي بها أسماعهم وتداوي بها أبصارهم اللهم احفظهم من كل جنب وادفع عنهم كل بلاء وكرب أسأل الله العظيم لهم والشفاء والعافية هم شافي من تركيا رب شافي من تركيا رب أسأل إذا بقي وقت لا طيب أجيك بس أنا خلي عندي تبرعات كثيرة بأقراب شكل سينا في فاصل كمان ألف ريال من أريام مئة ريال من فاطمة هنبقيمي مونة مكي 6500 500 ريال من محمد الغامدي عن زوجته وأبنائه 500 ريال من محمد الغامدي عن والديه 100 ريال سعد الغامدي فعلت خير اتصلت تبكي تتبرع ببطاقة شحن قطعت جلوب الكول سنتر لهم الشباب اللي يستخدمون التبرعات أم تركي دعوا لأمها وفعلت خير اتصلت تبكي وتبرعت سأل خير بعشها لأف ريال أبو عمر ألف ريال أم تركي ألف ريال تطلب من مشايخ الدعاء لها مصابة بالسلطان اللهم يا رب شافي وعافية يا رب العالمين اللهم شافي اللهم أنزل عليها شفاءك العاجل اللهم أجا في كل متصدق يا رب العالمين اللهم أجا في مرضاهم وعافي مبتلاهم اللهم أنزل على بيوتهم الشفاء والعافية والسعادة اللهم ذيب عنهم الحزن الهم والحزن اللهم ذيب عنهم المرض اللهم عجل بجبائي اللهم اجعل هذه الصدقة بردا وسلاما ودواء يا رب العالمين خمسمائة ريال عن والدتهم طره الخالدي ألف ريال عائلة أم فهد خمسمائة ريال تبرع عن والدتهم طره عوض الخالدي ألف ريال كذلك طلب الدعاء للمرضى وهي مريضة سلطان كذلك هؤلاء المرضى يا شيخ بدأوا مصدر الله عليه وسلم داهم مرضاكم الصدقة وهؤلاء هم يغتنمون الصدقة والفرصة لبين أيديهم في جمعية مرخصة مصرحة من وزارة الشؤون الإسلامية وهم يثقون بأن هذا موافق للشرع وللقانون فيدفعون ما عندهم من المال يريدون من الله الشفاء لمرضاهم وأن الله يعافي مبتلاهم زياد عندك مداخل السريعة ومحفاصة طيب نخلى بعد الفاصل خلنا نروح مشايخنا شاركونا في الكلام عن وقف صناع المعروف بمكة نطلعوا إياكم نسمع كلام مشايخنا الله يحفظهم يسعدهم يفارك فيهم ينفعهم ثم نرجع إن شاء الله مع ضيوفنا وحضورنا اليوم يا ليتي بقاليت يا ما حلب طلّه نتظلل بظلّه يا ليتي بقاليت رمضاننا أحيت فينا العزم وقويت من يوم ما طلّيت بالنور يومك جيت برنامج فاعا ياخذنا في ترحا متفعلم في برنامج فاعا ياخذنا في ترحا متفعلم في الحال يا مرحبا شرم الله يا محل حياكم الله مشاهدينا من جديد انضم معنا أبدأ من يمين الحبيب الغالي محمود فلاح حياك الله محمود شرفتنا يا تاج راسي الله يرضى عليك شرف ليه وإيضا زمين سرور الروقي حياك الله سرور الله يحييك وطويل لعمرك مش هاشارة زينا في برنامج التوقيع ما شاء الله الله يسلمك الله يجعلها مبروك إن شاء الله عمين يا رب الله يطول بازم سوقك البرنامج في برنامج تشارفين بوجود الشارة أنا بني شارك في أي شيء بس الله ينسعدكم يضوجيكم الله يطول طيب الآن نبشركم أنه الوقف وصل الآن 15% الحمد لله يعني تقريبا مليون ونصف وصلت الآن تقريبا ما شاء الله تقريبا مليون ونصف تقريبا وصلت الآن خلال كم ساعة ترى الموضوع بإذن الله أنه يتواصل عطاه معنا الآن من أهل الخير ومتفاعلين أن الموضوع يزيد زيادة يا شيخ ولي تشتقول للمشاهدين الآن اللي متفاعلين معنا ولا زال يتمرعون أنا أشوف مليون ونصف قليلة إيه لأن هذه القناة قناة بداية وهذا المنبر الطيب قناة تحصل على المركز الأول خلال السنة الحالية صحيح وقناة ما شاء الله تبارك الله تتابعها أسر طيبة قيمة مباركة ثم نقدم مليون ونصف أو يعني مليون ريال لهذه الجمعية صناعة المعروف نريد أن نكمل إن شاء الله هذا الوقف ونحن في هذا المكان نسأل الله الواحد الديان سبحانه وتعالى كل من تصدق كل من تواصل معنا كل من أرسل في الهاشتاغ أو رسلنا عن طريق الواتساب أو عن أي طرق وسائل السوشيال ميديا نسأل الله عز وجل أن يجره على ما قدمه وأنفق ترى النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لمن تصدق وأنفق يقول شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب عشرة آلاف درهم ذهب بين يديه أنفقها عثمان بن عفان وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وكان الصحابة رضي الله عنهم أرضهم الأخت اللي أرسلت الأخوي شعد عاشقة الجنة لما تقول والله ما أملك إلا خمسمائة ريال أنفقت مالها كله في سبيل الله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أتى بماله كله بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله يأتي عمر رضي الله عنه بنصف ماله في جيش العسرة يتسابق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتي عثمان وجه جيش العسرة أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمرة تمرة واحدة أنفقها وتصدق بها حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما من أحد منكم إلا سيكلمه الله كفاحا بلا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشقة أمره اتقوا النار ولو بشقة أمره فنقول لمن تصدق ولمن أنفق لا تظن أن هذه الصدقة وهذه النفقة أنها خلاص خرجت من حسابك إلى هذه الجمعية وأن أجرها وثوابها إن شاء الله عند الله مكتوب إن هذه الصدقة يتلقاها الله تبارك وتعالى بيمينه تخيل الخمسمائة ريال أو الألف ريال أو المئة ألف ريال وضعتها في يمين الله وضعتها في يد الله فيربيها الله تبارك وتعالى لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجعلها الله تبارك وتعالى حتى تكون كالجبل يأتي وأمام عينيه وأمام وجهه جبلا من الحسنات أعده الله تبارك وتعالى له يا إخواني إن جاء طاري الصدقة والنفقة انظروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتصدق وكيف كان ينفق عليه الصلاة والسلام بس بعد هذا الفاصل السريع سلم لي على منيف خمسكي يشرفنا الله يحييока وندرجع الشيخ وليد ونكمل معك الله يزرك ه Todos الله رحبا يا مرحبا خراك السلام عليكم سألتك 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 يا رحب لنرجع للشيخ وليد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في يوم حنين غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة أربعة آلاف أوقية ذهب ستة آلاف من النساء الدرية سبي أربع عشرين ألف من الإبل أربعين ألف من الغنم كله أحضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أين حكيمة بن حزام فأعطى حكيمة بن حزام أين أبو سفيان بن حرب فأعطى أبو سفيان رضي الله عنه أين الأقرع بن حابس فأعطى الأقرع بن حابس رضي الله عنه فجاء رجل فجر النبي صلى الله عليه وسلم من طرف ثوبه قال اعطني مما لله لا من مالك ولا من مال أبيك قال انظر إلى هذا الوادي في من الأبل والبقر والغنم تراه؟ قال نعم أراه قال خذه فهو لك فساق ما في الوادي ولم يبقي شيئا منه وذهب إلى قومه وقال اذهبوا وآمنوا بمحمد بن عبد الله فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية وإلى زاوية ابتعد فيها من سؤال الناس حتى علق رداؤه بشجرة فقال أيها الناس خلوا علي ردائي فوالذي نفسي بيده لو أن لي مثل جبال تهامة ذهبا لوزعتها عليكم ولا تجدونني جبانا ولا بخيلا ولا كذابة صلوات ربه وسلامه عليه الإمام الشعبي رحمه الله كان إذا حضر مجلس العلم يخرج من مخباته ومن محفظته ومن جيبه سرة من المال فيتصدق بها فيعطي طلابه هذا مهموم هذا مديون هذا يتيم هذا فقال له أحد صاحه وجلاسه يا إمام ما أبقيت لأهلك مالك كله كلما حضرت في مجلس كلما حضرت في وقف تصدقت ربما يقول بعض الإخوة الآن كل يوم في وقف نتصدق فيه فقال الإمام رحمه الله الواثق بربه قال ادخرت مالي لي عند الله وادخرت الله لأولاده قالوا فرأينا أبناءه بعد موته يصنعونك صنيعه يا إخوة أنفق ينفق عليك والله إلا تجدنا هذه النفقة وهذه الصدقة برء كان ذكر الشيخ محمد زال الله خير برء ينزل من السماء على كل مريض الآن من اتصل والله يعني من السرطان عندي عين عندي حسد عندي مرض يعني معين والله هذه الصدقة تنزل برء من السماء وأذكر مرة أنا والشيخ ناصر في لقاء تكلمنا عن رجل هذا الرجل تصدق بثمانية آلاف وخمسمائة ريال يقول والله العظيم يا أبو طلال إني ما أملك غير ثمانية آلاف وخمسمائة ريال هذا الرجل من جماعة الرجال هذا من جماعة سعد وسعد يعرفه عز المعرفة والله تصدق يقول الشيخ تصدقت بثمانية آلاف وخمسمائة ريال هي كل مال يا شيخ وليس عندي في البيت شيء يقول والله عندي ثمانية آلاف وخمسمائة ريال أربع آلاف حاطها في الدولاب هوك وأربع آلاف وخمسمائة حاطها تحت يقول عندي المرأة دائم تاخد يقول لا عندي صرف لا عندي بطاقة صرف ما عندي شيء ما عنده راتب الرجل يشتغل في المعارض الشريطي ما عنده شيء وهذا كسبه وهذا ماله الذي كسبه يقول فقلت لو جاءت المرأة وأخذت شيء من المال من فوق يبقى لي اللي تحت ولو أخذت شيء من اللي تحت يبقى لي شيء من اللي فوق يقول سبحان الله فجاءني هذا في صلاة الظهر الرجل عرض لي حاجته قلت وش الحاجة التي قال زوجتي مريضة وتكلفة العملية لزوجتي ثمانية آلاف وخمسمائة ريال يقول والله الناهي اللي عندي يقول ما عندي غيرها وبدأت في صراع مع الشيطان يقول رحت البيت وأخذت الأربعلاف موجودة فوق والأربعلاف وخمسمائة موجودة تحت ما تحرك منها شيء ثم خرجت بها إلى ذلك المحتاج فأعطيته تلك الصدقة والنفقة يقول وهو طالع قال لي أسأل الله أن يصب عليك الرزق صبا صبا يقول له تولى عني يقول ترىني ما أخذت منك المال إلا أنا والله في حاجة هذا المال يقول فذهب عني يقول فرزقني الله عز وجل بأضعاف أضعاف أضعاف مئة أضعاف ما تصدقت به رجل من رجالات الأعمال موجود عندنا في جدة معروف يعرفه أهل جدة تمام المعرفة هم من جماعة الرجال هذا ولو أخبرتكم باسم قسما بالله تعرفونه فهذا يا إخوة مما يفعله الإنسان ويقدمه وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم الله يتزاك خير في عقد الفقر خوفنا الشيطان هذا وعد من؟ الشيطان والله يعيدكم مغفرة يعيد مغفرة طيب في بعض التمرعات يقول كبيرة امرأة كبيرة بالسنة تحول ثلاثمائة عفوا ثلاثة ثلاثة ريال تقول بعطيها إمام المسجد صلاة الفجر ما عارف أحول زهر الله خير الله يخلف علي خير وبارك الله يا رب هنا تبرع من نجلة راجح أحمد محمد عقيري خمسمائة ريال تقول تكفى أبغى الشيخ يدعي أن الله يجبر على قلبي ويخلف عليه بخير ويعوضني بنتي توفت قبل الشهر وهي وحيدتي وما عندي غيرها وأنا حزينة أبغى الشيخ يدعي لها بالمغفرة دعاك شيخ محمد اللهم إنا نسألك باسمك الذي إذا سئلت به تجيب في هذه الساعة اللهم يارض أخلف عليها كل غائبة منك بخير اللهم ارزقها الذرية الصالحة التي تقر بها عيمها اللهم اجعل مولودها هذا شافعا لها يوم القيامة اللهم احفظ كل من تصدق احفظه بحفظك واكلاه برعايتك واستعمله في طاعتك اللهم كل من تصدق هذه الليلة اللهم اجعل الصدق سببا من أسباب دخولهم الجنة اجعل الصدق تنزل على بيوتهم رضا وبرا وسعادة اللهم اجعلها بردا وسلاما اللهم إنا نسألك كل من يتصدق هذه الليلة أن تجعل هذه الصدق سببا من أسباب ذهاب همومهم وأحزانهم وغمومهم اللهم اجمعهم بهذه الصدقة اللهم اجمعهم ولا تفرقهم اللهم احفظهم بهذه الصدقة من عين العينين وحسن الحاسدين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار وكيد الفجار اللهم يا الله من كان مريضا من كان مبتلا من كان حزينا اللهم ادفع عنه بهذه الصدقة المرض والبلاء والهم يا رب العالمين اللهم اجعل الصدقة يا رب العالمين سبب من أسباب سعادتهم إنك على ذلك قدر آمين زاك الله خير يا شيخ تبرع منيرة بنت عبد الله بألف ريال وكلهم جزاهم الله خير يطلبون من المشايخ الدعاء لهم ولأبنائهم بأن الله يشفي ولدها ويوفقها ويستر أمورها يفتحها ببواب رزقها ومنجوه تبرع بخمسمائة ريال وهنا تبرع كذلك بألف ريال وهنا تبرع خمسمائة ريال وهنا ألف ريال عن نية شخص مدهوس في مكة وهو في غيبوبة لا حول لا أسأل الله أن يشفيه وعافيه ومئتين ريال من فعل خير ومئتين ريال من أم عبد العزيز عن نية أمها المريضة شريبة شهراني ألف خمسمائة ريال عن نفسها ووالديها وصلنا تبرع هذا يعني التبرع هو عزيز على قلبي تبرع من الوالدة ويعني طلبت ما أذكره المبلغ ولكن تبرعت به بنية أن الله يشفيه ويشفي والدها جدي فتطلب من الشيخ أنها يدعي لهم يا شيخ اللهم يشفيهم سعد واجعلهم السعداء اللهم اجعل الصدقة سبب من أسباب الحسن خاتمتها اللهم اختم لها بخير واجعلها لكل أبواب الخير اللهم اجعلها بهذه الصدقة من السعداء اللهم شافيها وعافيها وشافي مرضاها وافتع عنها البلاء يا رب العالمين اللهم إننا نسألك بهذه الساعة كل من قام بهذا الأمر كل من تصدق كل من أنفق في سبيلك اللهم اجعله بردا وسلاما عليه في الدنيا ونورا في قبره وسنورا عند لقاء ربه اللهم اجعل الصدق سبب من أسباب سعادتنا اللهم إننا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع أحد في هذه الليلة ممن تصدق لا تدعه في هذه الليلة إلا وقد أذهبت همه وغمه اللهم أنك تعلم ما في قلوبه اللهم أنك تعلم ما في قلوبه اللهم أنك تعلم ما في قلوبه اللهم اصرف عنهم كل بلاء وكل شر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك الذي إذا سئلت به تجيب أن تجعل هذه الصدق سبب من أسباب صلاح الأبناء صلاح الأبناء اللهم اجعلها سبب من أسباب صلاح الأبناء واجعلها سبب من أسباب دفع البلاء إنك على ذلك قد اللهم منزاك الله خير الشيخ فأنا بروح للشيخ محمد الإيصالات تصلنا صراحة والناس تصدقوا وأنفقوا ولو في عندك عائد يا شيخ منهم من تصدق بمبلغ 200 ألف ريال ومنهم من تصدق بـ 500 ريال أرسلوا الإيصالات موجودة لكن أنا أقول أن هؤلاء المتصدقين وهم يتابعوننا الآن وأحسنوا تظن بنا بناصر وسعاد والشيخ والإخوة جميعا كل من حضر وكل من شارك تجد كل واحد منهم خلف الشاشة يتابعنا ويرانا له حاجة وكل واحد منهم عنده مسألة أسأل الله الذي لا إله إلاه أن يعطي كل محتاج منهم حاجة وأن يعطي كل سائل منهم مسألة إن ربي على كل شيء أمين الله يتزاك خير الشيخ وليد هنا صالح محمد مصفر الغامدي 15 ألف ريال هنا نواب الشراني تبرع بـ 100 ريال أبو عمر تبرع عني وعن والدي مبلغ ألف ريال أم حاتم بـ 5000 ريال وتقول أرجو منكم الدعاء لي ولأولادي وبناتي بصلاح ورزقوا أن يفرحني في أولادي عاجل غير آجل والهداية وأن ربي يشفي أبوي هنا أم ساعة 300 ريال دعواتكم لها بالشفاء السناء تنشاء الله ودعوتوا ما قصرتوا من شيخنا والله يرفع قدركم تسمحني بجيك بس أبغى أروح للشيخ محمد مصالح الزبيدي وهو نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية البرب القنفذة ودنا الآن في صورة بتطلع معانا الآن ودي الشيخ يكلمنا عن أسر هو زارهم مساكن متهالكة حتى نبين للناس بأن الجمعية فيها أعمال تقوم عليها جبارة تبني مساكن لناس محتاجين ناس يعني متهالكة للمساكن هذه فأنت زرت يا شيخ مساكن علمنا وروا لنا ما رأت عينك وحنا الآن نشوف على الشاشة عطونا يا شباب على الشاشة الأماكن اللي زارها الشيخ الحقيقة أولا بداية نقول نحن الآن ونحن الأخوة المشايخ الحاضرين نحن الضيوف على قناة بداية أليس كذلك؟ بل الله يحييكم الله يبارك لكن نقول أن ثلاثة ألاف الأسر التي تستفيد من هذه الجمعية فيهم الأرملة والمسكين والمحتاج والهتين هم الليلة الضيوف على الأخوة المشاهدين ومشاهدات فأرجو إن شاء الله تعالى من خلال هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى والله لو كلنا نزور هؤلاء الناس يقرمون غاية الإقرام صحيح ونقول نجي الليلة هذه المباركة الضيوف هؤلاء على الأخوة المشاهدين وني عودونا إن شاء الله أنهم بإذن الله تعالى وسيكرمونهم بإذن الله ولن تعود القنف بذلك يا شيخ خلى مبشرين بكتمان وقفكم بإذن الحقيقي الحقيقة زرت كثير من الأسر الآن تشوف على الشاشة بإمكانك تعلق بإذن الله من اربط عشر فرد يسكنون في هذا البيت المتهالك المتصدع الذي اللي في داخل البيت يرون الذي خارج البيت وهو حقيقة اي للسقوط فاي لحظة يقول رب هذه الاسرة والدهم يقول والله اذا خرجت ورحت يعني مشوار وكذا اني اخاف اني ما ارجع لك تسقط البيت على اولادين هذه الاسرة ما هي الا يعني مثال ولا ترى هناك اسر على غيرار هذه الاسرة تعيش في بيوت متهالكة اسر ايتام يعني اه السقف اذا جاء المطار ولكن قليل يسقط عليهم على يعني على ارضية البيت وهم اسر ايتام وهذه اسرة يعني اربط عشر تخيل من اطفال وبنات وبنين اسكنوا في هذا البيت يقف الرجل عاجز عن بناء هذا البيت او بناء بيت له جديد واحنا حقيقة يعني في الجمعية كل عام نسوي تحديث بيانات للمستفيدين نعم فمن حدثني احد الباحثين تخيل وقف على اسرة وجد ان هذه الاسرة يعني قال ايش احتياجاتكم فقالوا والله وهم متعففين لمعلوميتكم والله اغلب هذه الاسرة يا اخوان انهم متعففة قال والله نحتاج ثلاجة قال لهم ثلاجة كيف تشربوا بوين حار وكذا قال والله ما يهمني هذا لكن يهمني علاج السكر والضغط والله نحطها في البقالة عند صاحب الله على اساس لا يخرب علينا الهلاج وهذه حالة وقف عليها باحث ميداني من الجمعية وغيرها كثير من الحالات يعني قبل الليلة ثانية وانا اصلي هناك بعد في الصلاة جان احد المستفيدي من الجمعية من كبار السن يعني ودخله ما يتجاوز الف وخمسمائة ريال ومع هذا يعود اسرة لكن جاء يشكي حالة عند استثنائية الحالة هذه ان عند اخت كبيرة وهي حقيقة يعني مريضة وطالبها المرض واصبحت الان وتكسرت ايضا مكسورة الان مقعدة مكسورة ما تقدر تتحرك نسبة العيز في التقرير الطبي لجانبه الراني ليت الاول ها سبعين في المئة يعني يقول تتمنى ان تشرب الماء او تذهب الى دورة المياه اكرم كل ما تستطيع فيقول ما عندي شيء ذهبت الى مكتب العمال ابغالها خادمة تقوم عليها فيقول قالوا المكتب المكتب عشر الاف والله ما في جيبي مية ريال فيقول يتخيل لو عشر الاف تحل مشكة هذه الاسرة المرأة المقعدة لمالها احد الا اخوها الكبير الذي لا يستطيع هو ايضا اني صلي واقف صلي جالس مريض يعاني من الضغط والسكر ولا عنده شيء ما ملك شيء ابدا هو اسرة الكثيرة وغير اخوان من الحالات الايتام الذي يعانون وحالات الاسر الكثيرة التي يتعاني كثر ولا يعني هذه امثلة فقط وإلا ما هو موجود اكثر والله مستعم الله يجزاك خير الشيخ وباذن الله امثال هؤلاء سيتصدى لهم الرجال والنساء اهل الخير اهل العطاء الانفاق اللي سيضعون اموالهم في هذا الوقف اللي راح يكون ريعة ان شاء الله لي امثال اه هؤلاء طيب محمود فلاح اه على ما ذكر الشيخ والله يحييه وباذن الله الله سبحانه وتعالى يفرحنا ببعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم اللي راح نلقنفذة انا واخواني واذكر دخلنا بيت اسرة احيانا الناس تنظر للتفاصيل التفاصيل تعظمها كالكماليات كالساعات او تشوف بعض الامور تعيش تفاصيلها دخلنا حنا المنزل كنت اخذ وعطي مع رب العائلة فذكر لي انه هالجمعية جمعية البرب القنفذة وفرت له قارب للصيد اه يعول فيه اسرته فبقيت في البيت ممكن ثلاث دقائق فورا يعني لا شعوريا شعرت بالحر وكبت نفسي بحيث اني ما اشعره اني انا مللت من تواجدي في البيت فقمت اطالح انا في السقف فقلت له فقال لي انه في الشتا معناه وفي الصيف معناه جميل ويعنده زوجه مقعدة ويعنده ابناءه اللهم صلوح محمد فالموضوع يعني اسرور ايضا مر في موقف يعني احزن حتى ما استطاع انه يصور في جواله في السناب لكن حنا لما نصور هالشيء ذا او نغطيه او نوثقه من اجل ان الناس ترى بعينها وتقدم على الصدقة وهي مطمئنة وتقدم على التبرع لوقف صناعة المعروف وهي مطمئنة واجمل ما يميز وقف صناعة المعروف اللي هو اوجه عديدة سواء ثلاثة الاف اسرة ستمية يتيم يعول شباب يساعد ارامل يؤهل مساكن ان تكون مؤهلة للترميم جينا منازل في خطط لتأهيلها ان تكون منازل صالحة للسكن يعني في منازل يعني الله المستعان يعني غير مؤهلة تماما للسكن من غير المشاريع اللي شرحوها لنا مشاريع المياه وإيصال الماء للمنازل وانت الموية عندك متوفرة بكل سهالات الموية الحلوة الموية الغسيل وكذا الحمد لله وفي غيرك يعاني الف معاناة حتى يجد ما يشرب منه موهلنه يغسل فيه ولا يغسل ملابسه فيه فالمساهمة هالمساهمة 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 هذي من أفضل وأجمل وأقوال أشياء اللي أقدر أقول لكم تساعد على أمن الوطن صحيح لأنه الخير مدام في الناس الله سبحانه وتعالى ينزل علينا الأمن والأمان الله سبحانه وتعالى مدام الناس تعيش الترابط وتعيش الإخاء وتعيش فهذا الترابط يساعد أن الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته ويديم علينا الأمن والأمان لأن الله سبحانه وتعالى إذا كل إنسان فكر في ذاته فقط إذا كل إنسان فكر في ذاته فقط ما فكر بغيره فقد أشياء كثيرة وللحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بات وجاره الحديث معناه إيش معناه إنه ليس مننا من بات وجاره من بات شبعان إي ليس من وجاره جائع يعني شوف إنه الصلة حتى في الجار إنه حتى في مسألة الشبع فما بالكم في مسألة الأساسيات البيت والمنزل وهذه الأمور فكل المحفزات موجودة وحن في شهر الخير والرسول صلى الله عليه وسلم كان أكرم ما يكون في شهر رمضان فالإقدام على المسألة ومشايخنا ما هم قصرين بالأحاديث والآيات المحفزة رفع قدرك كلامك جميل يا محمود ومحفز لنا كلنا بأنه نبادل لهذا الوقف المبارك اللي نسأل الله أن يكمل على خير أعطيكم بعض التبرعات بشكل سريع لأنها بشائر والله أنها تسعدني لأنه في الأخير حناني بي الوقف يكتمل على خير في هالليلة المباركة بإذن الحي القيوم حسين حمود الحليفي أعتقد اسمها 2500 ريال سلطان سلمان الخنيني 1000 ريال راشد الناصر 1000 ريال سامي غازي الجودة 3500 ومساعة تبرعت مبلغ 2000 ريال وعن أمها 500 ريال نرجو أن يدعى لهم وصلاح ابنائها نوري دخيل الله العتيبي 5000 ريال سعيدة أعتقد عوضاه الأحمر ثلاثة وثلاثمية ريال عبد الرحمن محمد سعود 1000 ريال حمد حسن الفاهم 1500 إيمان الشمري 100 ريال مونة محمد 1000 ريال أم فواز 500 ريال فاعل خير ما شاء الله 120 ألف ريال ما شاء الله تبارك الله أرى جبت المبلغ بغت أخطر فاعل خير كذلك 12 ألف ريال جزاهم الله خير سمي زياد سمحت لي آخر كلمة نبدأ من حيث أنتهى أخونا آخر كلمة قال شهر الخير الله عز وجل سبحانه وتعالى حينما كتب علينا الصيام ماذا قال سبحانه وتعالى أواكم تركزوا معي في هذه النقطة وركزوا في الربط الذي سوف يدخلنا في الإنفاء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الهدف واضح اسمع ماذا قال الله عز وجل عن أعظم صفات أو أعظم الصفات التي تقرب إلى هذه التقو أو أعظم صفات المتقين اسمع ماذا قال الله عز وجل في سورة العمراء وسارعوا إلى مغفرة مغفرة من ربكم وجنات وجنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار أعدت للمتقين من هم يا رب؟ اسمعوا وصفة الَّذِينَ يُنْفِقُونَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ما لا يحب الله والله يحب المحسنين إن التصدق إسعاد لمن حرم أهل السخاء إذا محتجتهم بان داوي عليلك بالمسكين تطعمه البدل ينجيك من سقم ونيران إن التصدق إسعاد لمن حرم أهل السخاء إذا محتجتهم بان داوي عليلك بالمسكين تطعمه البدل ينجيك من سقم ونيران يا مُنفِقًا يا مُنفِقًا خَلَافًا أعطيتَ مَنْزِلَاتًا يا مُمْسِكًا تَلَافًا تَلْقَى وَخُسْرَانِ لَا تَخْذِلَنَّ لِآتٍ رَادَ مَسْأَلَتًا جَلَّ الَّذِي سَاقَهُ كَفَاكَ إِحْسَانِ أنا أقول حقيقة المنفق هو يتعامل مع الله عز وجل ويكفي أن الذي يتعامل مع الله عز وجل لن يخيب من ذا الذي اسمع ماذا يقول الله عز وجل يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا التعامل مباشر مع الكريم يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ أنا أقول حقيقة هي رسالة لنا نحن أولا وللأخوة المشاهدين أن التعامل مع الله عز وجل في قضية الإنفاق عظيم أنت تتعامل مع أكرم الكرماء سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل من وجوده وكرمه أن لا تنتهي هذه الليلة إلا بإتمام الوقف بإذن الله عز وجل ونحن متفائلون بجمهور بداية بإذن الله عز وجل بإذن الله عز وجل بإذن الله عز وجل وأيضا الشيخ ودينا رسالة لرجال أعمال سيدات الأعمال لأن أمثالهم لو دخلوا بملايين الله سبحانه وتعالى سيسر الوقف وسيكتمل بشكل عاجل لأنه الأخوة والأخوات زام الله خير بألف ريال بعشرات ريال بإذن الله ريال مع ريال يصل إلى مليون لكن بيختصر الطريق رجل أعمال ليملك مئة مليون أو مئتين مليون لو اشترك بمئتين ألف بمليون سيخلف عليها رب العالمين سبحانه وتعالى وصيث ميصر على سلم لهم أيضا يا شيخ يا معشر التجار إن أموالكم كما قال ميصر على سلم يشوبها ما يشوبها فطهروها وكما قال على السلسان بالصدقة خذوا أموالهم صدقة فطهروا وتزكيهم بها نعم لكن أنا أقول لشيخ ناصر والأخوة المشاهدين والمشاهدات هذه الليلة ليلة الوفاء والإحسان أما الوفاء فمن يحب أن يكون وفيا مع والديه مع أمه مع والديه مع زوجته مع إخوانه مع أبا أولاده فهذه فرصة للوفاء وإظهار المحبة لهم وهي ليلة الإحسان للذين أحسنوا الحزنة وزيادة عندما يجتمع أهل الجنة في الجنة ويأتون إلى وادي الأفيح ويجلسون في الجنة على منابر من نور ومنابر من لؤلو ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة فالله سبحانه وتعالى يقول ينادي منادي أهل الجنة إلا لكم موعد عند الله يريد أن ينجزكموه يقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يدخن الجنة ألم يذق الموازيننا ألم يدخن الجنة ألم يزحسحنا عن النار فبينما هم كذلك إذا اطلع سبحانه وتعالى وأشرق عليهم من فوق رؤوسهم جل جلاله وتقدست أسماؤه فيقول سلام عليكم يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية إلا بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتها ذو الجلال والإكرام ثم ينادي تبارك وتعالى يتجلى ويقول أين عبادي الذين أطاعوني ولم يروني الله أكبر هذه الليلة التي تطاعة بالنفق في سبيل الله أين عبادي الذين أطاعوني ولم يروني سلوني المزيد سلوني المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أننا قد رضينا فارضعنا يقول جاءت الرب تبارك وتعالى لو لم أرضى عنكم ما أسكنتكم جنتي سلوني المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة ربنا أرنا وجهك ننظر إلي الله أكبر فيتجلى الرب تبارك وتعالى ويكشف الحجب عن وجهه فيغشاهم نور لو لم أن الله قضى لا يحترقوا لا يحترقوا هذه الليلة هي ليلة الطمع فيما عند الله ولذة النظر إلى وجه الله من خلال أين عبادي الذين أطاعوني ولم يروني الله أكبر يا أيها الإبن البار هذا باب من أبواب البر يا أيها الزوج المحب لزوجتك هذا باب من أبواب المحبة يا أيها الولد الإبن والشاب والشابة الذي يريد أن يقدم لوالديه إحسانا هذا باب من أبواب البر الأموات نعم والميت ألا تعلم أنك بالنفقة بالصدقة هذه الليلة قد تكون سبب من أسباب تفريج الكربات لبعض الأموات سبب من أسباب رفع الدرجات كل ذلك بسبب صدقة وبسبب النفقة التي ينفقها هذا الإبن هذه الليلة والله هي ليلة البر والوفاء والإحسان والنفقة خاصة أنها من الليالي رمضان الله أكبر أنها من الليالي رمضان وليس كغيرها من الليالي وهكذا فكان نبي صلى الله عليه وسلم فتعرضوا لنفحة رحمة الله إذا أقبلت الريحة المباركة فلصبكم منها فتلك الريحة المباركة هي التي تكون سبب من أسباب العافية في الأبدان جلاء للأحسان قرب للرحمن سبب من أسباب دخول الجنة الله أزايك خير الشيخ يبارك فيك كنا تبرع بمبلغ 1050 ريال بنية سرور الروقي والله يقبلها تستاهل سرور كلمتك لمن تبرع وكلمتك أيضا في حملتنا هذه عوشي مساكم الله بالخير نحن نجينا متأخرين هذا الشيء الأول الشيء الثاني أنا لفت انتباهي كلمة لشيخنا العزيز أنه أحنا ضيوف بداية والمحتاجين والأسرة المحتاجة هذه ضيوف المشاهدين وأهل الخير الكلام كثير وقالوا الشباب وكفوا ووفوا أنا أضيف حاجة بسيطة وهي أن كل شخص عنده حاجة فعادة يكون بعض الحوائج تكون مثلا في البيت عطل مكيفة تدفع مبلغ يجي صلح عامل يخلص أمورك وتنبسط وبعض الأشياء تكون أنت عاجز عنها فكل شخص عنده حاجة والبعض عنده أشياء كثيرة ما يقدر أنه يحققها لكن بنية صادقة ممكن أنه يقضي جميع حوائجه في صدقة بسيطة في مثل هذا الوقف أنه قادر أن يعطي النية فيها لقضاء حاجته من رب العالمين وهو سبحانه وتعالى هو من يقضى الحوائج الله سبحانه وتعالى فكل شخص مصاب ببلوة أو بمرض أو بحاجة أو بأي شيء يريد البركة يريد أي شيئا كثيرة هي فقط نية ومبلغ إن كان يملك فكل شيء ما راح يضيع كله عنده عند الله سبحانه وتعالى والخلف من عنده سبحانه سبحانه فبكل بساطة وكلمة بسيطة جدا ادفع بنية حاجتك وسيقض الله حوائجك بإذن الله بإذن الله وأشكر اللي تبرعوا والآن الله يجعلنا عند حسن ظنهم ويجعل ما يقدموني إن شاء الله مضاعف لهم أضاعفا في الدنيا وفي الآخر آمين يا رب العالمين يدفع يدفع الله عنك صحيح يدفع يدفع الله عنك نعم مني برخمشي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله يزيد على كلام المشايخ ما قصروا أخواني كلهم ما قصروا لكن كلنا مؤمنين في حديث الرسول على صلاة والسلام عندما قال ما نقص ماله من صدقة الكل مننا يخاف أنه يعطي لأجل حاجة تتمضي إلى الراتب الجاية لكن في الصدقة أعرف أن الله بيشوق لك رزق ما تتوقع من وين وأقول لكل من أنفق مقولة صاحبنا عبد المجيد الله يرزق رزق ما تحريته يا سلام يا سلام الله يتزاك خير طيب في بعض التبراءة أقلاء عليكم بشكل سريع وصية من عجوز الدعاء لها بالشفاء من السرطان 500 ريال أم فواز 300 ريال من أبوين 700 ريال ونرغب الدعاء لجنودنا على الحد فابننا من المرابطين ومصاب والحمد لله على كل حال أبو فاطمة ألف ريال عبدالدوسري عن جده وأمه 10 ريال تبرع من أم فيصل عن جنود المرابطين 5000 ريال وتطلب الدعاء لهم أبو حسن 500 ريال يحتاج دعوة عنده ورم في الصمام أعتقد 1700 ريال عاصم العقاية لإيمان الشمري 100 ريال تبرع مرة كلامكم يحفز على التوجهة الله خير 1500 من أم محمد وابنتها 100 ريال نواف الشهراني عن أمه صفية عبدالعزيز السعدون 1000 ريال الأنوار خاد العنزي 1500 عذا محمد السليمي أعتقد اسمها كذا 1000 ريال هديل ترحيب المطيري 1197 ريال رفيعة سعيد الغامدي 5000 ريال 2000 ريال من أم محمد دعوة بالصلاح لأولادها ولم شملها مع زوجها 100 ريال من عبدالله القائدي 100 ريال لأحمد الغامدي أحمد حسن العاقل 2100 سليمان العلياني 50 ألف ريال جزاه الله خير والله يبارك فيه ويسد على طريق الحق وطاوين فعبة 2900 ريال من أم عبدالله الشهري 1000 ريال من مونى العمري 10 ريال من فاع الخير دعواتك يا شيخ للمرابطين الحد الجنوبي وليما نشارك معنا اللهم يا رب يا مفرج الكربات يا مفرج الكربات اللهم يا ميسر كل عسير اللهم فرج كربة كل مسلم تصدق هذه الليلة اللهم فرج كربهم اللهم اشفي مريضهم اللهم عافي مبتلاهم اللهم اذهب حزنهم وهمهم وغمهم اللهم إن لنا جندا اللهم قوي عزائمهم اللهم احفظهم لحفظك واكلأهم برعايتك واستعملهم في طاعتك اللهم لا ترين في جندنا مكروها اللهم لا ترين في جندنا مكروها اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم من مات من جندنا من مات من جندنا فاكتبوا عندك شهيدا واجعله في قبره سعيدا واخنف على أهلي عيشا رغيدا اللهم يا الله نسألك باسمك الذي إذا سئلت به تجيب ألا تدع هذه الليلة كل من تصدق كل من أنفق هذه الليلة اللهم اجعل هذه النفقة بابا من أبواب سعادته شفاء مريضه صلاح ولده يا رب العالمين اللهم اجمع بين كل زوج وزوجه اللهم اجمع بين كل زوج وزوجه اللهم اجمع بينهم وأدخل السعادة بينهما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من أنفق هذه الليلة اللهم اخلف عليه بخير اللهم صب عليهم الخير والرزق صباء فإن خزائنك لا تنفذ اللهم يا الله نسألك هذه الليلة لكل من أنفع وكل من ساهر وكل من أعان وكل من بذل اللهم اجعل هذه الصدقة تظله تحت ظله تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اجعلها بابا من أبواب دخول الجنة إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير رسول الله وسلم خير الشيخ هنا تبرع خمسالاف ريال من علي المعيدي وخمسالاف ريال أخرى من فاع الخير سعد الهاشتاغ وشيقول شخ داره الهاشتاغ ما شاء الله تبارك الله يعني ما في خوف على متابعين يدايج زم الله خير وبإذن الله أهل الخير يشوفون توصيات الوقف بإذن الله وبإذن الله أنا أفرح نوياكم لكن جمعت لي كم تغريدة بإذن الله جمعت أنا حب دائما التغريدات تتكون بشكل بسيط طبعا هيك أنا اسمها قالت إن شاء الله هيك تهمل وتسجدون سجدة لله شكرا فاطمة تقول فضل الصدق عظيم تصدق ولو بريال واحد فاليوم أنت تعطي وغدا أنت ستأخذ وما أعطيته في الدنيا ستجده أمامك شجن تقول ليت الوقف يكتمل ونفرح بإذن الله يخطي شجن التفال الخير عاشقة الجنة تقول أمي سمعتكم وأنتم تقرون رسالتي قالت أتبرع بمئتين ريال والله يرزقها يدعو الوالدي بالشفاء ومن العين والحسد وخلي مشايخ يدعو لها أيضا إين العبدالله تقول ترى أنا عندي مشكلة في الأسماء فأنا ما نتعود بودل على أسماء فاطمة وحصة ولطيفة هذا الأسماء الجديد وصيتها ورازنا وراث عادي الأسماء الصعب هذه ما نفت يمها إين عبدالله تقول ودي أتبرع بس ما عندي شيء لأني طالبة وما عندي بطاقة تصرى أتمنى من الجمعية تستقبل أموال نقدية ولا تحرمنا الأجر بإذن الله أخوانهم الجمعية يسمعون ويتفاهمون أنت وياهم بإذن الله ما تقول تبرعت أنا وزوجي بخمسمية دعواتكم لنا بالذرية الصالح يا شخ يا رب رزقهم بالذرية الصالح اللهم رزقهم بالذرية الصالح النافعة اللهم رزقهم الذرية المباركة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بهذه النفقة أن تجمع بينها وبين زوجها وتجعله ابن السعداء تحفظه من عين الآينين وحسد الحاسد أحمد الشمر يقول كم مع الله ولا تحسد أحدا ولا تحقد وعش ببساطة مهما على شانك توقع خيرا مهما كثروا البلاء فقد تكوى البقاء لله زوجي متوفي طبعا هذه النك حقها تقول فقد تكوى البقاء لله تقول زوجي متوفي أتمنى تصدق عنها بس للحيمة مع شي حتى عيالي أمي اللي تصرب عليهم أن تضر الضمان بعد شهر بإذن الله شوف سبقت ومن همه بحسن ولم يفعلها كتبت له بإذن الله فجر التركي تقول تبرعت بمبلغ خاص لوجه الله لأجداد المتوفية بنتعمل متوفية قريبة أجو منكم فقط الدعاء لها غيمة جنوبية تقول يا صانع المعجزات ويا رب المستحيلات أرينا الفرح باكتمال هذا الوقف ماريا أو طبعا مآ آي آر اي تقول يا رب يا رب الله يكتب أجرهم يسعدهم يرزقهم يرزق تحرته وربي مدني وش أقول وصلت إيصال بالبنك اللي دفعته بمئة ريال نؤيس تقول عندما تتصدق فأنت لا تنفق نقودك بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر رضاك ربي طولت عليك تقول رضاك ربي والجنة اغتنموا خير الزمان وشرف المكان وأبغى تعليق بعد قليل منك ناصر أنتم المشايخ والإخوان المكان له أيضا أجر عظيم اللي هو مكة تقول اغتنموا خير الزمان وشرف المكان وساهموا وتبرعوا في وقف صناع المعروف بمكة تذكير 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 الدالوا على الخير كفاعري الملاك الجميل أكد ابن القيم أن الصدقة أثر عجيب في قبول الدعاء بل وفعل المعروف أين كان وصناع المعروف تقيل ما صار عن السوء ومن شارك أيضا أمس وقبل أمس في الوقف بإمكانه أن يشارك اليوم ويشارك معنا بكرة وبعد بكرة ليش؟ لأننا في كل يوم كما رأينا في ملكان كل يوم قال في ملكان يقول الأول اللهم أعطي منفقا خلفا فأنت كل يوم تحتاج دعوة هذا الملك فأنت أعطيت أمس أعطي اليوم أعطي بكرة والله حنا المحتاجين إلى الله محتاجين إلى الصدقة والحمد لله يجعلها على الشاشات الفضائية تخرج لنا بجمعيات مرخصة مصرحة والوقف بفضل الله سبحانه وتعالى في مكة المكرمة وأفتاء بعض أهل العلم بأن الأجور هناك مضاعفة فالنبادر والخير قادم والحمد لله رب العالمين كل شيء على يعني على أحسن حال وعلى الجمال والدلال لحنا بعد إيش نبغى يعني فضل الله فضل الصدقة هنا وفضل الوقف هنا وفضل كفالة اليتيم هنا والفقراء والأرامل يعني الحمد لله أجور كثيرة جدا ومحفزة لنا بأننا نبادر في هذا الوقف مع هذه الجمعية المباركة وفضل المكان كذلك هنا علي راشد الخميسي يتبرع بألفين ريال عن والده وأدعو له بالرحمة الله يغفر الله يرحمه أم حسن خمسمائة ريال وأم تركي ألف ريال تريد دعاء خاصة المشايخ بصلاح أبنائها مئتين ريال من أم سعود سعاد العنزي تبرع لكم بألف ريال والله يسعدكم وتتبرع بألف ريال ثانية كذلك أجزاء الله خير سعاد مئتين ريال أبو تركي أم أبرالة ثلاثمائة واحد يقول ما عندي لأحد عشر ريال تبرعت بها كلها أدعو لي أختي تبرع بكل مالي كل مالي يأتي عند الله تعالى ما يأتي بأحد عشر نعم تبرع بكل مالي الله أكبر وهذا شعار له وهذا وسام له وسام شرف لا يأتبره وسام ضعف هذا قوة اللي يأتبرع بكل مالي ما عندكم ينفذ ما عند الله يباقي باقي بشرب الخلف من رب العالمين ويعلم يقينا أنه الآن يأتي بين يدي الله كمن تبرع بكل مالي الله أكبر خمسمائة ريال من أم عبد العزيز سامي معيش المالكي ألف ريال سعود أحمد الغامدي خمس ألاف ريال وأيضا عمي أبو زوجتي تبرع بمبلغ مئة ريال تزاهل الله خير وأنا أدفع فوق خمسمائة عم تستاهل ونبغى دعاء لأنه مريضي شيخ دعاء لي عمي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أولا أن يبارك له فيما أنفق وأن يجعله في ميزان حسناته ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه عافية من السماء وأن يشافيه وأن يعافيه مما هو فيه ومرضانه ومرضى المسلمين وعن والدي والدتي ألف ريال حتى ما يستطيعون تقدم عمك علينا حقيقة ناصر قلبت المواجه أن تساعدوا أن تتكلمون بالرسائل تذكر يا أبو عبدالله كم وقف شاركنا فيه قناة بداية كثيرة الأوقات الحمد لله طبعا أنا أسكن في حي في جدة وبيتنا أسفل ولنا جارة تسكن في أعلى جبل هذه الأمرأة عمرها تقريبا في السبعين سنة كلما شاركت في قناة بداية وتكلمنا عن وقف تنزل من على الجبل إلى الوالدة وتعطيها مبلغ تقول أنا ما عندي حساب ولا عندي أرصد في البنك وشفت وليد في التلفزيون مع ناصر فتتصدق تارة بخمسمائة ريال وتارة بألف ريال هذه المرأة اليوم يا أخوة مقعدة ولا تستطيع ربما أن تصل إلى الوالدة وانقطعت أخبارها تماما والله تذكرتها الآن وناصر يتكلم وسعد بالرسائل يتلوها علينا فأنا أتصدق عن نية هذه المرأة بخمسمائة ريال وأتصدق أيضا عن أمي وعن أهل بيتي بألف وخمسمائة ريال لكن يا أخواني أيضا المرأة التي تقول أريد أن أتصدق يعني يدخلها أيضا معنا في الأجر إن شاء الله عن زوجها الذي مات وهو يعني يعني راض عنها أسأل الله أن يجمعها به في الجنة آمين ربما يا أخواني نحن بحاجة في هذا الزمن إلى هذه الصدقة التي نسعد بها والله في الدنيا والآخرة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الكريم أن يدخلنا في قول الله عز وجل إن تبدو الصدقات فنعم ما هي فنحفز إخواننا حتى لا يقولون الشيخ محمد ووليد والشيخ زياد والإخوة جميعا يتكلمون ولا ينفقون ولا يقدمون سعد بدأنا جزاء الله خير عن والدته أيضا أخوي أبو عبدالله الكل الحمد لله يشارككم في هذه الصدقة حتى لا ندخل في قول الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون وما تفعلون فنبادر في هذا الوقف جميعا كل من يشاهدنا وكل من يرانا وكل من حضر معنا في هذا الوقف الطيب المبارك نقدمه لله نسأل الله نتقبل الله عزيزكم خير ورفع قدركم جميعا وبإذن الله أن نبشر خير من أهل الخير الجمعية البربل القنفذة أخبرونا بالنسبة من البنوك غير بنك الراجحي لا بنك الراجحي لا يستطيعون إخبارنا به إلا بكرة إن شاء الله دوحنا مواسطة ندك راح نذكر إن شاء الله نبلغونا بكرة ببنك الراجحي لأننا نعتبر البنك الشعبي لأكثر الناس موجدين مع بنك الراجحي يخبرونا إن شاء الله ربما التبرعات وصلت أكثر وإن شاء الله نبشرهم بإذن الله بالخيرات وبالتبرعات ويا رب يا كريم نبشر غدا إن شاء الله باكتمال هذا الوقف المبارك أقرأ بعض التبرعات بشكل سريع ثم نختم بدعاء من زيادة الصاعدة بإذن الله فواز أحمد بتبرعه بـ 50 ريال علي ناصر يعني الحمد لله الحمد لله ثلاثة مليون صح ثلاثة مليون في خلال حملها ساعة ساعة ونصف mathematical ثلاثة مليون ريال فهذا إن شاء الله خير وبركة الله لا يحلمكم أجرها ويجزاكم خير ويرفع قدركم والله أننا عارفين ما قدمتم ولا تحددتم ولا تكلمتم إلا تريدون ما عند الله سبحانه وتعالى ولا واحد منكم دخل في جيبه ريال لكنكم تكبدتم المشاق وجيتم من بعيد لأجل أن تبلغوا رسالة رب العالمين وأن تقولوا للناس شاركوا لأنكم تبعون الأجر وتبعون الناس أيضا يشاركون في هذه الأوقاف لأنكم تعيون جيدا والناس يعون أن هذه الأوقاف والله أنها خير وبركة وتوفيق من الله توفيق من الله بأنها تخرج الإعلام لأنها ميزتها يا جماعة أنا ودي بس أوصل رسالة أن الأوقاف ميزتها آصل ثابت يعني المنفعة تمشي تسبيل المنفعة أيوة صدقة جارية إذا مات ابن آدم ونقطع عمله إلا من ثلاثة منها صدقة جارية يعني إذا متنت في قبرك لك صدقة جارية تمشي معك هذا الوقف أعظم صدقة جارية فلا نحرم منفسنا الخير ولا نحرم أهلنا ووالدينا وأحبابنا ومن توفى وراحة في القبوة طيب عشان بس الوقت يا شيخ أنا ودي بس تشرحنا طريقة التبرع بالرسائل النصية والله لسه ما نستعرفها يا شيخ الرقم تعرف الرقم أو التواصل طريقنا طيب العدي الشباب من جمعية تبير نقود يرسلونه علينا الشرف المكان يا شيخ لو تتكلمونا عنه يا شيخ نب طيب أجل الشيخ محمد شرف المكان هو في مكة المكرمة قل الله سبحانه وتعالى إن أول بيت لالذي وضع الناس لالذي ببكة مباركاً قالوا البركة المضاعفة المضاعفة والزيادة اتفق العلماء قضية الصلاة متفق عليها بمائة ألف صلاة اتفق العلماء على أن العمل الصالح غير الصلاة مضاعف في مكة الخلاف هل هو مائة ألف أم لا يكفينا اتفاقهم بمضاعفة الحسنة الحسنة في هذه البلد المباركة ألا وهو البلد الحرام ألا وهو مكة ثم أن العمل في مكة والمشروع في مكة ليس كغيره أبداً ليس كغيره هذه الأرض المباركة ألا وهي المكة المكرمة يا مكة ربي أهواكي والقلب يهيم بذكراكي ودموع الشوق تغالبني لا يرحم شوقي إلاكي هذا المشروع هو لإخواننا اليتام والفقراء والمساكين في القرآن تصور البركة والزيادة سوف تمتدي لأطراف مكة ثم تكون خيراً ونفعاً على هؤلاء ثم لا بد أن نعلم يقيناً أن النبي صلى الله عليه أن السلف الصالح السلف الصالح كانوا يأتون من بلادهم ليقيمون مشاريع في مكة منها تأجبون الأوقاف قديمة أنا قرأت كتب في الأوقاف قديمة وقف لتنظيف مكة وقف لتنظيف مكة تنظيف وقف لي وقف لكل مولود يولد في مكة كان وقف قديم كل امرأة حامل يوجد وقف لولادتها وقف لتعليم هذا المولود وقف للعناية بصحته وقف لتزويجه وقف عجيب وقف لإعارة الآنية له المكة أوقاف كثيرة فما أجمل أن نعلم أن الوقف سوف يبين وجهك يوم تقف بين يديك الحمد لله ذو القدرة والملكوت الحمد لله الحي الذي لا يموت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الحمد لله حمدا كثيرا والشكر له شكرا كثيرا اللهم يا كريم المن يا عظيم العطايا يا جواد يا جواد يا كريم يا كريم يا من يتقبل من اليسير ويتجاوز عن الكثير اللهم من أنفق معنا في هذا الوقف المبارك اللهم اجعل له من كل أم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا ومن كل بلاء عافيا اللهم حقق له ما يروم وفوق ما يروم اللهم قضي عنهم ديونهم اللهم شاف مرضاهم اللهم شاف مرضاهم وعاف مبتلاهم اللهم من أنفق معنا في هذا الوقف المبارك اللهم أقر عينه بصلاح ذرية اللهم أصلح له ذرية ومن كان منهم عقيما فارزقه الذرية الطيبا اللهم يا جواد يا جواد يا كريم المن والعطاء فرج بها همومهم واصلح بها قلوبهم ويسر بها أمورهم وتجاوز بها عن خطاياهم وطهر بها أعمالهم من الرياء يا رب الأرض والسماء اللهم من تصدق في هذا الوقف المبارك وله حاجة لا يعلمها إلاك اللهم يا من تعلم السر وأخفى يا من تعلم مكنون الفؤاد يا من تعلم كل شيء في هذه الحياة الدنيا بقدرتك وبعظمتك اللهم نفس عنهم كروبهم وتجاوز عنهم وحقق لهم ما يريدون يا رحيم يا رحمن إلهنا قل تعز من قائل سبحانك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اللهم يا قريب تقبل الدعاء وتجاوز عنا برحمتك يا رحمن اللهم صلي وسلم على النبي المختار عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار نزاك الله خير رفع الله قدرك وتقبل الله دعاك وبيض الله أجيكم جميعا تكبت المشاق وجيتونا من مكة ومن جدة ومن القنفذة أسأل الله أن لا يردكم خائبين وأن يبارك فيما قدمتم وارسلتم من رسائل الوقف يستاهل أكيد يستاهل وبيضا الله أنه أهل الخير لن يخذلونا ويخذلوا جلستنا ويخذلوا الجمعية والفقراء والمحتاجين هناك أسأل الله أن يبارك فيكم ضيوفنا العزاء وكذلك كان أختم بتبرعات سريعة أرسلوا علي الإخوة يقول تكفى قرأها علشان الناس اللي تبرعوا خمسة ألاف ريال من فاعل خير ومجار الله خمسمائة ريال محمد شلاح الحربي خمسة وعشرين ألف ريال نور البلوي خمسمائة ريال تبرع خمسة ألاف ريال عن أمي وأبوي وعني وعن أهل بيتي وعن أخي المتوفى أم ضيف الله ستمائة ريال تطلب الدعاء بالشفاء لأولادها حريمة غرم العمري عشرين ألف ريال واجزاهم الله خير وتبرع بميتين ريال باسم أمن الغامدي وميتين وخمسين ريال تبرعت بنيتها ونيت والدتها اجزاهم الله خير ناصر سويل من قحطاني ألف وتسعمائة والتبرعات كثيرة لكن إن شاء الله أنه بشر خير بكرة بأنه الوقف لم يكتمل فيصل للنسبة كبيرة جدا شكرا ضيوفنا شكرا سعد قحطاني شكرا الشيخ محمد صالح الزبيدي نائب رئيس منجس إدارة جمعية تبير القنفذة شكرا الشيخ ولي الدهوان شكرا صدام الريمي لأكرمنا بالقهوة الشاي شكرا حبيبنا طلال الزبيدي شكرا شاعرنا زياد الصاعدي شكرا الشيخ محمد صبحي شكرا حبيبنا سور روقي شكرا لأخونا منيف الخمشي ومحمود فلاح شكرا لكم أنتم مشاهدين لطيب المتابعة شكرا لحماسكم وتفاعلكم وصلتوا الهاشتاق للترند أسأل الله أن يخلف عليكم بارك فيكم أنتم الله محزم لنا بعد الله سبحانه وتعالى أنتم كفوا وسند وترفعون الرأس أن أشهد يا جمهور بداية أسأل الله أن يحرم وجوكم على النار أسأل الله أن يسعدكم أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرفع قدركم وأن يصلح لكم النية والذرية وأن يجعل حياتكم كلها سعادة وأن يجعلكم في بردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسناه ولايك رفيقا بكرة إن شاء الله نبشركم بالبشائر من الجمعية البربل القنفذة ويا رب كمل الوقف على خير في عمالة متفعلم في الحال يا مرحبا شوربيت يا أخوتي المشاهدين حياكم الله المشاهدين قناة بداية ومشاهدين فقرة أو حلقة شوربيت العاشرة نحييكم ونرحم فيكم وياهلا وسهلا فيكم ياهلا فيك أحمد الله حياك الله الصحور اليوم يقولوا على طول خلق شوي شوي المفروض أني يقول يا أخيامس ما جيت ايه وينك فاقديك من طاولة غيبات جبغة نايم نسيت أنه لازم أقول لك يعني في الحلقة وين ما جيت مو في الجوال لا لأنك ما قلت في الجوال أنت ألا بحكي الجوشك أنت الغايب الحاضر هنا الله يسلم وشانا جعانا فيك اخباركم علومكم وشو مسوين والله نحمد الله يا مجاد فارس وين شاء الله لازم تروح يا أبو حاول أنك أنا حتى أشوف أنك برضو فكرة طيبة هذي يا منيف يجون على طول صح فكرة طيبة استعجل يه والله استعجل استعجل جويا وشو مسوين عبد والله شلونك الله ملك الحمد سك طيب على طاري مجيد وش الفكرة وشلونك وشلونت يم الحلوين شلونت يصل على طبقة صوتك ما شلونت يجي على طبقة صوتك الجواب 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 صحيح أشكر كيرل أه أقول له يا منيف عندك مدره وشو ما شاء الله أهلي هو مدره كان عندك شي قبل تجي ايه كان عنده لقاءه وخلصت ما شاء الله تباره أنا أتوقعت أنك راتت أخص كيف كيف اللقاء معك بس ما شاء الله عليك جيت على طبق لا تمام والله أنا حرصت عليهم والله قلت أندي برنامج والله أنا نفس الشي والله أنا كنت أنا معزوم بس أني حاولت لنها وبقلت أني بجي قبل وجيت قبل الحمد لله بقول لكم شي وما أدري أتوقع أنه كمان آآ كثير من المشاهدين يفكر فيه أو مرات يطرع عليهم يعني ميزة المثل المثل الشعبي أو المثل الفصحة أو كثير من المواقف مرات اللخصها بمثل مثل عرفت موقف يمر عليك في حياتك اليومية أو شي تشوفه في التلفزيون زي مثلا خير الكلام مقلة ودل خير الكلام مقلة ودل أنا ما أشوفه مثل هذا هذا حكمة حكمة إي صح فيه فرق يا سلاميك فيه فرق بين المثل وإش؟ والحكمة والحكمة إيش الفرق طيب منيف ها؟ بالله وإشه الفرق الفرق مدري الحكمة أنا أشوف أن المثل المثل ممكن من تسمع الأمثال أتوقع منيف منيف أتوقع المثل المثل هنقال على موقف كذا حاضر شاهد لا 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 المثل على قصة حصلت صح موقف على قصة حصلت يعني مثل مثل الأطرش بالزفة هذا وشه مثلات؟ هذا عرفت فيه مثل مثل الأطرش بالزفة ومع الخيلة الأصي لما تشبق إلا بالأخير ومع الخيلة يا شقرة ومع الخيلة يا شقرة هذه كلها أمثال على موقف حصلة لكن الحكمة تصدر من شخص عقل الحكمة حكمة أراك فيني وأنا أغسلني لا يا فارس حكيم 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 السلام ورحمة الله وبركاته لا باقي فاصل لها 5 دقائق فاصل ما هذا يقول المثل والحكمة منيف يقول المثل ينقل على الأحذاء منيف يقول المثل ينقل على كده حادثة يعني مثل لا طرش في الزفة والله فلان جاء ومو فهم السالفة وكذا قال مثل لا طرش في الزفة الحكمة قال خير الكلام ما قلة ودل حلو؟ حلو أمثلة من ثقافة لثقافة مختلفة صحيح حلو؟ بأعطيك مثل بقول لك مثلا بكرة يدوب الثلث ويبان المرج حلو؟ حلو إيش مثاله أو موجود في ثقافتنا السعودية بطتنا بطت بطتكم لا لحظة أنت فهمت المثل أول شيء؟ لا أبغى شارك عشان الصعب الثلج ومالتلج يعني بكرة يدوب الثلج ويبان المرج يعني في شيء يعني المثل يقول كأنه كان في شيء مخفي وبان وبان بس عندنا في ثقافتنا المستخبي يبان لا مثل 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 جبني مثل في ثقافتنا حلو مثل ثقافتنا قريب زي المثل ذا أنه بكرة يبان الشيء الحلو؟ لا مو شرط شيء حلو مثلا يا خبر اليوم بفلوس بكرة يش؟ بلاش بلاش هذا مصري ما هم من ثقافتنا ها؟ من ثقافة مصرية يعطني من عندنا من ثقافتنا السعودية حجر لك ايه؟ ايه مدري وش أنا أجزه كذا نفس الكلام هذا ها؟ ايه تحصلوني أنا محضر ترغوو وأنا محضر أصل ايه دقيق دقيق gradين ايه خبرك والله أنا في بالي يا رجل وش اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو قدم السبت القلحة ولا موته ما ندخل؟ قدم السبت القلحة؟ لا ما ندخل ولا ما تعرفون مثل ذا؟ انا سمع ببالسلاج ما فهمته والله أنا ما فهمته؟ قدم السبت القلحة ايوة لايش القول عنيش مثلا هذا يعني مثلا أنا يلأ وغى منك خدمة يعني زي سوي خير ورمي في البحر لا إلا هو قال زي لا لا يعني زي مثلا أنا أقول لك أبيك تخدمني اليوم أقولك مثلا فلان في الإدارة الحكومية الفلانة فتقول له رح خلي ضبطك فيروح لواحد يقول يا رجال أخدمت رح قدم لحد تقدم السبت يعني يخدم الآن عشان بكرة يخدمك يعني أخدمها الحين السبت هو يخدمك يوم لحد حلو حلو الحلقة اليوم أعطينا مثل طيب أبها تحجير أعطينا مثل طيب يا سلام عليكم والله كنا نحجر على خفيف هول أبها تحجير وما تحت السواهي دواهي من الآن؟ من الآن؟ هذا المثل إن قال تصمم؟ المين؟ تحجير ها؟ ياما تحت السواهي دواهي يعني بالناس الهدين كذا تشوف بعده داهية تشوف أنه وراه هو هادي وكذا بس إنه خطير يخطط عندنا مثل ثاني هذا ياما تحت السواهي دواهي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت Bible أقول لك شيء أول حاجة سوق والله واستغنا نعني Hoduv used with a satellite والله أسلمك وصلك قرأنا تغريته كلا هواة مباشرة كنا سرور يحييكم ويأتذر منكم والله والله ياما تاخت السواهي دواهي في مثل عندنا الساكت سم الناكت اها يعني هذا قريب منه ياما تاخت السواهي دواهي هذا الساكت سم الناكت صحيح ما تعرف المثل ذا سم الناكت شديد يا خي تحس مثلا جافة وقوية لا لا بس انها على سجع نحب الله نصح طيب بعد قربة بس بس يا غناسة ويماكت ويماكت يا قربة بس والله ودي بس ان انا لو وكلت راح يحاسبوني من لي حاسبت حاسبني اليوم على فكرة عشان الطاري طرى صحوركم اليوم ان شاء الله من اختي ام النوري الله قاسح امرها ايه والله نوري يا رب مسوية هنا الصحور والنكلات انا احبها فقلت تشاركوني ان شاء الله وبرضه وجه عشان ما يقولون ان شاء الله السم ما سم طرى الاعداء ادلكم بعد قسمكم بإذن الله فقلت شما يشغلون حاسبتنا والاعداء منطور غيبات جب الناس بيظلها بعد رأسي والله يا ريت يا بعض الناس يباناهم غابة ودبونا شي ما جبونا غير السوارة والنبور وجوع هم يكفي كان مان انا احد قال انت قدم السبتر قال احد يا منيف احد قال فالس قدم السبتر قال احد عذر البريد مسح السبورة لا طيب في مثل في مثل يقول عجل وش حجين عله عجل وش حجين عله زيها يعني ان قال عنيش انه انه جينا مكان ونفدنا الموضوع لا استفدنا منها سويت شيء استفدت منها تدريش قصتها اجلش حجين على هذا هذا زمان حلو كانوا كانوا رجال اول يكشفون الحريق وكان في واحد يحب له بنت عب حبه حب وكان يبين زوجه وتكرشه لا جات كرشته جاء قال هو صغار كان مبعضي او كبره وقال اجي عنده اخطب على سنة الله ورسوله ابوها قال ابس البنت ابو رح سأل بنت قالت والله لو يجيني وزنه ذهب ما تزوجته خليه ينقلب حوه جاء الجماعة عنده قالوا يا ولد مالك الى حل واحد كان الواحد اذا حج ورجع حلو الحريم والرجال يسلموا على بعض لان اللي يروح مايرجع فالنادر يرجع قال ماما قينا فلاها قال ماما ان لحل واحد دام اني ما قدرت اتزوج قال اسلم عليها ما شوه قال ابو رح حج رح اسمع الادمي رح يحج والله يامل بس حرامه زبط علومه شاء العفشة على الحج ثلاثة شهور راجع ثلاثة شهور راجع ثلاثة شهور راجع ثلاثة شهور راجع يوم رجع وقبل للجماعة والحري ومرجال يا مرحب وياما سهلة يلا حيه هو ما يبغاههم ياما يشوفهم يوم قرب عنده طاعت فيه قالت انقنع لا اشوفك تسلم عليك اجوش حجينال اجوش حجينال هذا غلط هذا ما خطط له هذا مرح هذا المفروض انه سوى اتفاقيه وعقد انه يروح يرجو يسلم مثل منتم عارفين يا شباب ومشاهدين ايضا قناة بداية انه قناة بداية لها لمس محمد اعمال ومساهمات اجتماعية جدا جدا جبارة وجليلة وهذا فكر رئيس مجلس الادارة ابو محمد الله يطولي بعمره ايضا بدعم مشاهدين ونجوم امثالكم وشرواكم تم قبل فترة اتوقع في رمضان قبل رمضان تكريم لقناة بداية من الشيخ ابداحمن السديس وايضا قبل رمضان هذا قبل رمضان هذا تكريم وامس كمان ما شاء الله تبارك الله تم تكريمهم من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز لما تقدمه من مساهمات اجتماعية ودوره اجتماعي كبير قناة بداية على رأسها رئيس مجلس الادارة فإذا كان فيه عندنا تقرير يتكلم عن الموضوع ذا وإذا كان جاهز يعرضوا لنا ناشا الله يا سلام سمو الأمير وسموكم يقوم بدعم قناة بداية الفضائية لأنها دائما حاضرة في المناسبات الوطنية وهو أيضا داعمة للجمعية الخيرية كلمتك بهذا المناسبة أولا بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله سبحانه وتعالى وبارك لكم الشهر الكريم حلنا مقبولين على الشهر الأولى إن شاء الله نهايتها وقناة بداية حقيقة ليس لا ندعمها نحن هي التي تدعمنا حقيقة يعني قيامها معنا في جمعية الأطفال معواقين وبتقطية الممتازة التي تسويها وهذه قناة جت في وقتها باعتقادي أنا أعتقد أنه الجمهور المتعطش لهذه البرامج التفاعلية وهذه البرامج الواقعية ونحن اليوم تكلمنا عن أشياء أوسع بذلك أيضا حتى أيضا نخدم وطننا يعني بالناحية الزيارات المواطنين للمواقع وأن يعيش الإنسان مع المواطن الذي يتنقل حتى يكون قدوة أيضا ويتفاعل مع هذا وينتقله بنفسه فلذلك نحن بمبادرة عيش السعودية نحتاج إلى برامج مميزة مثل هذه وخاصة القناة اليوم وضعت لها قاعدة كبيرة جدا من العمل الفني والمتخصصين والأجهزة والمعدات ومثلكم ما شاء الله السباب المميزين فلذلك نحن متحمسين ونطلع وشكل أخر العريفي على حقيقة وعمق فهمها لقضية الإعلام وقضية الإعلام التفاعل بشكل خاص وعندنا في الهيئة أيضا العمل السياحي الثلاث الوطني واجهة أطفال مع وقين شرك أحدية إن شاء الله في ذلك شكرا ومقدلك سوالحيه طرنا نجفعا ياخذنا في ترحال متفعل في الحال يا مرحبا شربين معنا الشيخ عبدالعزيز العريفي مالك قناة بداية صبحك الله بالخير الشيخ عبدالعزيز يا حلا صباح النور يا مرحبا ومشهلا كيف حالك وما ساكم طيبين الله يطولي عمرك يرضى عليك الله يحييكم ونبارك لكم هال هالتكريم ونبارك لهم هالمساهمات الاجتماعية اللي تقدمون فيها وأنه هناك من يتابع ويرى مساهمات قناة بداية وعلى رأسها أبو محمد حياك الله الله يحييك يبكيك أمين الحقيقة بداية مثل ما تعرف ومعرفون الأخوان وإن شاء الله المشاهدين أنه نهجها هو التفاعل مع المجتمع خدمة المجتمع فكل ما شاء الله هالتكريم اللي وجاءنا أندل على شيء دل على أنه جهودنا أو لاحظ في محلاء من خلال سواء دعم الجمعيات الخيرية أو المساهمة في حتى إبراز منجزات الوطن ولا حتى في نشر الوسطية بين الشباب وإبعادة مع التطرف الفكري وبراملنا تكون دائما فيها خدمة المجتمع لذا ولا الحمد زي ما شفتوا في السابق أنه تم تكريم من أمة الحرمين الشريفين وكذلك الحمد لله والشكر الله تم تكريم من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان على مساهمتنا في دعم جمعيات المعاقين والحقيقة كانت في التكريم هذا فرصة جدا ممتازة أنه نتحدث مع سمو الأمير ونفتح آفاق جديدة للتعاون وفي دعم المعاقين والتي حتى برامج أخرى تبرز المناطق المملكة وتبرز ما تحتوي المملكة من جمال في مناطقها وفي أثارها وفي كذا وإن شاء الله إذا ربي تمم الأمور على خير سنة سنرى عمل قريب جدا بالشراكة مع هيئة السياحة ما شاء الله بمماركة سمو الأمير ودعم إن شاء الله شيخ عبد العزيز كنتم في دار الملاحظة بالرياض وشاركتم النزلاء فرحتهم وشفتوها كيف كان مشاعرك ومشاعرهم تجاه الفرحة ومشاركتكم لهالفرحة مع النزلاء الحقيقة أنا كم سعيد جدا أنه أحس بمدى تأثيرنا على المجتمع وكالكل وعلى هالفئة من الناس فلما شفنا ما شاء الله تبارك الرحمن أنهما نشوين تقريبا محاكة لبرنامج درسيذك حلو أه نعم في ساكنين للمركز التأهيل وكان رائع جدا يعني حتى الشباب ما شاء الله مركز التأهيل يعني متفاعلين بشكل قوي ووجدوا أنه فكرة برنامج درسيذك هي مدرسة الحقيقة مدرسة تأهيلية واصلاحية للشباب والنهاية عندنا كمدرسة تعليمية لأنها تنشر القيام وتنشر الترفي والثواب والعقاب من خلال النقاط وكذا إلى درجة أنه ما شاء الله عندهم بوكات مخاص فيهم وكذا فالحقيقة أنا سعد جدا أني أكون مشارك الليلة في حفلهم الختامي وشعد جدا أنه نعم أنه أنه نرى واحد من الشباب ما شاء الله الفائزين جاه اليوم إفراج فكانت فرحة لنا جميعا لكن شاهد أنه ولله الحمد أنه جهودنا مرحة سدى جهودنا فعلا أثرت وجاءت تأثر بشكل إيجابي والحمد صدر الله سبحانه وتعالى وتوجيه يعني ولاة الأمر ودعم هيئة الإعلام مرحة ومسموع ووزارة الإعلام نحن نسأل سهل أن نقدم مادة تخدم المجتمع ونشجع كل من يحاكي هالمادة حيث أنها تخدم فئتهم مثلا مثلا مركز التأهيل الحقيقة أجاده استخدام هالبرنامج بحيث أنه غيرت من سلوك كثير من الشباب عندهم وأفادتهم وحسنت من تفاعلهم في البرامج من خلال خاصهم من نقاط وزيادتها وكانت الفكرة التي شرحها كانت جدا رائع فشفت الفرحة بوجيه النزل وكنت حسيت أنه فعلا أننا نحن نأدي عمل رائع إذا أمنا أن نأدي أكثر وهذه مسؤولية لنا جميعا أنه فعلا نخدم المجتمع بلا حدود لما يتماشئ طبعا مع سياسة الدولة أنت الآن ترى التأثير يعني حنا مشاركين سابقين في قناة بداية وبرامجها الإعلامية في المستقبل وقبل سنوات أيضا نرى تأثير الإعلام التأثير الإيجابية فحنا نشوف الآن مشاركتهم هذا شيء أنتم رأيتم في أشياء ما نراها حنا في أنحاء المملكة وفي العالم العربي تأثير قناة بداية تأثير برامج الواقع التي تقوم فيها قناة بداية من ترسيخ مفاهيم إيجابية من خلال نجومها السابقين والحالين مثل الشباب وشرواكم اللمزو محمد الآن استثمار قناة بداية للإعلام يعتبر استثمار أمثل لتنمية الشباب وتغيير مستوية تفكيرهم ومثل ما ذكرت في نواحي اللي هي التطرف واللمزو محمد النظر لتنمية المجتمع بالعموم فهذا شفتم أنتم في دار الملاحظة وأيضا يكون في أنحاء المملكة يعني نشوف إحنا الهديئة بدأنا في هالنواح وفقنا الحمد لله للعمل هذا ومثل ما تعرف إذا أنت تعمل تحت مظلة رسمية مثلا في وزارة الإعلام ومسموعة ما تحدث مع أنظمة موضوعة بحيث أنها تخدم الوطن تخدم الوطن من خلال زراع القيام إحنا جزء من عالم كبير بهالبلد كل يبني في خانة معين إحنا نبني في قد الإمكان في زراع القيام لأن العلام اليوم إذا ما أفاد فهو ضرر صدقت صدقت إحنا نسأع أنه نفيد المجتمع من خلال زراع القيام التعاون مع الجمعيات التعاون مع الهيئات الخاصة في في الأمور الزرع الوسطية بالمجتمع مثل ما تفضلت بداية ما شاء الله ولاد من هالنجوم والمشاهير اللي نتمنى أنهم يساهمون في تنمية بلدهم ومساعدة مجتمعهم للتطور وللأحسن وللأفضل فإحنا نحتاج الوسطية أكثر من أي وقت مضى صحيح صحيح حماية تنمية وحماية وحماية الوطن أكيد أكيد وماذا فكرة الترسيخ فكرة أنه كبرنامج رصيدك وفي الأفكار اللي فيه وبرنامج حياتك كأكاديمية ودورات هذه كلها أثار في المستقبل إن شاء الله جمهور قناة بداية الجمهور قناة بداية واش تقول لهم يا شيخ عبد العزيز اللي هو يعتبر ورقة رابحة جدا لنجاحات قناة بداية والله ما أنا إلا واحد من المجموعة تعمل فيها أو كوكبة تعمل فيها المجال ولله الحمد وفقنا في شباب رائعين جدا حمهم الوطن همهم خدمة الوطن بدون المزايدة عليه بدون الاستغلال فبالتالي ولله الحمد ما حسنا ويتشوفها النتائج الرائعة اللي نكرم هنا وهناك ونتمنى إن شاء الله إن نكون فعلا لبنة يا رب قوية في مساهمة في يعني مساندة الرؤية للمملكة 2030 وإحنا نسأل فعلا أنه نكون نقلة نوعية في في ثقافة الشباب بجرح الموضوع وكذلك المجتمع لأنه ولله الحمد حضورنا في كل بيت مؤثر فبالتالي نبوها التأثير يكون إيجابي وإيجابي لمصدحة المملكة العربية في المقام الأول يا رب يا رب شاكرين ومقدرين لك عندك كلمة بتقولها تختم فيها شيخ عبد العزيز أقول أقول شكرا لكم جميعا شكرا لك أنتم شباب اللي فعلا مساندين وأنتم وأشكر الجمهور شكرا عظيم أنه أنه يعني آمن فينا واستمع لنا وشاهدنا وأشكر مولاي خادم الحرم الشفين وأشكر ولي عهد ولي والعهد وأشكر كذلك وزارة على ممثل هي المضلة الأساسية التي سمحت لنا فأننا نشتغل ونخدم وطن وعطبنا فرصة أن نخدم الوطن لذلك الشكر للجميع ولكم تحياتي الله يخليك الشكر لك إنك تحت لشباب سعودي وأيضا شباب خليجي لإظهار ما لديهم للإعلام وفي الإعلام شكرا لك يا شيخ عبد العزيز وأسفين لو أطننا في المكالمة ونتمنى لك سحور طيب إن شاء الله شكرا لك حبيبي أشكركم تحية محمد الشكر للشيخ عبد العزيز على المكالمة وقناة بداية ليس مستغرب عليها التكريم والأفكار الجبارة وفي أفكار جدا جميلة ذكرها الأستاذ سامي أبو يارا بإذن الله في زيد رصيدك سبعة رح تطبق وحياتك الموسم الثاني في أفكار جالسة تحرك وتأثر على جميع شرايح المجتمع الغريب في برامج الواقع أنه دائما تيجي يبدأ أول موسم ثاني موسم ثالث موسم أول موسم يبدأ أول موسم ثاني موسم ثالث موسم بدأ يدروح تختلي ترى قلت لنا برامج الواقع مايكك يا أستاذ شخال بدون حلف ثالث موسم مايكك يا أبيك ثالث موسم هل يمكننا البطارية هو هل يمكننا البطارية شخال ثالث موسم ثالث موسم ثالث موسم خصم عليك هل الشب الطيب الشاعر الرقيق مني في الخمشة اللي يأكل عنه طيرا ونعم والله هو مشاعر وليس فيه لا لا مشاعر ولا جلف يبقص ويضرق حتى يعصب عنك لهبك بقصيدة الآن صراحة صراحة والله يقول شيء مهم وهذا الشيء موجود في الغرب أنا لما يكون عندي نجم مثل عبد المجيد الفوزان جميل نجم متكامل ذو أخلاق عالية صفات مميزة تفكير راقي حقيقة نعم ما تتخيل التأثير اللي يسويه في الشباب سواء من سنه أو أصغر منه لأنه حنى في الواقع الآن والإعلام داخل في كل بيت وفي كل جوال الإعلام مؤثر فلما يكون فيه نموذج ناجح الأطفال أو الأشبال أو الشباب يتأثرهم منه حلو أنا اليوم شخص ما أدري كيف وصل الرقمي اسمه عبدالله العصيمي من الطايف حرّص أشد التحريص يوسط سلامه لكل الشباب تذكرون موضوع الفضفضة وأفشاء السر؟ حلو قال أنا حرّص جداً لأنه كان يعاني من مشكلة معينة حلو يعاني من مشكلة وفيه كثير من الناس تعاني من مشكلة معينة في أفشاء السر وكيف يصرح يقول أنتو بحلتينو لمشكلة أني أصارح خوي وأتكلم معاه أنه أنت ترى الكرام اللي يقوله لك ترى يوصلني أنك تنقله فتصرحنا بسبب أنه يقول حتى كنت مر أنا من الصالة وشفت المشهد لفت نظري الموضوع وقفت تابعته حتى انتهى وجدت لي حل فيقول وصلت سلامه في ناس كثير أتوقع نتأثر بكثير صراحة بس ما هو من يقول صح؟ واحد يقول لكن بقول بقول أتأثر بك أبا أودية بس عشان أنا أتكلم عن أحد أبناء بداية ربما أني أقدمكم أنا أقدمكم أنا أقدمكم أنا أتكلم عن حاجة أبتكلم عنكم حاجة أبتكلم عن قضية أني أنا من 2013-2014 وأنا في قناة بداية يعني ربما مرت بالمرحلة اللي مرت عليها بداية في التغييرات اللي حصلت وأنا تمنيت أن يقولك الكلام هذا وإن شاء الله الشيخ عبد العزيز يسمعنا من هالكلام كون القناة تتغير في مدة يعني لا تتجاوز الخمس سنوات الأربع سنوات وفي تطوير ملحوظ نفسنا عليها كنا أفضل قناة عربي واخذنا علىها جازة في مصر أخذنا القناة الجماهيرية الأولى على مستوى العالم العربي مستوى الخليجي واخذنا علىها جازة في مصر الآن الأمير سلطان بن سلمان يكرمنا اليوم كقناة رائدة في الأعمال الخيرية لجمعيتهم عوقين وقبلها كرمنا من رئاسة ومكرمين أيضا من رئاسة من الشيخ عبد العزيز رئيس الحرمين وكرمنا على يعني وقوفها الرائع في دعم الأوقاف الخيرية ربما على معلومات المحدودة إما في قناة يعني ما شاء الله تبارك الله ساهمت في إغلاق إنجاز أوقاف بالشكل اللي قامت به بداية فالتطوير هذا ملموس من أوقاف تجاوزت قيمتها الخمسمية مليون ريال خمسمية مليون تصور هذه ميزانية دول خمسمية مليون ما شاء الله تبارك الله ليش لها الخير أيضا متابعين بداية أيضا تزايد متابعين بداية التطور الملحوظ اللي أقولك أنا لاحظتها من عام 2014 إلى 2018 وإننا 2018 ما شاء الله تبارك الله ملموس الشكر لله سبحانه وتعالى إن الله اصطفاكم أنتم وحنا على كثير من الناس اللي خلنا نظهر على شاشة بداية نقدم الجميل والمفيد للمشاهد أيضا الشكر موصول لك وكل شيء بالله سبحانه وتعالى ثم لإدارة القناة على راس من الشهب لازل عريفي موصول أيضا لحبيبنا والغالي وبو يارا والطاقم مني تحت يشتغلون جميع يعني أنا أمني من الأمنيات بإذن الله سمعوني الإخوان في العداد نحن ننقل لهم العمل اللي يقومون به ننقلها للمشاهد بشكل مصور بيكون شكل تقرير بيكون شكل أي شيء للشباب وهم يعملون في الكنترول في الانتاج في قصة بداية بكل أمان أنا سميها قصة بداية وقصة النجاحات التي تعيشها ببداية فهذا حق يعني نحن البداية لأنها هي منظومة من نجوم ومن فنيين وعسى رب يعطيهم العافية مدري شمال الرتم عندي عالي حسني يا لاب المسبشت من بعد من بعد أطيفونك شرر حماس وشلونت يما الحلوين حاولك سررتم والله أعطيكم العافية أنا لاحظتك والله مشتود لاحظتك مشتود حتى ما تقبل مداخلات لا والله بعد جاي قال جاي بيكلمني حاولتنا ندخل وشوت في طرف عيدك وسكت صحي والله نعم ها 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 شف هذا لعله يرجع للحلقة وشي ما أنا أقول كده كسرت الروتين كسرت أبوه كسرت عارف لك عارف مين لا أنا أتحدىك تكسر روتين مثلي لا أنا ما أقدر والله أنا روتين أتحدىك أسرور أقول لك شيء أقول لك شيء شف شف أتحدىك أسرور بقول لك حاجة إنه رحلike خاص طبعا كده أنا أحاب fikches فزاي كان بيتكلم يا لطافة الولد هذا تكلم يا عبد أبدعز Ring أبدعزين العري�it عمريق شو سموه كنت بتكلم عن شيء طبعاً نلاحظ في ترا شيء أنا مره 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 مدقق ملاحظة أحب ألاحظ كثير أكثر من أني أقرأ إذا دق متصل صوته عريض بعيون الموجودين دايما ترتحت عجيب أنا لاحظت كذا أنا لاحظ في الدراسة في أمريكا لا 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 هو أكثر كذا تبني الدراسات المعلمية بالملاحظة والبحث واخذ العينات فأنا لاحظ فيه دق واحد صوتها عالي تلقاك تسكول كذا وشو؟ إذا دق واحد صوته عاليض تلقاك سجل هذه الدراسة سمعده إزاله هزا عبد المجيد شزوة اللي كنت بقوله عن برنامج الدراسية ذك شف مو بحلو أنك تمدح برامجك في قناتك ولكن الأرقام أحياناً تجبرك أنك تتكلم بدون ما تمدح تكون عندك دلائل يعني أنا أول ما جيت لبويارة وجاستن سولوف وخصوصاً أنه بني وبيارة علاق قديم صدف كان عندي كمية ملاحظات صراحة علاق قناة بداية أنه يا أبو يارة كذا 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 بس أني أنا من عادي ما أتكلم ليس ملاحظات نصائح لا ملاحظات بعضها فنية وبعضها كذا إعلامية طمعاً بالتطوير أبو يارو يسولف قال كلمة قلت لحظة عد وشو؟ عاد الكلمة قلت أن نتأكد قال ما أرقام هذه برنامج رصيدك أضخم برنامج واقع في العالم ما شاء الله أنا أظهر طب معلش بناء عليش قال ما في برنامج واقع في العالم مساحة اللوكيشن حقه 10,000 متر طيب ولا في برنامج واقع في العالم عدد كاميراته 186 كاميرا صحيح صحيح أقاطعك شوي بس طبعاً قبل حياتك ها قبل حياتك ها صحيح صحيح وعدد صحيح وعدد ساعات بنت تحيز وحق له فرح زد رصيدك أشهر على ذكر أقولك شي بالا دقيقة 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 استنى حياتك الموسم السادس لح 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 بقولك شي لكن أحس بدقة أن يزد رصيدك فقط دقيقة بقولك شي ذاني أبضيف حاجة أبضيف شي على ذكر ترانا حياتك وزد رصيدك صح هذا سوى مكس شوي ايه قدم و انت إلا ربع زد رصيدك طويلة عجرية النقطة الأخيرة أنه لما أنت تتكلم كذا ترى طبيعي أنه يصير فيه كمية ضغط غير طبيعية خاصة أنك خلطت مجالة قناة كثيرة ايه اللهم لك الحمد أكثر من قناة وأكثر من مجاله صورت من السينما 35 ملي إلى أصغر شي هذا شي مرة هدك مئة وثمانين موظف مئة وثمانين موظف قاعدين يشتغلون عشاش شاشة حتى ما عليش لما يكون فيه زلة ببرنامج واقعي ترى يجماع مئة وثمانين كاميرا وبقبولة ترى أنا أقول يعني يعني عندك كل لوكيشن فيه أربعين كاميرا يعني تخيل أنا جالس كذا هو جس كلتك زليت بكلمة كل الكاميرات نبع عندي الكاميرا اللي فوق المسجد قايتين كذا جابتك يرجو لوكيشن هذا شي شي فيه ثمنتاشر كاميرا ألا ايه هذا ثمنتاشر كاميرا ألا ثمنتاشر كاميرا بس بس دعونا جزيجي جهود جبارة فأنا ما شي يعني ومعناك أكثر واحد يتروع مثل اللوكيشن أنا وثمنتاشر كاميرا من اللي جبدي ذا تروع وليش يتروع هل تلازم يعطون الكاميرا لا وترجع يجبوا الكاميرا كنترى هنا شو الكاميرات تتابع ذا وانو جاي من ورايك وانو من قدام هل هذا ارقد أنا مستدرين أن أتتوضغ عندك من موضوع ذا أني أنا نبهك الله يجعل لديك شكرا لك لما تنبهت تدخل الجو بتعين فيني بس ما تلبس ما تدري لا لأنه وراي يقول كده هدد شفت هذا المشكلة فأنا أسكت شو سوي أين اللطافة يهدد أنا أقول لك اللطافة في مشاعره صح شف شف وين تطلع هذا اللطافة إذا قاله أعلق على الصورة إذا قاله أعلق على الصورة شف المفردات واللطافة هي تطلع شاعر دا شاعر في اللطافة طيب مخرا شاعر لطافة هذا شاعر يا يا أخي كل عبد وليد أصدقهم ماذا لطيفون يا أبوين أنا ترين في روعة ترى من هذا شفت الرعاة ترى من هذا شفت الرعاة ترى من هذا ماشاء الله يما الحلوين نشرونس يما الغلين نشرونس أنا أود أسأل أود أسألكم من المنشدين السؤال ذكرت سوارتها إخوانا سيدانيين شوف 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 قلتش المنشدين السؤال راح وقارها لا عبد المجيز هذا أنشهد لماذا نجلس دفطاري ذيك لأننا بسجرة وشجرة بالله وشجرة من اللي يختار لأسمعك علمهم تك أجلس اللي يختار معك وشجرة الاسم اسم وشجرة من اللي اختار معك الاسم عنوان الشيلة الشيلة من اللي كان جاهس وياك تقوم في جدة وخترت وتخيرنا بلا اسمها لا تقوله بك صح صح بالله عليك ومنت ومنت سير ومنت سير ومنت والله خطير يا أبو البراح صح كان معي في وقتها يوم كنت با كنا بالقنفذة يوم ما بدأ الشناء أول يعني سمعتها قبل ما ينزل او سمعتها قبل قد أعطني رايك وقلت يختار منها كلمات موضوع عنوان واختار وشجرة والله اسم حلو رايك اذا نشود ذات حبيبنا وشجرة تم اختيارها من طرف تسعة دقاتاني وأهل الهواء يشقون بالحب يا مشقاي اوالها حلو الحون احس بك بتغطيني واخرج جرتناي طيب ليه ما في صادة ليه حمد سعيد ليه ما في صادة ونيب ونيب حاقدين 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 حاقد 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 تس 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 هذا ما اعلم جو مايك طاب مايك طابي مايك طابي يا جمهة الخير رجوع.. 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 شفت رجوع.. رجوع.. اخوان المقدمين.. رائعين.. مقدمين شور بيت يا هالة.. وشي قلن؟ قلت اطلع فاصل بالله اللي يريد فاصل استمل لنا عن المقر لا ما في فاصل تقريب الآن نجي عن فقرتنا الحلوة الجميلة فقرة.. الله في فقرة على طبق المسابقات رجوع.. رجوع هي اللي جمهة.. جمهة.. تحبون للمزين امس تواصل معي احد الفائزين في البرنامج يقول والله العظيم اني قبل ما اشارك المسابقة تبرعت بمئة ريال وموجود حتى تأكدت من اسمها اي شاء الله تبرعت بمئة ريال والله العظيم ما خلاص تبرعي الا يبسك معي الخط في البرنامج وافوز بجازة بألف ريال ما شاء الله اقسب الله العظيم ما شاء الله الآية اللي قمش اسمتها من الشيخ اللي لا 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 اللاية سارع لا 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 الآية اللي اسمتها يعني ما ادري لكن الشهاد ان الله سبحانه تعالى يعوض طبعا ايه يعوض اعوضهم لنا من ذا الذي يقرض الله اقرض حسنا يضاع نعم جاه جاء الخير قل عطوا دبعت مئة جاهثني ألف الله يبارك بيها ان شاء الله يا رب اللهم امين اللهم امين بلا أصرف واحدة ديك اللهم امين تفضل حارس طبعا نجل منتم عارفين الآن أرقام المسابقة ظاهرة على الشاشة للمشاهدين زي سالفة ايش تتصلوا وبإذن الله يحارفكم الحظ وتفوزون معنا بل فريال وتستمتعون فيها ويكون اتصالكم مع واحد من مقدمين شور بيت وجاور السعيد تسعد سعد مين عندك سرور تحضر السعيد رحت قبل شي عند المخرج سعد قحطاني تفا هاي خوية المخرجين رحت عند المخرج قبل شي قال واحد يتتحرك من مكان لابدة المسابقة انتو فارس يتحرك فارس مجيد لا لا انت اكثر رحت عد تقوف فيك ربشت ان انتو التكسد فارس 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 وعذر ندري دي كم معنا اتصال نبدأ فارس وعذر فارس وعذر فارس وعذر فارس وعذر السلام عليكم يا ندا إنه حرام ملا فارس وعذر السلام عليكم ندا من المدينة حيا الله للمدينة وكل عام انتو بخير ندا ريالة شو تعرف على الصوت قوة التركيز ان شاء الله ايش تبغين ايش الخيارات اللي تبغين ان شو شوي ايش الخيارات هو المرس هذا البرناس ريالة شو تعرف على الصوت قوة التركيز اوها هذا اول اتصال لك يا ندا. اي 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 اي. اول اتصال لك يا ندا هذا. اي اول اتصال. ما شاء الله. ما شاء الله. يلا ها واش بغيت تختارين. يو. ريالتي شو? اه. قوة التركيز. قوة التركيز تتابعين المقطع. وتلاحظين ايش الملاحظات اللي فيه. بعدين نسالك يا عمي شي فيه في المقطع. ايش اللي ايش عدده. ها. ها? ها? يلا. ابت ابت. اليلى هابدنت صغير هي جيني. تعال تعال تعال. تعال يا عيون راجح تعال تعال يا صورة تعال حسن خالد 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 أسر أسر أرمع أرمع أخي بردع مين مين يومي مين مين ليان 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 ما شاء الله خالد خالد الله ما يشترك ليونه ليونه إن شاء الله هل 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 أختي ندا واضح جدا وسهل إن شاء الله الطفلة اللي جت كانت مفاجأة المين راجح الحار في إجابة صحيحة هل مغروف للمدينة وهذا أول اتصال جانا من المدينة وإن شاء الله فاتحة خير على كل باقي المتصلين إن شاء الله آآ الاتصال الثاني راح يكون عند حبيبي صرور جاهز الاتصال؟ جاهز الاتصال؟ ها؟ جاهز الاتصال؟ لا لسه يمكن يجي الآن بالطريق بسيعة ببنزين موسيقى جاهز الاتصال ؟ نيران الغضاء لاهي نار ولاهي ماء ولاهي غيم ولا ضماء انحكت وانت سنابل من رضا والسكوت انصار نيران الغضاء حكت وانت سنابل من رضا والسكوت انصار نيران الغضاء يا رضاء وقف ناظر شوي شف غضاء كيف سوى بشخص حي كيف حي ولا لقاها واللقاها ما بقها بيثنا شي غير انه يحتريها الله عليك يا سلام يا بلادي واصلي والله معاك واصلي وحنا معاك واصلي والله يحميك يحميك بلاد العالمين بلاد العالمين يا بلادي واصلي لا يوم او العتوان العديل ولا الجسم يا شيخ لا ملاش صرعه غلط باش الرجال منو؟ ها مو loose ذاه covered ولا الجسم يقلز لا على ما rebuild لا انت لينك ما فهم تشيكس اه سعد انت ماشي كنت فيهم كن سولفنا في الامثال لا قلنا مثلا نبغى مثل ثقافة شامية بس جيب زي ثقافة سعودية توقع عندك كنت ايه عند الشاميين يقول تقبرني سرون عندك الاتصال امعا يقول تقبرني حنا عندنا البد نقول قبرتني والله لاقوله بسالفة التفسيرات ما قلتها تجي قاطعيني الا انا تصافي اتصال لك من جزان السلام عليكم مين مين السلام عليكم حياك الله يا رغد عليكم السلام مساء الخير عند عارف المسابقة يا رغد صحيح ايه عارفها مساء النور يا سلام طيب ناخد نشوف احد اربع الكور اللي موضحها على الشاشة الان رياليتي شو رياليتي شو طيب ونشوف المقطع ونرجع وركزوا عليه بعد ما يخلص المقطع اهههههههههههه اوكي والله يرحم أمك طيب خاصة يتسبب السؤال أنا عايش بينا نتبعهم نمسك ماذي نتبع المغنومي الحين قبل ان انتهى اليوم تثبتت الوظائف تهمت؟ لا 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 ما راحت ما راحت ملحوق هذي خلى على ظهرك مش لا لا مش اللي راحت أنا الطالب كنتم من كلامي أخت رغد يا أخت رغد بس لو تخفضين صوت التلفزيوني يا ليت عشان السؤال والوقت يكون معك وقت اللي جابه زياد زياد الشهري كان يقنع بدر في الفيديو يقنعه بايش؟ اي برد ان يعطي ان يعطي مين؟ يعطي احد يعطي تركي محمد ايش وظيفة ايش؟ البلدية لا ايش؟ وظيفة البلدية لحظة؟ المسجد 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 قالت؟ ما شاء الله تبارك الله تستاهلين يا راحت والله انا اشوف انا ترايز زي ينبر اتصالات تجينا الف مبروت يا راحت على طول على طول احيانا زي مثلا انا حيني يقولك الواحد لفتت استفتح لاش اسمه؟ المحل الصباح يبيع بايشي همشي يبيع الصباح صحيح؟ تستفتح لازم اي فحنا والله يودنا والله ان ما احد يجيب غلط معلش ليش الحركة دي؟ لم يليس الحركة دي؟ تارا بس ان تريدما ركزوا يعيال ركزوا ان الصوت رياصة متأخر صحيح، صحيح وينا بعد الكنتراء يساعدنا القضية تنصر ترى يتأخر وشوي لا لا هم التلفازيون لشغال عندهم صوت يتأخر لا لا صوت تأخر شوي صوت تأخر راق سؤالي اقول لك ليش اللهم صلى محمد الله محمد ليش ان صاحب المحل حلو يقول لازم لا تستفتح التقافة دي له أتوقع هذا التحديث نفس بالإيجابية ومشترين لا لا من باب التفاؤل أنا لما يجي نزبون ويدخل كذا ويطلع ما أخذ من عندي شيء خلاص أنا من بداية أتأكد أنا مبسط لما أجي محل أكون أنا أول واحد ينزلني في السعر زي ما خيل تجلس للظهر ولا لا أنا حسابتك تقولني كتشجة عذا رقل ينزل السعر ونزل السعر هذا واحدة بس محلات الحطور أجيهم ما ينزلهم في السعر مش قالوا شباب من أمثال شباب من أمثال مثلا قلنا بكرا يدوب التل جوبان المرج ايه وشي ايش بالثقافس فدي لا ما في بالثقافس عجيه أنا قلت لتحني عندك إلا يا خبره اليوم بفلوس بكرا بلعش ما عرفت المثل للك هذاك الشام قلوبه مثلا للشام ده ما عرفته لكن حن نقوله إليهم يقول تقبرني حن نقول قبرتني ما اللي يقول قبرتني حن نقولها حن نقول قبرتني يعني هذا من باب التودد من باب الإحسان لا لا ليش قبلتها من طيبة ليش قبلت الشاميين تقول تقبرني وأنا ما تقبلها تقبرني يعني تقبرني يعني تقبرني تقبرني نفسها نقول له مصواط 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 حنسعد مبعاجب لا 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 صلع النبي صلع النبيتو يا هدو افهموا وشي انا اقول اه اهل الشام يقول تقبرني تقبرني من باب التلطف حن عندنا نقول قبرتني اهل الجنوب شو قول ناش زيها نفس العبارة يقول اخذني ضيمك اخدني موتك. لا لا عندنا اهل الجنوب الشهارية عند اصديك. اخذني ضيمك. اخذني موتك. صح او لا لا. من باب التودد والتلطب يعني. عندنا العاطف. ما تحسن فيها عمف يعني. لا لا ما في عمف. هي بلهجتنا ممتازة وفلمة ولذيذة. عندنا 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 عندنا. الله يطعني. عندنا حتى ادعى استدعاء في قبيلة ذالة تشيروكم للأرض شيء. اما في الكلام الزيب لا والله. الله يطعني الله يسمك بي. يعني واحد يقول الله الله يطعني الثار يقول الله يسبك بي يعني الله يطعني قبلك في كلمة يقولون انها للجنوب فوق يعني بايدان زهران فوق مثلا بي عنك يعني بي عنك يعني اذا انت ابان حلو يجيك يقول بي عنك ايش ترد انت بك عافيتي بك عافيتي يعني شايف كيف الاسلوب والله اولا هذه الدخ لا لا زي 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 برضو الهنوف معك اهلو السلام عليكم اهلو السلام عليكم خد ورقتي السبعة الخير اختيو الهنوف الصوت يصل متأخر لكن جاوب يترى الكنترول يحسبون بالوقت وخليك سريعة قدامك اربع كوة ريالتي شو تعرف على صوت قوة تركيز والسؤال اختاري منها ريالتي شو ريالتي شو بسم الله وركزي على تذكير الشيخ بن باز تموج الصطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الامام اتقي الصمور أهامة أهامة هذا عمرك يا بنادر واقع واقع لا يغفلوا يا رب الله عنوف عنوف حلا وش سببك الشيخ بدر المشاري في المقطع هذي ليش تذكر من تذكر من الشيخ من تجعله في الجنة تذكر بن باز ها تذكر من تذكر من قول اسمه بسرعة بن باز بن باز بن باز خلاص يالله عشان يحسبوه لانت المبروك يا الهنوف من وين تكلمنا من اسر لانك عشانك مبروك الهنوف جيب عسر ريال خبز وجيب خمسة بيبسي ترى قبل اختك داقة واحدة اسمه نورة اها زين فترى اللي فازت هي نورة ايه ما يبقى اختك نورة اختك نور ايه اختي نور ايه اختي نور اشتري بها قهوة وبيحة شوي شوي تطور قالت لا جبها جبها قلت طيب تصدقي للجمعية الله رزق تصدقي قالت شف باقي خمسين ريال من الخمسمية اللي انت عطيتن هذي خذها للجمعية بس الالف ابيها تجيني كاملة اوف قلت شوفي ابا استثمر يعني ابا استثمر مزمز قالت واللهي ما تستثمر ما شاء الله وانا الى الان انا وياها ابا استثمر غصم لو ما يحب تستثمر عطها الالف وتشاف نظام عبدالرجيد لا 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 ما بينظام عطها الالف انا مع اختك ابيك او الواجد اي لا لا ما ببيك خلنا حتى اطلع ايه ابيك ووجود الله يطول بعمرو ايه الله يطول بعمرو يوم انه يوديك المدلس كان على كيفك كنت موجبه بس وجهة نصرت الرجال ينكفو ايه ايه انا بستثمر انا بات سابطة لعفل اذا اذا اعطها الالف وانت شو بده يا ساعد ساعد نظام عبدالرجيد نظام الامهات الشبال الكبار بس يوم كان يودي المدلس كان يعطيه بسحة شكل ما شاء الله ما عندهم ببيت شكل غرفة نوم بصالة مجلس غرفة المدير الادارة والاجتماعات الصادر وارد ما شاء الله الادارة ادارة التصويق ادارة التصويق الام عندهم في البيت غرفتها المديرة انا اقصد اشتري لها بخمسمية ايه 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 ومئتين وخمسين مالك دخل عبدالرج ايه سرور نظام الامهات نسمعيني ترحمي معك نور هعرفها والله هنا قد صارت لوايك نور ترحمي معك اذا ما عطات حنا نجيت ونطلبه سلام عليكم اسمي بنوع اسمي اسمى من حايل دلون نور عمش اخت اسمى هيا هيا الله هالحايل اشلونك الحمد الله مبسوطة ان شاء الله علو على يا اخت اسمى اش تختارين من الاربع الكور اللي قدامك على الشاشة ريالة شو ريالة شو ريالة شو ايه والله الاسم انه شوفي ركزي في الاسم اسمه محسن الشهاري وانا لا سألتك سوي يقولي انك مصدومة كذا وقادي فكري شو يدي يقولي محسن الشهاري خلاص اتفقنا استريح استريح ونديك العزم نبقى اياكم مع الموديل الجديد اللي سنسويقه في برنامج حياتك من اشهر جاكتات العالمية والان مع الموديل قال اياكم على وقال يوغلت بحدي فخيطه خذوا خذوا جكات خذوا اه خذوا جكات يا اختسمة يا اختسمة لمن كان هذا الجكات الذي يمزق ميت الشاري ما شاء الله تبارك الله بدون ما اغشش بدون اي شي هذولي اشيش شفت كيف ترى بن حاين يا اختصر قصير جمالك حيلي انا اتبتك معك انت بتخرب يا ايوش ما يقولك حدا ثاني بصيخ 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 انا اقولك شي في شي خربين اسحب شماوة انا عارف انا شاعر انا عارف شاعر والله والله ما عارف اسموه انا بروح ما اصبحت راح انا في وجهكم بس انت مديك تصلنا ولا لا انت مديك تصلنا ايه مديك ترجع عندنا ولا انا بيعك انا اسمع اسمع والله اسمع اسروح شف انت انو وصلت انا قام لي ياخد حقه فانت في وجهنا روح يرجع مالك بس انت حاول سعد سعد ابو البراع سعد لاحظ انو فصخ هذي جاهز يعني الراكة جاه لو ولد انت في وجه يروح رايح يا رجال رايح يشلك مثل ولد الوليد كده يركض بك لا يا ايشان اراح 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 انا ما ادوش السابه ما ادوش شبيل لا يقول اي باجلس معه وباء رادة في قصيد اي شخص ابو قيلي ارحلس واجي كده قم وادي قائلي ولا ح Excuse ارحلس انا نكو طبر لا انا قلت لان يرجع اللي انت اعصال ني ما الان ما وصلت الين كو سعد اسمعي ا profund عم ت اناش بنت في استرحّ أم عبدالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك الله يطول بعمرك الحمد لله الله يطول بعمرك ويسعدك أم عبدالله أم عبدالله أم عبدالله توقع الأجواء عندكم رطوبة ولا؟ إيوا إيوا الله يا رب يكونوا بعونكم ويجيركم يا رب ويجيركم يا رب من كل مكروه عندنا أربع خيارات اشتغتار يا صوت العمر تفضل ريالة تي شو ريالة تي شو أي ريالة تي شو طيب يشوه المقطع ونرجع إن شاء الله الجيل اللي قبرنا ما كانوا مرة يعترفون بمستشفيات أنا جيت عنده الله يطول بعمرك كانت حرارة هادثة حيلة مرة قلت هم يتوديت المستشفاء قلت لا أخذ حلتيته وشغلاته الشي الشعبية عارة مرة مرتفع عنده أنا لزمت عليها بس ماش راحته هي اللي تحبي إنها تبتاقعد كده قلت أوكي أسوي لتسعني عصير ليمون قلت خلاص لأنهم تنعم بالشي الشعبية أكثر طلعت أنا منه نا آآ دقيت هذا واحد من أخي دكتور قلت أن أمي بالحرارة وكذا 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 أبي مسكن آآ يكون كويت ساعد بس علبل ما نرجع من الفاصل ماذا الجواب؟ طويل هو يقول وضع وضع الدواء المسكن بالعصير رجعنا مع الدلة وش الجواب؟ لا مش الجواب بماذا احترف عبدالحمان الخضاري في هذه القصة؟ يلقذ بي لأنه وضع الدواء لأمه خلقاته يا سلام التريليون مبروش فوس خدوا الله صدي تصدي لا حطيكم شيء أنتوا غشاشي ليه؟ ما أنتوا غشاشي الحمد لله الحمد لله الله يبيض وجهك صدق 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 قعدتوا أنتوا غشاشي صدق أنا أشوفونهم غشاشي هذا وش يسمونها؟ خوخة لا مش مش شد وصد والله شيسم هذي؟ جميل ليه فروه هكذا وش يسمون هذي؟ عيالة شيسمون دي؟ مش مشونه الخوخ؟ في محلة هذا خوخ؟ أكبر من هذا لا هذا خوخ؟ شكلت يصنف من أفضل عشر أنواع شكلت في العالم دخل تصنيف العالم هنا في الرلاي دادي ترى هايد دادي في ميه؟ فرع من فروع يعني انتدري على طريق الفلوس التجميع بالتجميع أفضل عشر أنواع في العالم أتذكر كان عندي حصالة حلو؟ هذا الخضروا عرفت هم قديمة ومن قفل؟ ها؟ ناضر في عيونه الرجال وتبين وكالة تمت компании تجي تقول بذ tú أنت تبعوني في لحظة أطع 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 أنا خ Bringingяж إصابة أنا مش بِنش حسين تجي اللهم ماتذكرت لもう مقطع فickt أفريقيا أصد الينقف على سايرة أنت سررة يا وأساة ستبعت ازماء كسر يدف احماض ازماء ازماء اوه هسيت النوف و الجوف مع محيف الوقت ميش اصف حي الله على الجوف اتبتت يا نوف 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 اه حي الله على الجوف باقي عندنا اربع خيارات باقي عندنا اربع خيارات ريالة الشو متعرّف على الصوت خوة التركيز سؤال شو راكي طيب اسمعيني اسمعيني من التلفون عشان 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 تيجيك السؤال بدري قبل تخلص ثوانية المدة طيب بس نشوف المقطع ريالة الشو يا إبراهيم طبي استشروني يا قل لا أطي خليك خلي ثلاث أيام ما نسوي فيها يا أخ شرطني عليها على ظليني فقط هذي أذي أذي هذي ترمهيب على ذلك ترمهيب على ذلك الشرم من خير معنى بالك كيمو كيمو خلي ثلاث أيام ما نسوي فيها الشيطة ميني فكفة يا صنائين ميني فكفة يا أخ المفروغ بقى أحد جايب شي مفروض تستشروني قابل لاح يفتحون أي شي هذا أول شي هنما نقلوا إيش فيها كيمو حبيبي ما يدرون إيش فيها استهد بالله استهد بالله استهد بالله استهد بالله استهد بالله والأمور طيبة يا حبيبي استهد ها؟ جاب الأكل والشباب افتحوه اه؟ 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 ما السبب تضايق عبد الكريم؟ خلص اه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله شكرا لك حقص بالله مغروض أنه بعد كل حلقة أنا أخذك باحة خمس ميتر يا ايش لاحطت؟ التصنيه كله مذكية ايه؟ المفروضون يمدقون عن فايز ما تخلي وسجلوا اسمام ويكسكرون حنا نقال اسئله اتوقع العريفين الحين قد هو وصل عرف سبب غلص اتوقع الشفاء بدهم معنا لا سلات تعال تعال يا زوعة الأتاوة أنت طرات الأسهد وأنا كتبك المعلومة بسيطة تدني الأسهد أبو قذلة هذا هو الأسهد الحقيقي نجاه ذاك نسخة تقليد لا الحين تشوف بعض الأسود ما له قذلة هنا حات شعره نجوه ايه؟ للتوأم انا اوها انا ايه قطع سؤاليهم recreate صحيئ muss يروه المرا يروه لا لا الآن يقول لك إنه واش الفرق؟ قصدك فاي قذلة القذلة دي؟ اللا هذي كلها موجودة عند الجميع بس الهينا بعضهم كده هذا الأسهد الحقيقي هذا الفائز تروا بالمعركة الي صارتها السنوية عن اللي بين الاسفوينة جين؟ أما إذا جاك ما لو اذن لاعرف إنه معلوك وشبح الله تلاها تطيح يعني لا تظن إنه طاحت من الضرب لا خلاص الخاسر يصاب بداء التساقط فأي واحد عنده تساقط شعر خاسد يعني ممكن يكون خاسد ممكن ما ديني والله هنت روح لوجر هل يتكفى هل تم واحد فيه تساقط شعر هنا هل خليل بسغوة رتيح لا ما شاء الله هل تفايز فايز هل تساقط وين ما شاء الله لا إلهه لا يضرك ما شاء الله أقسم بالله قطة هذا عاشي لو بجي عندك حط البالي هذا يا رجال عنده تصاقط علوم غانما أي وراء والله هنا الشعب الله عز وجابه من ليوه هو عللية وعلاك جرس يعزي تصاقط علوم غانما يعني ما عنده علوم غانما هذا اللي أقذب هنا مازح غلوت غلوت هل اتصال يجيلي من المدينة هل حمين في الحلقة ذي اول اتصال من المدينة وهذا من المدينة اتصالت جلس التلبس هلو؟ ريحة نعناع مثلت اسم خلوت خلوت من المدينة حياة كلها يا خلوت عندنا ريالة شوت تعرف على الصوت يا خلوت تفضلي عندنا ريالة شوت تعرف على الصوت اتصالت لأ عشان قلت انت جاري تصالي من المدينة اعطاك فراح ثاني شكله اخصار راحة نتصال معوضة خير يا خلوت اش رايكم يا شباب تخش معنا في السحب زي عبدالله من تيمة اذاك اللي انقطر الاتصال تدخل تستاهل ما عندنا لحد ينخل لانه ترا بالقوة يمسك الاتصال والله هاش راي كوهد والله هاي شباب يروح 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 يتخش تتخش تصويت تتخش تخش السحب أهل المدينة ألف مبروك خلوت دخلت معنا السحب يا رب اتوقع الاتصال الجاي يتكلم وسكروح وشذا البرنامج يا خي اش فيكم عشانكم انتم موجودين فيه عشانكم انتم موجودين فيه عشانكم انتم موجودين فيه انا اتصال الجاي باخذ ابدك على واحد من قرائطي وكذا صد الله عليك لا ليش ما تطلع بره وتتصل على دوري تتصل علينا صح في كل حدو والله السبع قولوا لا لا هلا الله هيا اسموا سووا مجاني اوكي انا بجيب جوالي هنا تمام خلاص بقول لكم الصدق وبقول لواحد اخوة ايدك حلوين سووا مجاني اذا دق كأنه من وراه هو من الجوال عندي اشتهدت يا جوجي اشتهدت مرة مرة انت ترى مني وما لبسك اش مره اشتهدت والله مرة اشتهدت مرة يلا عندنا اتصال طيب والله بخليهم كلمة بالجوال فضل يلا طيب والله والله حلو ايه والله بس انه ما يدخل سحبين تعطيك الا انا بطي اسموا روان من الرياض مع السرور اتفضل السرور مرحبتين السلام عليكم حياك الله يا اخت روان باقي معنا تعرف على الصوت وقوة التركيز والسؤال ريالة شو ما فيه لا ريالة شو اخلص متفوزوا متفوزوا ان شاء الله انها تفوز قوة التركيز طيب ركزي في دلال الرجال يلا 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 و MAC صح يعني ايش يعني يا السلام ما شاء الله تبارك الله طيب يا سيرين الآن عندك تعرف على الصوت وقوة التركيز وسؤال اختاري واحدة منها يلا تعرف على الصوت خالد الباس عد أنت يسوي أنك ما ترفين وين الكاميرا حقتي ببرافة لضيوف عضاء رجال التحكيم اللي كانوا معنا مشارفون يعني أكيد يا أخوان مئة في المئة أكيد أنه نجتهد ونعمل كمال الله سبحانه وتعالى الخطأ أمر وارد لكن في الطفقة تامة أبدا لم يتكن هناك في أي فقرة من الفقرات اللي قدمت أي محابات لأحد الله تأخذنا حقتي في هذا الموضوع أي تعاطف وأي انسياب لأي شيء يا سيرين سيرين صالق البال سيرين صالق البال صالق البال يا سلام ألف ألف مبروك خشيت معنا الصعب اليومي والصعب النهاي وإن شاء الله يا ربي لتفايز اليوم معنا بإذن الله معجب شخصيتي حي خالد الباز من هنا أي والله نعم رجل ماحترم ويستاهل تحيي تواصل معنا حتى بعد برنامج يعني ما لهم تواصل ما لهم معنا تقول أي خالد الباز المسرح المسرح مخرج مزرح أذكر هذا كان بلجة تحكيم كمان مرة في برنامج والله شخص خلوق محترم نعم أسلوب تعامل والله العظيم تتصل عليه ما يقول لي لا وحقاني يا رجل حقاني بصراحة لا 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 حقاني كان يرش يسكي ديك الأيام الله يا الدنيا نقل تأخذ الأول بشي ساعة نتمثل كان قطوة تأخذ الأول صحيح؟ قطو أحداء قطوة قطوة قلت سأل المفرق معي خليكم قلت سأل المفرقة القطوة أضحك لسافة قطوة سأل المفرقة اللي أضحك عليها جاء بالمركز الأول يعني من سافة الله القطوة أخذ الأول قطوة أخذ الأول لا غير قطوة الصاروخ يا بيلاي يا بيلاي يا بيلاي يا بيلاي يا بيلاي أنا ما قلت جمعتها الضارة غير نوعية قلت سأل المجيد قاسب بالله إذا تصار تقول سندوش كبدة ويس يديش كبدة أو تصار بالله تقول ما تفهمني مجيد التصار مقضيني بقصدير السلام عليكم حور من مكة حور من مكة سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله خير طع 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 تورا ورا مثل النور كيف حالك يا حور الحمد لله الله يطول لي بعمرك أختي حور أنا هنا باقي معك ثلاث خيارات تشتغتاري وانا أخوك ايش خيارات الخيارات يطولة العمر تعرف على الصوت قوة التركي بس لحظة تعطيني وقت الكاميرا هذه كأنها سيلفي يعني شي جديد يعني سلام عليكم حور كيف حالك عليكم السلام أهلا وسهلا من مكة تكلميننا صح نعم الطرقات مزدحمة عندكم بعد ما بدأ موسم رمضان عشان العمر فأكيد صح ايه احتسبوا لجري أهل مكة تراكم ما جوريني إن شاء الله على هالصبر طيب أختي يا حور تعرف على الصوت ولا قوة التركيز ولا سؤال قوة التركيز قوة خلنا لف بالكاميرا شوي طيب قوة التركيز نجوه هنا رجعلك طيب اغتنم عمرك قبل حزة مماتك كالعمر طالية مقليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم والله خير والسلام عليكم شكر الله لكم وبين الله وجوهكم شكر الله يجزاكم خير ولا يهيكم حور أنا الآن يقولك ما هو لون بشت الشيخ عيض القرني أسود وشوء ببني بني بني أترك السلفي معك يا حور وراءة جعل الشباب تريليون تريليار مبروث عندك ضعف بالسمن سمطة العمرك قول بني تقول أسود ليش أعوذ بالله شاطا رجيب بس ما زمت أدو أسود اه لا 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 اوه طبع سبع ضعيف عبدو بجيدا لعنك يلي خلي سبع ضعيف عشان مسابقة لا لا تسبعك ضعيف والله قالت بني من البداية والله ايش يا بلادي وازم والله يعلمك الساذة قالوا أنا بنمثل وجوث مثلنا على لنا بالمريخ حق الصاروخ ايه يا أخي مثلنا على لنا بالمريخ طلعوني والتتري طلعوني ايش طلعوني مدفونة مدفون؟ ايه والله ما قديري بقصدير لفين علي هاي وش الفكرة هاي وش الفكرة انه كنا بالقروبات اللي احنا نشوف بالتمثيل قلنا نبغى تكاري بداعية فقلنا ليش ما ننطلق من الأرض الى الفضاء ليش بحث عن شقق رخيصة لانه الأرض كلها شقق غالية سياحة وكذا مدري ايش ففرحنا للفضاء ولقينا السعر غلق فرجعنا الياب بلادي فكنا طالبين معدات علشان كانوا صاروخ فما جولنا لقصدير هذا اللي يوفر فائز لكم لا 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 وصالح الله يذكر صاح زين بخير ماسكا معي يقول حقت ايش؟ السوداني السوداني راح للفضاء ايش يقول لا ايش ايش حقت الكلمة؟ طارت الطيارة طارت الطيارة قولها اللي اقولها وانا ما اخذيني والله العظيم تقوليني مدفونة بخير مقصدير ملف لف زكاة واسوي زكاة قاليني يتحرق مشويش كانك حبه تصور بشيبه بس والله صحي تلبس كانت مره مؤكدة طايا نلبس وقصب لاي تأثير والله يمر مؤكدة الحين هذي في الصوريخ والقطو يفوز شو السالبه؟ كانت عندنا فقرة اطفال فقلنا نبغى نحسس الاطفال بالقطو اللي هم يرمونه ويدرسونه ويضربون بواري ماذا ايه فجبنا معاناة الكطاوة فصورنا هننا الكطاوة بجحر لو يعانونه يجوا يطلعوا نجيبوا اكل والله يفكر حنو هذي يوم هذي يوم محبود عثمان هذي يوم محبود عثمان هذي يوم محبود عثمان كان لبسهم طيفة وملونين لا ملوننا وجيهنا حتى بس محبود عثمان كان دعسده سياره وطايح فقعد يتلقى العلاج واو وسعد اسباعي وسعد اسباعي راح يجيب المغذي فطلع سعد اسباعي وان صدم وراح يجيبه اخوانه من تحت الكابرس احب الافكار هذه هنو مبدعين اصلا وفيها مضمون كمان ايضا احنا رعيم مضامين رسالة هذه هذا المضمون لولوة من حايل السلام عليكم ما شاء الله تبارك الله كل يوم مقتحمين لولوة من حايل هنو باقي عندنا تعرف على الصوت قوة التركيز سؤال ايش ايش باقي عندنا تعرف على الصوت قوة التركيز سؤال تعرف على الصوت تعرف على الصوت تعرف على الصوت امنحها الحايلة برشيد برشيد اسمع الصوت مكتب عقاري ومعه هي خمسة انفاق دخلوا على قصيره استغرب ما هي عادة انه مكتب العقاري يدخل عن دجاره دخل يبي يكتشه ولا علمه لولوة واضح صوتك لا ان شاء الله ان شاء الله انا متفاعل متفاعل يا لولوة هنك فايزة اليوم بألف ريال بذل الله ان شاء الله ويجي اخوت سيقول له هاتي استثمرها قولي لا طبعا هذا كان اخر اتصال معنا ايش تريل اخرا لا ايش تريل اتصال ايش تريل اتصال ايش تريل اتصال اشكر جميع المتصالين واللي ما حالفهم الحظ ان شاء الله يحالفهم في الايام القادمة بإذن الله كلهم حالفهم والذيق الوقت اليوم لا اللي ما حالفهم اليوم بالمسكة تريفون ويش في نظرتك ضيقة شوي واسع مداركك طبعا في الاف الاتصالات تجينا طبعا اقول لك شي يقولك فيه كم استقبلنا اليوم اتصال عدد الاتصال اليوم جليل بس عشان ضيق الوقت اتناعش على طارق الاستثمار على طارق الاستثمار كم اتصال استقبلنا اليوم عدد الاتصال عدد الاتصال فعلا على طارق الاستثمار انا كنت كاشت انا واحد اخي انا نطرع كل مزاحمية نطرع للنفوت ويطاعس معها هاي لوكس معدل عليها ويحب التطعيس بالهاي لوكس وطاعوا كمع ملزمة على الطبلون طاحت ماضية يا انا عردت يوم طاحت الملزمة يوم طاحت الملزمة كيف تكسب من الصفر الى المليون تكسبها وكتاب زي كذا اقول يا رجال انت عساك تصلح سيارك اقول الله يا عيال الان يملك اربع ابراج في دبي ما شاء الله ويعرف اني لو اقول اسمه لكن حرج اني ما اقول اسمه اقسم بالله الان اربع ابراج يملكها في دبي ما شاء الله وعمرها الان واحد وثلاثين سنة قطلت هالعام في جاني مكة تجمعنا جاني وفطرتنا اياه فكنت اضرب هالمثال اقول له يا ابو فلان تذكر التطيز والدفتر ذا قال شفت يا ابو البرة الملزمة هذي كيف بدأ بدايته طبعا انا بكل امان هو متكتم على تجارته بشكل لا لا بس يعني هل اللي يثري وشه اللي يثري انا اقول لك ياسع ياسع اخو من اشخاصي كان يعني بكل امان كان يقرأ يقرأ عن قضية كيف تستثمر وكيف تدخ ما شاء الله حتى غير الهاي لكس شرالها جيه بربع ثم نوقف كان معفلو ازين بدأ يستثمرها الله العالم الله العالم ان بدايته ان بدايته بدأ يستثمرها قلتها انا بدايته بداية الشقة في برج في برج في دبي يمكن دفع حدود مئة الف ريال او مئتين الف قال بس اثمرها في ذا الشقة اللي في البرج كاما يوم بعد اللي اعرفه والله ما شاء الله تبارك الله يعني من غير السفريات اللي طلعها يعني خويا على حسابه ما شاء الله كل مدينة لها سيارة عندي فيه كلام في النت مكتوب عادات الاغنية عادات يمارسها الاغنية استيقاظ المبكر ممارسة الرياضة التنظيم الأعمال الاسبوع هذا الاسبوع الجاي فيه عادات يمارسوه الاغنية الآن معانا فاصل وبعد فاصل نرجع اخوتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى نهاية مسابقة شور بيت والآن جاء الوقت الجميل جاء الوقت اللي الكل ينتظره وقت السعب الكل أعاسف وقت السعب الكل ينتظر الآن النسما يطلع ها؟ انت تتمنى يعني مو قص التمني انت ميش توقعك احساسك؟ انا القصيم بإذن الله القصيم فارس مين؟ من جدة الرياض الرياض جدة حايل القصيم اللي من البريدة من البريدة صحيح؟ الطيب اللي الى الحين اللى عنده احساس إنه اسمه راح يطلع يعطينا خبر في تويتر توا stimulate أنه عنده احساس إذا اسمه راح يطلع واسمه طلع جميل? طيب ابغى مجيد يسحب اسم الله يهينك ما شاء الله ما شاء الله هياذ masih ريلاكس اه اه وا شف ايف دخلت هب اه يب سابون لا انتب طلع بنجرة بنجرة علي اخر kennosos ما لهاll حقت بنجرة باصله أدرا ندا من المدينة المنورة تنليون مبروكنا يالله عندك راهات من برايدة راهات من برايدة المدينة الف مبروك فستي اليوم ودخلتي بالسحب النهاي ندا من المدينة كان اول اتصال معانا كان من المدينة نجي عند الجميلين ذوري ما يمديكم عاد انت من صغر ايدين طب صبها لنا هنا ويختار واحد وش اللي صبها لنا غمض ضيونك بسمو بالله يا رب انا وش معي ما تدري ما ادري والله انا عكا جتني ندا من المدينة انا وش انا مفازت الحمدلله انا بغلقس او غاب بعد يفوزوا من معي بسم الله احمد الرحيم قال لي له نصيب رح يفوز يا لولو من حاير يا سبحان الله لولو من حاير طيب هاتولي الاسماء هاتولي الاسماء بيظل وجهك يا سرور خنقول الاسماء هنا يا جماعة الخير الاسماء عندنا هنا رهف من بريدة فازت معانا رهف من بريدة وايضا فازت معانا ندا من المدينة وايضا فازت معانا لولو من حايل الف الف مبروك ايه اليوم مبروك يلا يا سرور ها وين السحور يا سرور هلانا يدخلو الشباب السحور والسحور اليوم من اخت سرور الله يبيض وجهه ويكثر خيرها ام النوري ام النوري ربي يسعدهم اوووووووووووووو يا عادى يا مقه البعر ما شالله تبارك الله؟ نتورهم اعلموش لا لا أصبحي كهكاة الله يسعدهم يبيض وجيهمها فازت اللي سير مع البدكيها مسقع لحن لا يلا قاتل لا الراحة الخضاء يعجبون الناس اللي يكتبون الأصناف يضخوها لي من الله ونسعمين خلذا هاتولا لا تطرق نديمك سمطة لامرك أتعب عليها الورق ام النوري أسمع لي يا مالنوري طيب زر ما معنى وقت خضار بالدجات يام النوري في باقي شيء ولا خلاص؟ على وزن حاجة مجيد سلونة يام النوري وشلونة وشلونة نوري وشلونة وشلونة الله يسعدهم بيض وجيهم يكثر خيرهم يام النوري اخت سرور اعدام هنا اعدام عيال نجيب تبوت ما في صحون ولا نكرة من هذا؟ انا جميل الصواني خلها يلا يا شباب تسحروا خلها نوصل الصوان بسم الله يا ولد سحب سحب شو اسمه تدينكم باقي عن الصلاة؟ سحب تويتر صلوية طلس سوال يلا مجيد فارس يلا يلا لا 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 والله انا بمشكلة والله هني بمشكلة لا لا اخلاقي شرينة اليوم ما تمداني شصاير لي والله خلاص بلاد كلام جد عدو عشر درجة ها تعال ما الله يا اخي يقسم بالله عشر سنين ما ينزعل والله لو اقوله والله لي ها تعلم الشيطان يا جديد تعلم الشيطان قل علم الشيطان اشهر رمضان يقهر صح بالله ما يقهر تخيل عشر سنين عشر سنين اشهر رمضان اشهر رمضان ما في شي صاير اشهر رمضان اشهر رمضان اشهر رمضان اشهر رمضان ذكرتنا بالصغر ويا خلصية عيا بيا اشهر رمضان هادي حين مغطاه منيب منيب عطر الكيس داعت والله يغطيها منيب هذا خضار بجاج وهذا هنا والله كثر الله خيرك والله يكثر خير أختك يجي نوري يخلي لها النوري يصلحها ان شاء الله الله امامي يجزاكم خير هذا بطاطس صح؟ بطاطس ايه ان شاء الله تبارك الله هذا ترى والله شيء هذا مصقع شكرا يم النوري وخضار على فكرة هذا وهذا هذة الأكلات المفضلة هذا ايش هذا مصقع وهذا صنية الدجاج صنية الدجاج بسم الله طب قولوا لا الله اعلمكم شيء على الحين اللي صبرت انت على شيء اسمعي بلي هل تلازم تكون معاين لابد تعرف الساعة هلو بس خلوا ميلة الكاسة اشه الغزات اشه كل واحد يا ذكي شوف ميلة الكاسة اشه الغزات اشه الغزات اشه الغزات اشه الغزات النوري النوري ياللهي كتر خير صغول بعمره جهت خير صحينا الله له صحينا الله له صحينا الله عزو هكسا مين؟ ولا يتونك مين؟ يا فارس Allah والله يضعك بذلك اليوم من ساعة ماذا يا عبد المجيد؟ مزيدك؟ تقضر يا عبد المجيد؟ أنت رحت لكويت وكبرت؟ لا مصقّع والله يا عبد المجيد كل ما تذكر يوم قالها هذا كل ما كان مع يوم أنه كان جايبه على أني شيخ ايه يا ما اسم ذلك الرجايخ؟ والله أنه نعم هل تعطيني بس نعم صدق؟ فيه بروتوكول بروتوكولات؟ بروتوكولات؟ لا يقوله شمعنا بروتوكول لا بروتوكول بروتوكول يا آخ وانا باعكم لأنه لأنه شوف كل مشروك وبروك يمتاكل لحالك موه صح مو مبروك والله هي التبولة حسنا ما أجيب أسوات اللي أكلها ما أصوب بالخبز وهذا بالخبز ولا لا؟ قوة بالخبز والله هي التبولة ما شاء الله لقوة هالله ما شاء الله ترى من أصعب الأطباق التبولة لأنه فيها دخول عنصر البرغلة فهذا ليش أنتجه ما شاء الله ما شاء الله خانت بعلمنا حق هو ما شاء الله تقول لأني أنا أحب الأشياء التي كيف تدوق تسلمين يا أم النوري لأنك ذوق يا أبو الله يطوله بعمل أرجل من بعدك يقول سككتر خير ها أنا رح سبها باش أفيل ترى هالي هو هادي و هالي هو أنا مصقع لا داع 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 فوق جبن صح فوق جبن ظاهري وهذا جبن وهذه جبن فيها لا جبن فيها خلطة الجبن جبن القشطة وماينيز وكده وعلم كل مرة أقوله مش شيء عشان يعرفها من سنة ثانين ما أعرف بذي يقولوا لي وبكرة جنساء هذي ذا الله يبيض وجعوا الجبن والداء في الجنة شيء فاخر خلي إلى عيالها يا رب آمين يا الله يا اختي برياض أختي برياض يلعوا أحيان اختي ماتزع الجود صغيرة هذا طالب بها جود كيف تبعين نقول حاجة لو أعرف ليش لماذا نتحرف وطور بعد سن أختي برياض اختي برياض لا اختي برياض ما أحضروا صنة لا اهلا أنا هذا من أسل عشان أفتح موّوع هذا ايييييييييي أنت أبس أسأل عن عمره صح؟ قال أنه خويه يوم طاع سون عمر وثلاثين ارتاح والله يتوي صيدك ما شاء الله جاءت الدقاءة تحرك ميان موز وعاد برسالة هادفة برسالة هادفة يقول لك عمر الرجل يعني إذا صار شباب في الثلاثين وفوق عمر الرجل إذا صار شباب من الثلاثين وفوق نمو العقل ثلاثين وفوق متى يقول للشباب إنه وصل للشباب في الثلاثين واكتمال العقل لا يشتد يشتد يصل يصل شدة ثلاثين عبد مديد قهوة وسلطات وأكل وسود وعطارة عطارة متوقف دكتورة تقول لي عمر الرجل يعني يكتبل في الثلاثين لا عمر الرجل يشتد 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 ذكر القرآن يعني يبلغه شدة يعني يبلغه شدة في الثلاثين أربحين أنا توكى أنا قيل المعلومة الحين متى متفاجئ أنت لقيته هو قيل ثلاثين أنا قيل ثلاثين وقالي أربعين لتصدم لازم أصد مريضة انت والله لازم أصد أصدقو الله بس أمركو حالثلاثين كلنا مطلطة دعوا عليش هذا عمس حتى الرسلح هذا بكرا بكرا بيزل اللي بيول تطعي صح تطاعش بكرا سيد أصدقو لا أصدقو بالله عمركو حالثلاثين أبالا في ذمة كل ثلاثين مقرب الشاعة أبالا قبل بوك اللي يجب كبر يا أخي سلم أمس والله قعدت لهم منك قعدت لهم قبل بوك لا في الحاجة تقوح كيف؟ شكرا هو ناوي الحاجة تقوح خلا أشأل كم دقيقة تكلمت؟ سمو بالله بسم الله والأخير أحب الجمعية لا لا كم دقيقة تكلمت؟ أشأل فايز ما أدخلي بالجدول دكعة رسلطة دكعة رسلطة دكعة رسلطة لا الله أتحدى كتب ه أم Burada أسألك إني حول إشاء كبد أسد أسدق عليه أسلمكم أسلمكم دقيقة فارس أشتاد بالله من عم كتفية؟ عم عيدي بتصنيع الطايесто ولا مهان أخروف كم دقيقة؟ بعرف تلعني عن الدقيقة تطلعها نص طلعين أستطيع حالة بلا بيدن 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 والله بيدن بيدن والله اللهم لك الحمد انا ذات الاموني ترى انا ترى فاقت شي قوي ترى وش فاقت انت والله شي قوي فاقت مخك شفت يوم انه كتبي شي نفسك في شي صح وصلك خلاص وصلك وعلنه جاك جاك التم شوية كنسل طرق شوية كنسل طرق ياخ ما تدعش خيرة في مختارة ما تبكّلت العقل الخير هم لا to بالله هذا شي اخترها الله سبحانه وتعالى ولا في اي جدال لا أنا وعلي الزمديد ولا أي واحد على وجه الأرض هذي فهم؟ طيب أحب راح علي شيء قوي والله يا يا أخي كسر لا انت فوش تبقى هذا يا أخي أنا أنا أعني انتحار تسمحون؟ صحة الله ما يجوز لا اه لا ما يزن انتحار السلام عليكم أساس في اليوم القيامة صاح الله انت حضي أقص تكاس؟ لا بجوال؟ صاحة المالجوال ما هو جوالي والله لات تعطفيني دعمر علي قدي ماما سلاك وسرور والله تكلمني انه في كمية طعم كبيرة ونسبة الزيوت مرة قليلة مرة ما شاء الله الله يطول بعمره والله ودني شارك في المعلومة دي بس عطم عطم يوت بالله بالله ما يجيك اقول الحمد للعالم توهج طب واحد يجبر بخاطري ورب البيت الله يجبر بخاطرك هذا لا يقدر اقولها لك عزيزي الله يجبر بخاطرك الله يجبر بخاطرك اخداك تحدي اخداك تحدي تقول انا بعد الله ان شاء الله نجابر خاطرك شيرت في مختارك لا والله نصيحة والله ان شاء الله انها عندي بعد الله والله انها عندي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى اللي مزايي وأنت انا انا اتصريفة لك الله والله انا بشبك لا اشوف شو يا انك تتحملها كاملة وانا قلتها والله مو تكلف تتحملها كاملة مو يكلف انها تعال ارفعه انا قلت له عطاية اللي عندي يا عزيزي اخير ام رجال رجعت زهل والله تليه طاق انت اجلس 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 مو عمليه في لدخش ما لا تسحر امامي اخير طاقه وانا يبقى اخي والله تسحرني الرجال وانا ما ودي اورطه انت اخذ اخذ رجال اجه احباد لجنبك دائما نقول اش أكد الله عليكم شبع شبع خلاص علمته بس انت بكفين الحمد لله والله دافي اكل كلي الله يبرف خاطر جادني بكيها جادني بكي الحمد لله الحمد لله شون نشرح لا تشرح انتبه طيب 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 الحين عندكم الكاشة حق الجمعية البر حق التبقون فتا تحتها لا 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 صورت لا 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 عد المستفيدين من الجمعية يا رب في الساعة انت تسر امره قنا امين يا رب مثل ما وفرت انها النعمة توفر له ان شاء الله انت الحل بس يا رب فيذا الحلت الامور أخي في الله ما اقوى والله اتوقع كاسة مو بالحق بس صراح انه وان علاقة ايش يصير شيرا ديبان فهمت مو اي بس كانك جاهز انا راح جوه انا راح جبكم مو اي مهما صار شيرا دين لان يصير لان يصير لان يصير لان يصير لان يصير لان يصير بس انت تعلم لا بس شوه شوف اقولك شيء لا انا لو صار بين وبين مني اسرور خلاف حلوب ماني ما دخل ترك ضعيف بالام ترك ام الساحة فانا كل الان الليلة نصيح و الله لا تصل خيراً من أنفسك نصيح وانا إذا أنت ملزم لزم والله ما عاد واقع إلا خير خلص خلص خلش ومسكي لين بعد فين أطمد عندك والله لو أعلمك العلم أقصب بالله أشبع زي الرجال وقوم والله لو أعلمك العلم صدك لك تنجل أعبد بالله والله أكلمك جد والله لتنصدم والله لتنصدم والله لتنصدم والله هذا ينضحك وهذا ينضحك وهذا ينضحك وهذا ينضحك وهذا ينضحك كذر الله خيرك وبيض الله وجهك والله أطيت العافية يا أم النوري ومجود عشان ما تزال والله يصلحه إن شاء الله لهذا أصدق الله هذه مروعة هذه مروعة ماذا ذلك؟ كنت عبيديت أرد جمعك لن أفهم الله حق التشريح يا الله يا رب ما هذه دامة؟ أعبيكم في كاساسكم وهذه كانت بجنب الكرس إذا وهذه كانت موياتكم أتوقع يا رب يا رب يا رب أنك تهدي له سترموين لهذه برورية أم يتسلم عليك تقول العبد المجيد الله يصلحه يكثر في الحلقة ومترا عندها سكر بعد صحي؟ ما أدعتنا أمي ما تتكلم زيد رصيدك ثلاثة انقهرت إن الشباب كلهم طلعوا أمهات وما الأمي عيد أنا لو قدرت ما شلي وإلك اللي تبي مرة عابدتم أقول لك من الشاكرين أنا أذكر عجبتني على طريق حكمة فهم كلمها الدكتور الحبيب معنىش كلمها الدكتور الحبيب ومترا عندك والله العظيم ما تكلمت تشتت يومين ما نمت تتكر وتعبت وقلقت لا يوردي ما أحبت الله يخلي لنا والدينا يا رب لا مامي لأنه في خوف مثلا راح تعودت راح تعودت يوجد رسالة جمعة زين الوالد عندي والله حيت تطلع ما أبدأ مرة أداء أداء تذكر المجيدة أداء ما شاء الله الوالد ترى ذلك اليوم يوم أنك قلت ما تقول اسمك والدقة قالت لا دقت علي تقول انها بقول اسمك تقت علي جوان ولا فست اللقاء ما تقول اسم أمك قالت أفنو أمك تقول أسوا يا الله مرة محدة علب اسم أمك الحان لا شو اسم أمك نعم حصة حصة ما عندك شسم أمك اسم أمي لطيفة بنت حامد enhance الوادي نعم والله ذكرت الوادي طيب تاك 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 لانا اسم جوزي ابنت سليمان ونعم عندك مقصة شو اسم أمك يا محمد آمد سالم فرحان فريح العطو تعامل جنة ما اسمك؟ ما تعلم؟ عادية عادية هي أذر الكتاب أعتذر الله لأنني أتكلم عن كتابك يكفي كتابك هذا الإسم بك أطولاد ما تدعو كلامك ما اسمك؟ ما اسمك؟ هو يمحسن عوضة 31 قال ما اسمك؟ هذه يسمونها أنك ما تتدخل بشخصيات عدوة تزالة العمرة ولا تعلم كم عندك وكم منت حبيبي أنت وقعني بوشي تجي تأكل؟ لا بس عشان فيه نعمة قدام ودي أخلصها بس عشان صحيح عشان أحسن بالنعمة عشان أحترم النعمة لأخذ يا أكل أكل الله يكثر خيرك السلامة يا خير أختك كلام ويجب للحالكم الله يسلمك وعافيك والله شيء فاليق الله أنيق الله الله يسلمون بسم الله الحمد لله لأكل أنيق اليوم أنيق الله أنيق الله لاحظ 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 شو مقلوبة لا خفايف تضربت سلوست نعم أناب hold جديد طبق كل بيتك ملك صاعد بيتك ملك كل أنت بني Polik أنت ما تقول هذا Bisik الرئيز سعد بيتك بلك؟ جد والله هو يرزبك آمين رب من المفضل أنه هو ساكم في جارة عنده فلد شكك للإجابة سعد مدام خوية وعنده أربعة فراج كم جار بيتك؟ ترماش معي أنا في قزاز أي خلال ما يسمح كم جار بيتك؟ أنتدري أنك تلمس الجروح يا وجد اسمش أنا أتراح عندي نرحب بالي بالوجه لا دفع ما دي شونك أقسم بالله أقسم بالله يا جرحي أنا أنه طال الزمان وجرح لي الله حيالتي بقالت رمضاننا أحيت فينا العزم وقويت من يوم ما طليت من نور يومك جيت برنامج فعاء ياخذنا في ترحاء متفعلا في الحال يا مرحبا شربت برنامج فعاء ياخذنا في ترحاء متفعلا في الحال يا مرحبا شربت نسرق بكم والله يا محل بطلت نبضل لبضلت يالتي بقالت نسرق بكم والله يا محل بطلت نبضل لبضلت يالتي بقالت نسرق بكم والله يا محل بطلت يالتي بقالت